السلام عليكم وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد الحقيقة هو مش فيديو جديد قوي هو تجميع لحوالي 17 فيديو اللي هما بيتكون منهم سلسلة شرح مبادئ Power Query او PQB للناس اللي امتبع معنا على القناة ده كورس كامل لو اتفرجت على الفيديو بالكامل هتكون عرفت 60 او 70 في المية من اللي انت محتاجه في Power Query بيغطي 17 موضوع حوالي 5 ساعات الى رابع فيه اكتر من 25 مثال عملي طيب ايه محتويات الفيديو ده زي ما انت شايف هو متقسم لاكتر من جزء الجزء الاول بيتكلم على استخراج البيانات من مصادر مختلفة وفيه حوالي 7 فيديوهات الفيديو الاول على مقدمة سريعة الفيديو التاني بيتكلم ازاي جيب بيانات من نفس ملف الاكسل الفيديو التاني ازاي بيجيب بيانات من ملف اكسل اخر موجودة البيانات فيه اوراق عمل متعددة او في كزا والمثال بتكلم على تجميع بودجت موجودة في اكتر من شيت وازاي ممكن اعمل بها تقرير ويحصل تحديث تلقائي البيانات بعد كده الفيديو الرابع بتكلم على استخراج البيانات من مجلدات او من فولدرز الفولدرز يكون محتاجة على ملفات CSV وازاي كل ما بيضيف ملف جديد بيسعل تحديث تلقائي الفيديو الخامس بتكلم على ازاي ممكن تجيب بيانات من الاكسل وازاي ممكن اوديها للداتا موديل او الباور بيفوت وده هتكون اول مرة نتعرض الباور بيفوت في السلسلة دي طبعا في سلسلة جاية عن الباور بيفوت ولكن ده الفيديو ده بتكلم على ازاي الكويري بتشتغل مع الديتا موديل الفيديو بعد كده 5.5 او PQB 5.5 بتكلم على نفس الموضوع بالزبط نفس المثال هو هو ولكن بدل ما اجيب البيانات من اكسس ووديها اكسل حوديها الـ Power BI وده الفيديو الوحيد برضو اللي بتكلم على الـ Power BI ويعتر مقدمة ظريفة برضو اللي ما اشتغلش به قبل كده هتكون مقدمة ظريفة ممكن يستعين بيها الفيديو اللي بعد كده هنشوف زي ممكن يجي البيانات من الانترنت ونعمل بيها تقرير بشكل ظريف ودول سبع فيديوهات بيمثلوا الجزء الاول الجزء الثاني سبع فيديوهات برضو بتكرموا كلهم عن تحويل البيانات اول هاجبنا البيانات من المصادر المختلفة الجزء الثاني في الـ Power Query ازي اعمل Data Transformation او تحويل البيانات او الفيديو فيهم PQB07 ازي ممكن اقسم الاعمدة بس هنشوف ازي ممكن اقسمها للصفوف وده طبعا مهمة اوي هنشوف المسال العملية هيبين قد اي موضوع موضوع يكون مهم جدا الفيديو اللي بعد كده PQB08 بيتكلم على الاضافة او الالحاق او بنسميها بالانجليزي Append مهمة جدا احد اهم مهارات Power Query هو Append PQB09 لغاية PQB12 بيتكلم على Merge Queries هنشوف مرة متكلم على Merge Query مرة تانية بنستخدمها عشان نعمل مقارنة بين جدولين المسال اللي بعد كده اقول الفيديو بعد كده متكلم على حل مشاكل التكرار لما بيكون فيه بيطلع لي في الاوتبوت بتاعي ازي ممكن نحل المشكلة دي بعد كده هنشوف بيتكلم على Merge Query ازي ممكن تشتغل مكان السم إف العادية بتاعت الإكسل والفيديو الاخير في المجموعة دي بيتكلم ازي ممكن اعمل سرش جوه قائد بيانات سرش سنائي الابعاد يعني باستخدام اكتر من خاصية برضو هنستخدم فيها Merge Queries بس معاها كمان حاجة اسمها Unpivot و هنشوف نفس الاكشن ده ازي ممكن استخدمه بالمعادلات العادية اخر جزء او الجزء الثالث بتكلم على التحكم في الكويري او ده السيم الاساسي في ازي تحكم في الكويري موجود في تات فيديوهات PQB14 بتكلم على Function حلو قوي اسمها Excel.CurrentWorkbook وبنشوف ازي ممكن استخدم معي حاجة اسمها GroupBy و دي انا حاجة المهمة جدا برضو في Power Query عشان اعمل تلخيص لمجموع من البيانات PQB15 مثال ضريف جدا بتكلم ازي ممكن اعمل فلتر ديناميكي باستخدام Power Query و ازي ممكن ادخل خواص الفلتر ده من جوه ورقة العمل العادية والفيديو الاخير في السلسلة بتكلم على Duplicate و Reference و Append امتى استخدم كل واحدة فيهم و ايه الفروقات بينهم مع مثال عملي مهم جدا قبل ما نسيبكوا مع الموضوعات والفيديوهات المختلفة عايزين نشوف ازي ممكن نقدر نتنقل ما بين الموضوعات المختلفة جوه الفيديو الكبير ده ابو خمس ساعات او حوالي خمس ساعات الى رابع زي ما انت شايف ده description بتاع احد الفيديوهات لو بصيت تحتيه كده هتلاقي فيه كلمة شو مور لو دوست عليها هيفتح لك كل انا هكون اعمل حاجة شبه كده بالظلط موجودة تحت ده طبعا فيديو تاني مش نفس الفيديو ولكن زي ما انت شايف كده مثلا في دي اربعة و احداشر ده الموضوع الاول لو دوست على اربعة بوينت حداشر دي اربعة دوت حداشر دي هيوديك على طول على الجزء ده اللي هو في المثال ده مثلا اللي هو انشاء تصميك ده المحورية ولو نزلت تحتيها على طول زي ما انت شايف هتلاقي ملف في الاكسل ده اللينك بتاع وممكن تستخدم اللينك لو لسه مشتركش في القناة وسمح تشترك واعمل لي لايك لو اعجبك الفيديو واسب لي تعليق عشان استفيد من تعليقاتك وارجو انكم تستمتعوا وتستفيدوا من الفيديو واسبكوا مع الموضوع الاول والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في الفيديو الاول من سلسلة تحين البيانات على الاكسل مبادئ power query او PQB الفيديو ده PQB01 مقدمة شرح الpower query في الفيديو ده هنحاول نجاوب على ثلاث اسئلة موجودة فين الpower query وازاي بيشتغل الpower query editor كمان هيكون عندنا مثال عملي لكن قبل ما نبدأ بيه خلينا نشوف بسرعة ايه هي اجابات الثلاث اسئلة السؤال الاول فعليا فيه اكتر من سبب ازاب كثير جدا ممكن تخليك تشتغل الpower query لكن النهاردة هنتكلم على ثلاثة بس منهم اول حاجة الpower query بتساعدك انك تاخد بيانات او تستخرج بيانات من حاجات كتير قوي تقريبا من اي مصدر من csv file او من text file ممكن تاخدها من ملفات excel ممكن من folders ممكن من خدمات الويب او الانترنت ممكن تاخدها من قواعد بيانات زي ال access والsql كمان فيه مصادر اخرى نحنتكلم عليها السبب التاني يستخدم power query ان انت تقدر تعمل الاطوميشن للشغل من غير vba او من غير اي كودنج لان الpower query جزء من الاتر هتلاقي حاجة اسمها ودي بتعمل فيها saving لكل الخطوات اللي بتنفذها جوة الpower query بمعنى كده انك ممكن تستخدمها مرة وراء مرة سواء على نفس مجموعة البيانات المشتغل عليها او لو في مجموعة بيانات جديدة جايالك السبب التالت هو ان ال excel في حد اقصى للصفوف وهو مليون صف وكمان لما بستخدم حتى اقل من مليون صف ولكن معادلات كتير بيكون الاداء بطيء جدا ولكن مع power query منفيش حد اقصى للصفوف وكمان سرعة اداء ال excel بتكون اكتر بكتير وحجم الفايل اللي بيكون شغال بالpower query بيكون اصغر كتير لو انت واخد الفايل بتاعك على excel sheet عادية السؤال التاني فين موجود power query وده بيعتمد على ال version انت شغال عليها من ال office فانت لو شغال على office 365 مش هتلاقي حاجة اسمها power query لكن هتلاقي في data ribbon على الشمال هتلاقي فيه سكشن اسمه get and transform وهو ده موجود فيه كل options الpower query نفس الوضع بالنسبة ل excel 2016 هتلاقي برضو في data ribbon حاجة اسمها get and transform ومش هتلاقي كلمة power query لكن لو انت شغال على office 2010 او 2013 هتحتاج تعمل تحميل وتثبيت لوظيفة power query هتلاقي ساعتها لما تنزلها هتلاقي فيه رابن اسمه power query وهيكون فيه كل ال options بتاعت الpower query السؤال الاخير اللي هنحاول نجاوب عنه هو ازاي بيشتغل الpower query editor وده هنجاوب عنه اكتر واحنا شغالين بسكل عملي لكن خليني اقولك ان انت عشان تشتغل على power query editor هو شغال في ويندو منفصلة تماما عن ال excel هوافر وانت شغال عليه مش هتقدر تشتغل على ال excel لازم الاول تقفل واتقرر اذا كنت عايز تسايف او ما تعملش سايف للي عملته في الكويري وبعدك هتشتغل بشكل طبيعي على ال excel وده شكل الpower query editor وخلينا نتكلم عنه واحنا نتكلم عن المثال العملي ويلا على طول نروح على ال excel ونشوف المثال بتاع النهاردة في المثال العملي النهاردة عندنا مجموعة من البيانات برضو مستخرجة من تقرير مبيعات ولكن جاية كلها فيه عمود واحد فهتلاقي هنا اول جزء ان الخلية فيه تاريخ وبعد كده مبلغ المبيعات وبعد كده نسبة الكميشن وبعد كده اسم رجل البيع او sales rep والمطلوب مني وديتها شكلها اعمل كده زي ما انت شايف ما بتساعدنيش قوي لكن مطلوب مني ان انا اعمل pivot table ال pivot table ده اقدر اريبورت بالسيلز ولكن analyzed by sales person طيب عشان اعمل كده فانا محتاج اشتغل على ال power query editor زي ما اتفقنا وحلاقيه فين زي ما قلنا انا شغال على office 365 فهروح على ال data ribbon ومن ال data ribbon هلاقيه على الشمال هنا get and transform لكن علشان ال power query تاخد مني دي بشكل كويس فيفضل اني احولها الى table format قبل ما اشتغل يعني احولها الى الجدول من جداول ال excel وانا واقف اي جوه اي cell في ال data set دي هادوس على shortcut ctrl T هيفتحي درج بوكس زي ما انت شايف وبيسألني اذا كان عندك هادرز وبيأكد علي ال range فانا تمام فهيحوله على طول ال table ومن ال table design ribbon اقدر روح على الشمال هنا وديه اسم طبعا وانت شغال في ال power query ضروري جدا تدي اسم لمعنى لأي مجموعة من البيانات او لأي table انت شغال عليه فانا هسميه sales وادوس على enter انا دلوقتي جاهز اقدر روح على ال data ribbon ثاني ومن على الشمال من get and transform حالي ايكون صغير لو افتع عليه وعملت hover سيكتب لك from table or range فانا هاختار ده على طول هيفتح لي power query editor قبل من نبدأ شغل على power query editor تعال بسرعا نبص على الأقسام الرئيسية بتاعة power query editor المنطقة اللي فوق دي كلها هي منطقة menus انا عندي هنا خمسة menus وهم و transform و add column و view طبعا ما شاء الله نتكلم عليها كلها بالكامل لكن هنستعمل بعضها واي حاجة هنتكلم عليها هنشرحها بالتفصيل على الشمال هتلاقي فيه سهم لو دوست عليها هيحصل expansion للأريا دي وهنا هتلاقي لستة بكل الكويريز اللي موجودة في الworkbook المنطقة اللي اعلنين دي منطقة مهمة جدا اسمها power query settings ومقسومة نصين جزء اولاني properties واول حتة موجودة فيه هو اسم الكويري هي اسمها sales نفس اسمه table خلينا نسميها sales and sales rep ودوس enter كده خلاص انا غيرت اسم الكويري المنطقة اللي بعد كده في نفس الكويري settings area حقيحة اسمها applied steps ودي زي ما قلتلك اهم حتة عندي لان المنطقة دي فيها كل الخطوات اللي انا هشتغل عليها المنطقة اللي في النص دي موجود فيها preview للديتا بتاعتك كل اللي انا باصس عليه ده ما هو الا read only version من الديتا مقدرش اغير فيها اي تغيير هعمله مش هيحصل في الديتا الاساسية هيحصل بس عندي في الكويري بتاعتي طب تعالا نرجع تاني للapplied steps احنا كلاما ان فيه automation بيحصل ازاي بيحصل الاتوميشن ده؟ اصلا الpower query كلها مبنية على computer language اسمها mcode هوافر عشان انا عندي الpower query editor ده فانا مش محتاج اكتب اي كود في 90% من الحالات اللي بستخدم فيها الpower query ولكن مع كل تغيير بعمله او كل step بزوده هنا عن طريق الانترفيس ده بينتج عنها كود بيتكتب و steps بتكتب عن طريق ال m code ده ولكن بتكتب بشكل تلقائي او بشكل اوتوماتيكي طب انا عندي هنا مثلا حصل عندي two steps step الاوانية هي source السورس اللي جالي منه المعلومات بتاعتي وعشان اشوف ال step ده او الكود بتاعها ممكن اروح ابوص على formula bar زي ما انت شايف هنا فيه هنا formula bar اللي هي fx دي قدامها formula bar ودي عبار عن function اسمها excel.currentworkbook وكل اللي عملته ناس تخرجت المعلومات من ال table الخطوة الثانية هي generated automatically من ال excel هو الواحد والexcel حاولي تنبأ بال type بتاع ال data وحطه as text طب لو انا حبيت اشوف الكود بالكامل لها مكتوبة فين لو روحت على view هنا حلاقي حاجة اسمها advanced editor وحلاقي عندي هنا الكود بالكامل ادي الكود بالكامل بتاع الكويري عبارة عن let و in وفي النص الخطوطين بتوعي واحدة اسمها source واحدة اسمها change طيب ولو حبيت ابوص على الكود بتاع كل step اقدر ابوص عليه من formula bar اللي موجودة هنا طيب تعال نبدأ نشتغل على الكويري بتاعتنا اول حاجة هعملها انا مش محتاج اللي عمله ال excel automatic فحروح على منطقة ال applied steps دي وعند change type حاليا جنبها علامة x حدوس عليها فهيمسح ال step دي وبقيت واقف عند source اول حاجة همحتاج اعملها هنقسم ال data دي ل 4 columns طيب هعمل كده ازاي هروح عند home وفي منطقة بتاع transform دي حاليا حاجة اسمها split column لو دوست عليها هيديني كل option بتاعت split columns في الحالة بتاعتنا احنا عايزين by delimiter لان زي ما انت شايف بتاعتنا هي متقسمة by delimiter اللي هو السمي column اللي هو الفصلة اللي فوقيها نقطة دي بس مش بس السمي column فيه كمان space قبليها و space بعدها اول ما حدوس على split column هيفتح لي ال dialog box ده وهيقول لي عايز تسبلت ازاي فال options الموجودة قدامي في ال drop down فيها space وفيها column وحاجات كتير لكن ما فيهاش space colon space فانا محتاج اكتبها بنفسي فهاختار custom هيفتح تحتية ويندوز وغيرها هكتب فيها space semi colon space وحيسألني انت محتاج تسبلت من الشمال بس ولا من المين بس انا هقول له عايز معناها ان كل ما تلاقي ال delimiter بتاعي اللي هو space وقمى و space لو سمحت اقسم لي العمود العمود جديد اول ما حدوس على اوكي هتلاقي ال action اتنفذ بمنتهى السرعة والسهولة بقى عندي اربع عواميد وهو انتج لوحده change type تاني والواحده قدر يحاول يفهم كل نوع من ال data ايه طبيعته بالزبط اول واحدة عارف انها تاريخ تمام ازاي عارفت انها تاريخ هتلاقي هنا ايكون زي calendar كده موجود هنا ولو رحت على ال home ribbon فوق هتلاقي data type اسمها date انا كده تمام ال column اللي بعديه اللي فيه amount كتب جنبه 123 معناها whole number او رقم صحيح انا تمام نسبيا لكن يفضل ان ادوس عليها وغيرها ل decimal number وهنا الاول ما دوست على change type سألك انت عايز تريبليس ال current step او عايز new step انا بالنسبالي خلينا نريبليس ال current step اللي بعد كده النسبة المئوية هو حس ان هي decimal number عشان كده هتلاقي ال icon one point two انا ممكن كمان اغيرها وخليها percent ولو بصيت هنا هتلاقي اخر واحدة هو الواحدة وعرف ان هي text اهو الرمز بتاع التكست ولو افتع ال column ده هتلاقي مكتوب هنا text فانت كده اوكي فضلي بس اغير اسامي ال column لان هو هذا زي ما انت شايف ما دفولت data one data two وهكذا فانا هغيرها سيقبلي name ازاي زي ما انت شايف بس double click على ال header وما فيش مشكلة اعتقد انا كده جاهز ال data بتاعتي جاهزة اقدر اعمل بها report اللي انا عايزه طيب هعمل كده ازاي انا كده عملت extraction زي ما انت شفت جبت data بتاعتي عملتها استخراج من ال excel وعملتها transformation او تحويل جوة ال power creator والخطوة للنقصة ان انا عمل لها loading تاني في مكان ما هعمل كده ازاي من ال home ribbon على الشمال خالص في حاجة اسمها close and load لو دوست عليها ال default بتاعه انه هيوديها في excel table لكن يفضل يندوس على السهم اللي تحت ده هو اختار close and load 2 ليه؟ هيرجعني تاني على ال excel وحيديني ديالوجبوكس الصغير ويقول لي عايز توديها فين بالزبط انا بالنسبة لي اوكي عايزها في table لكن عايزها في ال existing worksheet واخدها تحت ال requirement هنا موجودة على طول ودوس على اوكي هتلاقي اتكاري table في ال excel وفي ال 4 columns بتاعتي ادرت افصل ال data زي ما انت شايف ال 4 columns وسمي ال columns زي ما انا عايز وحلاقي هنا window فتحت لي او pane صغيرة كده فتح تعليمين اسمها queries and connection وقالك انت عندك one query فيها 92 row loaded من ال table ده اقدر اعمل pivot table وانا واقف جوه اي cell جوه ال table الجديد خد بالك ال table الجديد اللي حصل فيه transformation ممكن استعمل shortcut بتاع keyboard alt and v عشان يكاريت لي pivot table على طول عارف انه هو من table اسمه sales and sales wrap انا عايزه برضه في ال existing worksheet وحقول له لو سمحت ولله يحطه لي جنب ال table ده ودوس على اوكي حلاقي فيه pivot table بيتكاريت ودي ال pivot table fields خد ال amount وحطه في values right click واعمل number formatting لو سمحت تعال اخد ال sales rep name وحطه في ال rows ال report بتاعك خلاص جاهز طب انت في الاول قلتنا ان فيه automation انت ازاي بتقول ان فيه automation ايه اللي حصل انت عملت split كان ممكن تعمله في ال excel وبعد كده عملت pivot table فيه automation في الموضوع automation حضرتك ان ال data دي كلها بتاع سنة 2017 وانا عندي data مشابهة ليها بتاع سنة 2018 موجودة في الشيت دي لو خدت منها copy زي ما انت شايف ورحت على 2017 تاني وانزلت تحت خالص في اول وقلت له control v عشان اعمل paste حلاقي ال table بتاعك بيكبر ولو افتع ال table ده وعملت right click وقلت له refresh حلاقي نفس الخطوات اللي اتطبقت على 2017 اتطبقت كمان على 2018 وحصل splitting لل data زي ما انت شايف التاريخ هو 2018 بشكل اوتوماتيكي من غير ما اعمل اي حاجة مجرد ان ادست refresh ولو رحت على pivot table وعملت right click ورفresh مرة كمان ورحت جبت ال date وحطيته في ال columns هتلاقي عندي سنة 2017 وسنة 2018 النهاردة عرفنا احنا ليه محتاجين نستخدم power query كمان عرفنا موجودة فين power query وعرفنا ازاي اقدر اشتغل مع power query editor بشكل مبسط او بشكل سريع واخدنا مثال عملي على كيفية فصل data جاية في عمود واحد لعدة عاميد وقدر اعمل منها report وكمان اقدر اعمل automation ال process دي ممكن اقرارها مئات المرات لو ع نفس ال data set او لو جات لي data جديدة بشكل سريع جدا ويجاست محتاج ادوس refresh شوف السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسات تحين البيانات على ال excel مبادئ power query او PQB الفيديو ده PQB02 بيتكلم على استخراج البيانات من نفس ملف ال excel وحنشوف فيه ثلاث طرق ازاي استخرج البيانات من نطاق مسمى او نطاق لي اسم او named range او لو عندي جدول ازاي ممكن احط البيانات على طول في power query ولو انا لا عندي جدول ولا عندي نطاق لي اسم ازاي هيشتغل موضوع loading data على power query واحنا شغالين حنبص على شوية امكانيات ال power query منها ازاي احزف عمود ازاي اعمل قائمة فريدة او قائمة فريدة ديناميكية يعني dynamic unique list احزف المكرر ولما يضاف data جديدة يفضل برضو يحزف المكرر مهما زودت data او معلومات جديدة ويحدث القائمة دي تلقائيا ازاي اقدر اعمل حسف او تغيير لخطوات مطبقة قريدي سواء كانت الخطوات دي معمولة automatic من الexcel او انا اعملها بنفسي ازاي ممكن استخدم معادلة جوه جدول مستخرج من power query وازاي المعادلة دي بتحدث نفسها بشكل تلقائي مع تحديث ال query وازاي ممكن اضيف بيانات جديدة على البيانات اللي انا اشتغلت عليها ومع ذلك كل البروس اللي عملتها ممكن تشتغل بشكل automatic في المثال بتاع النهاردة عندنا المبيعات الشهرية للربع الاول triple a bike shop عندنا جاية في 3 عمدة العمود الاول زي ما انت شايف في اسم الشهر العمود الثاني في اسم ال product والعمود الثالث في sales value لكن زي ما انت شايف الشهر مش اسامي شهور هو جاي في تاريخ وتاريخ نهاية كل شهر بالشكل اللي حضرتك شايفه انا المطلوب مني ان اجرب اعمل لود للديتا دي مرة من named range زي الحالة اللي قدامنا دي لو قفت هنا وفتحت البوكس بتاع ال name زي هنا حاجة اسمها بايكس q1 لو دوست عليها هو ده الرينج اللي انا سميته q1 نفس الديتا متقررة تاني لكن في range مالوش اسم مش متسمية ونفس الديتا متقررة تاني ولكن في table والتابل ده احنا مسمينه زي ما انت شايف بايكس فانا مطلوب ان انا اعمل لود 3 مرات كل مرة بشكل مختلف ومطلوب ان انا انشئ سامري للديتا دي مرة بالproduct ومرة تانية بالشهر واستخدم الpower query عشان تعملي unique list مرة هبقى محتاج unique list لأسامي المنتجات ومرة unique list للتاريخ او للشهر طيب تعالى نشوف هنعمل كده ازاي تعالى نبدأ بالمثال الاولاني اللي هيكون في الديتا بتاعتي موجودة في range لي اسم او named range وانا واقف جوه اسل جوه الرينج هروح على data ribbon زي ما اتفقنا وهروح على الحتة بتاعت get and transform اللي هي فيها الpower query وهروح على الزرار بتاع المرة اللي فاتت ده لو عملت hover عليه حلائي from table or range لو دوست عليه هيفتح لي automatic الpower query editor قبل ما ابدأ اشتغل محتاج اول حاجة اتاكد انا عندي اسم مناسب للpower query هو اخد الاسم بتاع الرينج وسمى الكويري بالاسم ده مافيش مشكلة بايكس Q1 اسم كويس ما عنديش مشاكل هو عمل خطوتين automatic خليني اشيلهم عشان اشيل اي خطوة في الapplied steps دي هروح على ال اكس اللي في الجنب دي وادوس عليها وادوس على الخطوة التانية واسيب بس السورس السورس هو عبارة عن فورمولا اسمها excel.current workbook وراح جاب ال name اللي اسمه بايكس Q1 وجاب ال content اللي جواه تمام جدا مفيش مشكلة طيب تعال احنا بقى نبدأ نوضب ال data بتاعتنا عشان نعمل ال unique list زي ما انت شايف ال data لما جات هنا هتلاقي فيه حاجة اسمها column 1 تحتيه month بعد كده التواريخ حاجة اسمها column 2 تحتيها اسم المنتج product name وبعد كده اسامي المنتجات طب انا مش عايز كده انا محتاج ان ده اول صف اللي هو صف رقم واحد ده يبقى هو عنوين الاعمدة طب اعمل كده ازاي مفيش مشكلة من home ribbon هروح على يمين شوية في حتة اسمها transform وهاختار حاجة اسمها use first row as header اول ما حدوس عليها هتلاقي الاسامي بتاعت العواميد اتغيرت زي ما انت شايف بالشكل طيب انا محتاج unique list باسامي المنتجات زي ما اتفقنا فانا هعمل remove اقدر اعمل remove للمنث واقدر اعمل كمان remove لسيلز مش محتاجهم طيب وممكن اعملها بطريقة اسهل من كده خليني اشيل اعمل delete ل removed columns رجعت تاني على وضع القديم اعمل ايه بقى ممكن اختار product name واعمل right click وحلاقي حاجة اسمها remove other column طبعا اسرع لو انت عندك columns كتير وهذه الخطوات كلها متسجلة اي خطوة اقدر ارجع فيها بشكل جميل طبعا مش عايز حد يخاف يقولي انت مسحت ال data لا حضرتك ال data دي كلها موجودة زي ما هي في ال range اللي احنا شغالين فيه زي ما قلنا قبل كده ده مجرد view لل data او read only version من data الخطوة اللي بعد كده عايز بقى unique list من اسامي المنتجات مفيش مشكلة وانا مختار ال column الوحيد اللي عندي هروح على home ribbon تاني وحاجة اسمها remove rose وهاختار remove duplicates بالزبط زي ال excel انا كده جاهز اقدر اعمل load اللي ال data بتاعتي close and load to هيفتح لي ال direct box الجميل بعد ما يقفل ال power query editor وهاختار منه من انا محتاج existing worksheet وعايز يكون في table وهاختار ال cell اللي اسمها F5 وهدوس على ok هيعمل لي unique list زي ما انت شايف بالشكل ده وهتلاقي ال pane بتاع queries and connection فتحت وظهر لي query اسمها bikes q1 وفيها اربعة روز طيب تعال ناخد ال option اللي بعد كده لو انا عندي بقى range مهاش في name ولا هو table ولا اي حاجة خالص وحبيت اودي power query مباشرة هستخدم نفس الزرار اول ما هتدوس عليه هتلاقيه هو الواحد وعايز يكريتلك table ويقولك ان ده لازم تحاوله table او يكون range لي اسم طبعا لو قلت له وكيه هيفتح ال editor لكن هيددي ال table اسم عشوائي مثلا table 1 table 2 ودي حاجة مش كويسة فانا ما فضلش انا استخدم الطريقة دي خالص وعشان كده انا هعمل cancel وحنروح على طول ال option التالت لو انا عندي table هختار اي cell جواه table وادوس على نفس الزرار وهو هتلاقي فتح ال power query editor وهتلاقي اخد اسم ال table اللي هو bikes وخلاه هو اسم query خد بالك المرة اول خطوة اسمها source نفس الكلام متشابه جدا مع المعادلة اللي احنا شفناها في المرة الاولانية بعد كده مفيش بقى promote header ليه؟ لان ال table نفسه ليه header فهو فاهم على طول ان ال headers اللي موجودة في ال tables هي اللي انا هستعملها في ال query فعلى طول هو حاول يعمل change type حاول يتنبأ بالبيانات اللي موجودة هنا طيب المرة دي الموضوع مختلف شوية انا محتاج اشيل اسم ال product مش محتاجه ومحتاج اشيل sales value نفس الكلام والشغل كله هيبقى على month زي ما انت شايف month هنا هو شايفه date و time يعني تاريخ ووقت انا مش محتاج الوقت و اختار و لو بصيت على الايكون الموجود هنا هتلاقي جدول او calendar و جنبيها ساعة انا مش محتاج الساعة دي لو دوست هنا ممكن اغير type واختار date بس كده بقى عندي query جاهزة كل اللي فاضل ان انا برضو اقوله remove duplicates عشان اخليها unique list بالشهور و اروح عنا close and load to و هعمل نفس اللي عملنا المرة اللي فاتت و المرة دي هاختار q5 و اقوله اوكي كده بقى عندي listة بالشهور وشهور متمثلة باخر يوم في كل شهر و هنا عندي listة بالبايكس ممكن بسهولة جدا اضيف column على الجدول ده و ابدأ احسب summary بتاع السيلز فممكن هنا اسمي الكلوم ده sales و enter و sum ifs function سريع جدا هنا هاخد ال sum range و هيكون هو ده و هعمل comma عشان اختار criteria range و هتكون هو ده طبعا ما تنساش تستخدم F4 عشان تثبت range وبعد كده هاختار criteria اللي هي هتكون هنا اسم المنتج و هقفل و دوس enter و هتلاقي المعادلة حسباتلك automatic ممكن نعمل number formatting سريع و double click عشان اخد المعادلة لغاية الاخر و الدنيا كده تمام بقى عندي summary بالproduct تعال نروح هناك و نعمل نفس اللي عملناه نفس الكلام المرة دي summary بالشهر نفس المعادلة بالزبط هتساوي sum ifs و هاختار sum range المرة دي اسهل على طول مش محتاج بها F4 زي ما انت شايف هو استخدم عنوان العمود على طول علشان انا باستخدمه جوه table و هعمل comma عشان اختار criteria range و المرة دي هيكون الشهر هاختار بنفس الطريقة عنوان العمود هو هكتبها لك automatic و الكريتيريا بتاعتك المرة دي هتكون تاريخ بتاع الشهر لو استخدمت هنا الايكون الصغير ده و قلت له override all cells حيكمل معاك المعادلة لغاية الاخر اعتقد احنا كده تمام اعتقد هنا بس محتاج number formatting كده لفضل حضرتك ان انا اعمل تحديث للبيانات ببيانات الكورتر التاني ببيانات الجديدة لو روحت على q2 sales sheet حلاقي هنا في بيانات بتاعت الكورتر التاني هاختارها من تحت الهيدر كلها و control c واروح على q1 sales وانزل تحت ال range ده واعمل control v انا اتوقع المفروض ان انا لعملت refresh المفروض ان انا اشوف ده جديدة دخلة لان احنا قلنا قبل كده ال query بتساعد على automation تعال كده نجرب ممكن refresh من مكانين ياما اقف هنا واعمل right click واقول له refresh ياما اروح على queries and connection plane وحلاقي على يمين نزول الهار بتاع refresh ممكن استعمله عملنا refresh وما حصلش اي حاجة وحرك ده عشان سببين لو تفتكر ده احنا كنا عاملين query دي من named range لو جيت هنا واخترت q1 sales هتلاقي range مش كامل دي اول مشكلة هتواجهك المشكلة التانية كمان حتى المعادلات نفسها مش شاملة غير بس الجزء اللي كان موجود في الاول فبالتالي علشان اعدل query دي او احدس query دي فانا محتاج ان انا اول حاجة اغير range واخليه ياخد معاه بقية الروز والحاجة التانية اعدل المعادلات كلها اللي موجودة هنا علشان يحسب بشكل كويس طب تعال نعمل نفس التجربة دي ولكن في الجدول لو اعملت ctrl c وروحت هناك على الجدول وجيت تحتيه وقلت له ctrl v زي ما انت شايف الجدول بيتمدد بشكل تلقائي وبالتالي كمان query هتاخد ديتا جديدة لو عملت لها refresh من هنا query اسمها bikes اعمل لها refresh هتلاقي الثلاث شهور زادوا وحتلاقي الارقام كلها updated والمعادلات كمان عشان مبنية على عنوين الاعمدة زي ما انت شايف واحنا عندنا فيديو بيتكلم على الموضوع ده هحط اللينك بتاعه تحت وهتلاقي فوق دلوقتي واحنا بنتكلم card لو دست عليه هيوديك على الفيديو اللي بيشرح عنوين الاعمدة واستخدامها في المعادلات بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة احنا بكده اهلا بكده و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلات تحيلي بنات على الى اكسل بي كيو بي او مبادئ باور كويري الفيديو ده بي كيو بي بي 0 3 تجميع الموازنات باستخدام باور كويري النهاردة هنشوف ازاي لو عندي انا مسؤول عن عمل budget او موازنة تقديرية ومثلا بعمل الجزء بتاع ال operating expenses او مصاريف التشغيل وطبيعي عندي ادارات مختلفة جوه الشركة وبوزع عليهم template عشان يحطوا عليها ال expectations بتاعت المصاريف وبعد كده بتجيدي ال sheets دي عشان اجمعها مع بعض واقدر اعمل منها report واحد واتفرج عليها بشكل كويس فهنشوف النهاردة ازاي اعمل دمج للموازنات في pivot table واحد او جدول محوري واحد باستخدام power query هنشوف ازاي وانا واقف على excel sheet جديد خالص مفيهوش اي حاجة اقدر اروح اجيب البيانات من ملف excel تاني وازاي اقدر استخدم اسماء اوراق العمل او اسامي ال sheets علشان احطها في عمود جديد مش موجود في ديت الاصلية وازاي ممكن اعمل تحميل للكويري اللي انا انشأتها على pivot table او جدول محوري وازاي بعد اما اعمل التحميل بتاعي ده ممكن اعمل تعديل للكويري وكمان هنشوف ازاي اقدر احول الصفوف الى اعمدة علشان اخلي الديتا اجهز او افضل للعمل مع ال pivot tables كل ده باستخدام ال power query في المثال بتاع النهاردة زي ما انت شايف معايا excel sheet فيها ال row data ودي عبار عن التمبلت اللي حدتك ادتها للناس اللي في ادارات المختلفة علشان يدولك فيها تقديراتهم للمصروفات بتاعت السنة فزي ما انت شايف عندي column في ال accounts وعندي اتناشر شهر وزي ما انت شايف تحت هما ستة sheet فيها finance والHR والIT والmarketing والoperations والsupply chain ولو حاولت اتقلب هتلاقي ان ال 6 sheets دول كلهم identical كلهم زي بعض بالزبط نفس اللي اقود بالزبط نفس عدد الصفوف ونفس عدد الاعمدة ما يهمنيش عدد الصفوف وانا شغال في المثال ده ولكن يهمني ان عدد الاعمدة يكون واحد ويفضل كمان تكون التسميات بتاعتها متشابهة المطلوب مني ان انا اجمع دول كلهم في sheet واحد مش كده وبس لو خدت بالك مثلا الفاينانس هتلاقي هنا الاكاونتس على الشمال وهنا الشهور والبيانات او الديتا بتاعتي موجودة في التقاطع بتاع الشهور مع اسامي الاكاونتس لكن ما عنديش كلمة finance مكتوبة جوه sheet فانا محتاج كمان استخدم اسم كل sheet علشان اقدر اميز كل data جاية من ان هو ادارة طيب الكلام ده هعمله ازاي بالpower query انا مش عايز الexcel sheet دي خالص انا بس قلت نتفرج عليها فانا ممكن اقفلها تماما واروح على sheet بيضة جديدة خالص فهنقفل دي ودي excel sheet جديدة خالص مفيهاش اي حاجة كل اللي هعمله ان انا هروح اشاور على الفايل اللي موجود فيه الديتا بتاعتي وطبعا ده في ميزة مهمة جدا ان كده حضرتك الديتا الاصلية مش هتمسها خالص ومش هتغير فيها خالص اقدر اشتغل عليها وهي موجودة في مكان تاني ويقدر زميل لي برضو يشتغل عليها بشكل مختلف خالص وفي الحالتين لنا ولا هو هنغير حاجة في الديتا الاصلية عشان اروح على power query زي ما انا عارفين هنروح على data ribbon ومنع الشمال get and transform ده المكان بتاع power query وحروح على get data وعلى from file هختار from excel workbook والمطلوب مني ان اروح اشاور على الفايل او اختار الفايل اللي في الديتا ده الفايل الموجود في الروديتا بتاعتي هختاره وحقول import اول ما هعمل كده هيفتح لي حاجة اسمها power query navigator ونفيجيتر ده زي ما انت شايف بيشاور على او بيوريك كل الobjects اللي موجودة جوة ال excel file فزي ما انت شايف انا عندي 6 sheet كل sheet هو شافها في object مستقل لو عندي tables او حاجات اخرى او حتى named ranges هتلاقيها موجودة وسط الobjects دول وبيسألك انت عايز تشتغل عن انه واحدة فيهم طبعا انا عايزهم كلهم بس خليني الوقتي اختار اي واحدة وليكن finance واروح على ابص هنا في ال preview هتلاقي فعلا جاب لي data preview فممكن اعمل load بس انا مش هعمل كده انا عايز اعمل transform واول ما هادوس على transform هيفتح لي power query editor في power query editor جاب لي فعلا ال table بتاع finance وحتلاقي حتى تمسمي هنا query finance طبعا الاسم ده مش مناسب لان ده مش هيبقى finance فانا هسميها OPEX فهختارها من هنا من على اليمين وسميها OPEX او operating expenses او مصاريف التشغيل وادوس enter وتعال ابص هتلاقي فيه اربع خطوات اتعاملت automatic اول واحدة source راح جاب ال data ولو اخترتها هتلاقي ان هو جابها ب function اسمها excel.workbook وراح على عنوان الادة holo وجاب لي content اللي موجود جوه زي ما انت شايف جاب لي المنظر اللي شفناه واحنا بنعمل navigation جاب لي ال 6 sheets وجاب جنبها حاجة اسمها data و table فجاب ال 6 table لو اخترت من table ده من على اليمين في الابيض ده هتلاقي هنا data بتاعتك موجودة وادى لك بعد كده شوية بيانات متعلقة بكل sheet فقال لك ال kind بتاعها اسمها ايه او ايه ايه ال object ده ده قال لك ده sheet وهيدن ولا مش هيدن فكلهم false يعني كلهم مش هيدن فالعملية تمام بعد كده انا عشان عملت ال navigation اخترت ال finance فهو راح بس على ال sheet بتاعت ال finance بس انا مش عايز خطوات ال navigation لان انا محتاج ال source نفسه انا عايز ال data الاصلية كل الخطوات ال automatic دي انا مش عايزها اللي هي navigation و promote header و change type فممكن اقف على navigation دي واعمل right click وقوله delete until end مش عايز كل ال excel عامل ال automatic بيسألك بيتأكد ان انت عايز تمسح الخطوات دي فانا متأكد وهقول له لو سمحت delete رجعني تاني على ال source زي ما انت فاكر احنا قلنا ال table بتاع كل sheet ما فيهوش اسم department بس موجود فيين موجود في اسم الشيت اللي موجودة على الشمال هنا فانا محتاج ال data اللي موجودة تحت دي اللي هي ال data او ال content بتاعت كل sheet ومحتاج كمان اسم الشيت لكن مش محتاج الباقي فعايز اعمله delete فممكن اختار اول column وانا دايس على shift اروح لغاية اخر column عشان اختارهم كلهم واعمل right click واقول له remove columns هيعمل لي خطوة جديدة اسمها removed columns وتبقى عندي بس two columns واحد فيه name والتاني فيه data طب انا محتاج ال data اللي جوه ال table خد بالك طالما هنا فيه table او content جوه ال data دي هتلاقي دايما السهم اللي هو سهمين مش بصين لبعض دول ده معناها انا ممكن اعمل expand expand يعني ممكن افتح ال data دي واشوفها كلها قدامي وده انا عايز اعمله بالزبط فحادوس على expand هيفرد لك كل ال columns اللي موجودة وما تنساش تعمل uncheck use original column as a prefix وحادوس على okay هيفرد لك ال data كلها وحيسيب على الشمال ال name اللي هو فيه اسم sheet ولسه موجود فوق واسمه name خد بالك انت هتلاقي اول column انا ااسف هتلاقي اول صف موجود في اسامي الشهور وانا محتاجي بقى ده ال header فطبعا سهلة جدا وانا واقف على home ribbon هروح على transform وحروح على use first row as headers واول ما هدوس عليه حلاقي عندك خلاص بقى فيه account وjanuary وfebruary وهكذا لكن في الاول column اخد finance حطها فوق وده برضو مش مزبوط هعمل double click عليها وعايز اغير الاسم وحسميه مثلا cost center ده مركز التكلفة فمراكز التكلفة عندي finance و HR و IT وهكذا فكده عندك العملية بقت مزبوطة لكن هتلاحظ هنا ان هما كانوا 6 جداول وكل جدول فيه انوان او فيه header فانا مش عايز ال headers اللي جاية بعد كده فممكن مثلا من جانيوري اختار الفلتر من هنا واروح على الحاجة اللي مكتوبة زي وعملها uncheck فكده شلت كل ال header اللي انا مش محتاجه هدوس على اوكي هلاقي كل جانيوري خلاص اختفى محتاج اتأكد data type بتاعتي مزبوطة خد بالك هنا هتلاقي ABC دي معناها ان هو شايفها text و ABC يعني text هنا ABC او 1 2 3 فهو مش عارف بالزبط احتمال تبقى text واحتمال تبقى number ولو روحت على data type 4 هتلاقي مكتوب any عايز اغيرها دوس هنا ولو سمحت اقول له عايزها decimal number انا عايز اغير كمان بقية ال column فانا مختار ال header هفضل days عليه وادوس على shift واعمل scroll لغاية الاخر خالص واختار اخر واحد عشان يختارهم كلهم واروح على data type واختار decimal number هتلاقي غير لك كل ال headers بتاعتك ال icon اللي كان في ال header بدل ما كان ABC 123 بقى كل 1.2 معناها ان كل دول بقوا decimal number كده حضرتك data بتاعتك جهزة ممكن تعملها load تعال نجرب نعمل load هنروح على close and load ونروح على close and load 2 وفي ال Excel sheet بتاعتك انا هختار table في ال existing worksheet وليكن في B2 وادوس على okay هيعمل loading للجدول بتاعك وزي ما انت شايف بقت كل حاجة موجودة في ال Excel table وعلى يمين هنا هتلاقي queries and connection وقال لك ان في 36 rows حصل لهم loading زي ما انت شايف بالشكل ده لكن طبعا حتفقنا ان الشكل ده مش هيبقى مناسب لل pivot table فانا محتاج اخلي الشهور اخلي عندي column جديد اسمه month وتكون الشهور تحت بعض وقفر ال table ده لتحت طبعا حيتول شوية ولكن حيبقى اسهل في ال analysis طيب ازاي ممكن اعمل كده ما عنديش مشكلة رغم ان انا قردي اعملت loading لكن اقدر اروح تاني على query الوحيدة اللي عندي اللي هي OPEX واعمل عليها double click حيفتح لي تاني ال editor الحركة انا عايز اعملها دي بسموها un pivot منظر اللي انت شايفو ان الشهور في الاعمدة واسامي الاكاونت واسامي الكوست سنتر موجودة في ال rows وال values موجودة في التقاطع ما بين الاعمدة والصفوف ده بيسموه pivot format فانا عايز اعمل un pivot يعني عايز انزلهم كلهم يبقى عندي بس اربع اعمدة في الجدول ده الموضوع بسيط جدا هختار اول two columns وانا واقف عليهم هعمل right click وهختار حاجة اسمها un pivot other columns طب ليه ما عملتش pivot columns عشان اعمل pivot columns محتاج اختار الشهور كلها هم اتناشر شهر فاسهل لي اختار الشهرين اللي مش عايز اعمل لهم pivot واقول له un pivot other columns بص على اللي هيحصل فرد لك الجدول اللي تحت بمنتهى السهولة وانشأ لك two columns جداد واحد اسمه value اللي فيه amounts والتاني اسمه attribute ده محتاج بعد كده انا اغير اسمه واخليه month double click على header وسميه month ودوس على enter انت كده تمام ممكن كمان تشيل zeros ما عندكش مشكلة هفتح الفلتر وانشك الزيرو عشان اصغر حجم الديتا اللي ملهاش لازمة فانت كده حضرتك ready ممكن ارجع تاني واعمل close and load او ممكن كمان اقفل من السهم اللي فوق وحيسألك عايز تعمل save save يعني keep او discard يعني not save فانا عايز اعمل keep هيقفل بص هيحصل ايه في الجدول ده automatically حيغار شكل الجدول وهتلاقي عدد الروز زادت بـ 194 بعد ما كانت 36 والعملية كده بقى سهل جدا ان اعمل لها pivot table طبعا الديتا اللي عندي دي صغيرة فقدر احطها على الجدول ولكن تخيل الديتا دي ممكن تكون كبيرة جدا لدرجة ان انت مش ممكن تحطها على excel sheet ممكن تبقى 10 مليون رو فعايز احطها على طول على ال pivot table من غير ما عمل لها loading على table وده موضوع سهل جدا لو افتع الكويري تاني عملت hover كده عليها حيفتح لك ال window دي من التلاثة دوتس دول لو دست عليهم هتلاقي حاجة اسمها load 2 ممكن منها اغير load option وبدلا ما كنت اعملها table هقول له انا بس عايزها على pivot table report ولو دست عليها حضرتك هتلاقي بديلك تحذير بيقول له خد بالك الديتا اللي في ال table دي هتروح انا ما عنديش مشكلة هقول له اوكي وهتلاقي automatic عمل لك pivot table اقدر اعمل report سريع وبالتالي المنظر بقى اعمل كده موجود هنا ستة cost center طيب اخر حاجة افرد انا حبيت اضيف cost center جديد ما كنتش حطه وعايز اعرف ايه اللي هيحصل هل هتطر اعيد كل اللي عملنا ده تاني احابه اوهاك لا مش هيحصل وتعالا نجرب نعملها مع بعض تعالا نفتح الفايل بتاع ال raw data ونشوف لو زودنا فيه حاجة ايه اللي هيحصل ده الفايل الاصلي اللي كنا شغلين عليه ودي الستة cost center تعالا مثلا نزود احنا cost center جديد فحاخد copy من اخر excel sheet واسميها مثلا وليكن ده sales department وتعالا نمسح كل اللي موجود هنا في القديم ده نشيله خالص ونحط مثلا رقم واحد مميز وليكن في sales هحط الف وهخليها في كل الشهور زي ما انت شايف كده عشان لما تروح الديتة هناك تشوف ايه اللي هيحصل انا خلاص عدلت في الفايل ده هعمل save وهقفله وهروح على الفايل التاني اللي هراك شايفه ده وهقف على pivot table واقول له right click و refresh هتلاقي الديتة بتاعتك على طول دخلت ادي department الجديد اللي اسمه sales وادي الالف اللي موجودة في كل الشهور كل الخطوات اللي عملتها مش محتاج اعيدها تاني كل ما هزاوي الديتة خد بالك هنا كانو 194 بقى 200 و 4 روز كل ما هزاوي الديتة جديدة هتلاقي power query بتعمل update automatically وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحيبات على الexcel pqb او مبادئ power query الفيديو ده pqb04 هنشوف ازاي ممكن نستخرج البيانات من مجلدات من folders بدل ما كنا بناخد البيانات من ملف لكن المرة دي هنشاور او هناخد المعلومات كلها من folder والفولدر ده يحتوي على ملفات csv او command limited هنشوف ازاي ممكن ناخد معلومة من اسم الفايل ونستعملها جوه هنشوف ازاي ممكن ندمج اكتر من 3 اعمدة مع بعض ونعمل حاجة اسمها merge columns هنشوف ازاي ممكن نعمل تحميل مباشر لpivot table او load to pivot table report وفي الاخر هنشوف كل الخطوات اللي عملناها ازاي ممكن يعاد تكرارها تلقائيا بمجرد ما نحط ملف جديد جوه الفولدر كل الخطوات هيتم اعادتها على الملف الجديد وهيتم تحديث ال pivot table بشكل تلقائي وقبل ما نروح نشتغل على الاكسل مباشرة تعال الاول نبص على شكل الملفات اللي هنشتغل عليها هيكون عامل ازاي زي ما انت شايف انا هيكون عندي فايلين موجودين في فولدر الفولدر اسمه data فايلين دول csv واحد اسمه sales t 2016 وسيلز تي او sales transaction 2017 كل فايل فيهم في حوالي 34 ميجا مش كده وبس كل فايل من دول جواه حوالي مليون رو اكتر من مليون رو المطوف في الاخر اعمل report واحد فيه الاثنين مليون رو دول مش كده وبس ده شكل ال data اللي موجود جوه عندي تقارير مبيعات او transaction ساعة البيع زي ما انت شايف اسم واسم وبعدين التاريخ موجود day وmonth كمان عندي quantity وعندي values ولكن ما عنديش السنة ادي اليوم وادي الشهر ما عنديش السنة ولكن السنة موجودة فين السنة موجودة زي ما انت شايف اسم الملف يعني 2016 هو اقل سنة 2016 فانا محتاج اخد المعلومة من هنا والمعلومتين بتوع day والmonth وانشئ بيهم column جديد في الحتة دي يكون اسمه date بعد اما اعمل كده محتاج كمان اعمل pivot table عشان يكون موجود فيه المبيعات بالكاتجوري والبرودكت بالسنتين مع بعض وكمان بعد كده هرجع اضيف ملف جديد اسمه sales t 2018 برضو 34 ميجا وفيه اكتر من مليون رو مجرد ما اعمل refresh لل pivot table ده الاقي على طول السنة الجديدة ظهرت والبيانات بتاعتها ظهرت من غير معيد اي خطوة من الخطوات اللي هتم خلال الفيديو وكاعدتنا واحنا شغلين على power query هنبدأ من excel sheet فاضية خالص بوك 1 زي ما انت شايف فاضي تماما لكن زي ما اعرف ان power query موجودة في ال data ribbon هروح على الشمال من data هلاقي get and transform هروح على get data وfrom file المرة دي بدل ما اقول له from workbook او from text او csb file هروح تحت خالص واقول له from folder هيفتح لي براوزر صغير ويسألك ال data بتاعتك موجودة فين ممكن اعمل browse من هنا او اعمل copy و paste لل path اللي موجود في الفولدر بتاعي وادوس على ok هيفتح لي navigation window ال navigation window موجود فيها اسامي كل الفايلات اللي جوه الفولدر زي ما انت شايف الفولدر جوه 3 فايلات اتنين csv files اللي هما sales t 2016 و sales t 2017 ودول انا محتاجهم وفايل تاني extension بتاعه txt وده انا مش محتاجه لكن مفيش مشكلة في options كتيرة تحت هنا load و combine و transform data خليني دايما اشتغل على transform اول ما هدوس transform هيفتح لي power query editor على اليمين هنا هلاقي خطوة واحدة بس في ال applied steps اللي هي source وزي ما انت شايف جاب لي الثلاث فايلات قدامي زي ما انت شايف بالزبط 1 text 1 csv 1 csv انا محتاج بس اخد ال csv file واي file هيتحط جوه الفولدر ده مهما كان ال extension بتاعه دايما عايز يدور على csv بس وده حاجة بسيطة جدا هروح من الفلتر اللي في الكلوم ده وهيعمل check out على التكست وبالتالي كده دايما هيختار ال extension لما يكون dot csv طيب هنا في معلومات عن كل فولدر موديفايد امتا والسورس بتاعه والdate created وبقية المعلومات المعروفة عن الفولدرز انا مش محتاجها كلها انا كل اللي محتاجه ال content خد بالك binary ده يعني ال content لو دست هنا حلاقي فعلا csv file 34 ميجا ولو دست هنا حلاقي csv file الثاني 34 ميجا واخد بالك انا محتاج الاسم كمان لان في معلومة محتاجها اللي هي 2016 و 2017 فانا محتاج ال column ده وال column ده هاختارهم واعمل right click او اروح على remove columns وقول له remove other columns طيب دلوقتي عندي option ممكن اعمل حاجة هنا اسمها combine files لو عملت combine هو لوحده هي combine two files مع بعض وينشئ لي file جديد مشكلتي في الحالة دي انه هيروح مني ال name اللي موجود هنا انا عايز احافظ على ال name اللي موجود هنا اولا انا محتاج استخرج الرقم ده من جوه sales t 2016 وكلام ده كله فمحتاج اعمل split للكولومز تعالي نبدأ بال split وانا واقف على ال column ده هروح على home ومن home على طول في حاجة اسمها split columns اول حاجة ممكن اعملها split by delimiter لو عملت split by delimiter هيفتح لي window صغير وهيسألني ايه هو ال delimiter اللي انت عايز تعمل به split في الحالة بتاعتنا النقطة او ال dot وهو الواحده اختار custom وحطي لي هنا ال dot وحيقول لي امتى عايز تعمل split فحقول له each occurrence of the delimiter كل ما اتكرر ال delimiter لو سمحت اعمل split هدوس على ok هيعمل لك name.1 و name.2 انا خلاص مش محتاج csv دي هاختارها واقول له remove columns طب دلوقتي عايز استخرج sales t من 2016 هاختار نفس ال column تاني وهروح برضو على split واتفرج على options هتلاقي حاجة اسمها number of characters لو اختارته على طول محتاج اعد عندي كام حرف قبل 2016 عندي 6 حروف فهدوس على 6 فهقول اوكي هيقسم لك زي ما انت شايف على 2 sales t الوحده والناحية التانية الرقم الوحده خلاص انا مش محتاج name.1.1 ده فممكن اعمله على طول remove columns و عندك name.1.2 و محتاج اغير اسمه double click و هسميه year و ادوس enter فكده بقى عندي المعلومتين اللي محتاجهم المحتويات اللي في الجدول موجودة في ال column اسمه content و عندي هنا المعلومة التانية بتاعت ال year ولكن بالشكل ده لو عملت combine هتروح مني معلومة ال year ففي طريقة افضل من انا اعمل combine و ادوس على ده على طول اقدر اعمل حاجة اسمها add custom column هروح على add column و هختار حاجة اسمها custom column هيفتح الويندو بتاعت add custom column سيب اسمه custom زي اهو مش مشكلة مش محتاج تغيره و هختار او هستعمل function اسمها csv.document سي اسمه زي ما انت شايفه بيساعدك كتب لك csv.document دابل كليك عليها كتبها لك لو عندك ما عندكش 365 او افص 365 مش هتلاقيه بيكتب معك بالشكل ده ولكن مفيش مشكلة اكتب الفانكشن مظبوط خد بالك in power query case sensitive يعني لازم اكتب c capital وبعدين s وبعدين v dot وبعدين d capital وبقية الكلمة small وبعد كده افتح bracket زي اي function وهاخد ال content من available columns دي واعمل double click هتلاقيه لوحده كتبها لك هنا وبعدين اقفل ال bracket انا كده جاهز ممكن ادوس على اوكي وانسا ادوست على اوكي هتلاقيه اضاف لك column جديد مكتوب في table لو قفت بقى الماضي على table هقدر اشوف ال data خد بالك binary d لما كنت بقف عليها بشوف اسم الملف لكن لما تقف علي table في الحالة دي ادي data اللي موجودة جوه كلها موجودة قدامك بالشكل ده دلوقتي عندي المعلومة بتاعت السنة وعندي data موجودة ممكن استخدم الزرار ده واعمل expand ولكن الاول مش محتاج خلاص الكلام الاولاني هرجع تاني على home وقال له remove columns خلاص انا كده جاهز مجرد ما هفتح هنا هيجيب لي الكلام كلها متنساش تانشك use original column name as prefix واول ما حدوس على اوكي خدت بالك هنا با عندك clear موجودة وعندك اول column في الكاتيجري وعندك الامور كلها ماشية بشكل ظريف طيب اول حاجة نعملها زي ما تعودنا انا عايز ابروموت الهيدر محتاج ان category و product و day و month يطلعوا فوق مكان column 1 و 2 و 3 و 4 خد بالك لما هعمل كده 2016 برضو هطلع مكان ال year بس مفيش مشكلة ممكن اعمالها بعد كده manual هعمل كده منين من home من transform هستعمل use first row as header تمام حصل promotion خد بالك طول ما انا ماشي كل الخطوات بتاعتي بتتسجل اهو promote header اهيه اتعاملت لوحدها و change type هو طبعا نقلفها من نفسه انا اعتقد ان هي so far ماشية بشكل مش بطال هو بيجاء بيعمل guessing معي لtype بتاع ال data وماشي معي بشكل كويس تعالى بقى نغير ال name ده بدل 2016 هنخليها year عشان هي دي السنة دلوقتي عندي معلومة السنة وعندي معلومة day معلومة month لو استخدمتهم التلاتة مع بعض اقدر اعمل تاريخ فلازم اختار التلاتة مع بعض واعمل حاجة اسمها merge columns موجودة فين موجودة في transform هلاقي حاجة اسمها merge columns بس هي الوقتي دمد عشان انا مختار عمود واحد محتاج اختار له اكتر من عمود طيب لازم امشي بالترتيب انا عايز ابدأ باليوم فهختار اليوم وادوس على control بعد كده month بعد كده year اختار year هيقولي طب عايزهم merge ولا احطوا جوه separator هقولي لو سمحت لا احط لي في النص separator وخليها custom وانا هحط بينهم علامة ال minus او ال dash دي والcolumn الجديد من فضلك سميهولي date وادوس على ok حلقة 3 عوامل دول اختفوا وظهر مكانهم عمود جديد زي ما انت شايف اسمه date وبقى فعلا فيه ادي اول يوم الاول اليوم بعد كده dash وبعد الشهر وبعدين dash اعتقد كده الامور ماشية كويس ولكن هو كده قاري ان ده ABC او شايف ان ده ال data type بتاعته text وده ما يصحش مع ال date محتاج اغير واخليه date معلومة على الماشي انت لو هنا رحت على اي applied steps من دول خد بالك لو رجعت هتشوف المنظر قبل ما تعمل ال step ولكن في النهاية اللي بيتاخد في الاخر هو الناتج بتاع اخر خطوة فهنا اقدر اعمل مراجعة اقدر ادلت اي خطوة من دول اقدر اعمل insert لخطوة في النص اقدر اعمل حاجة ظريفة اوي كمان اعمل rename يعني rename column دي لو حبيت انا اديها اسم من عندي اعمل right click واكتب الاسم اللي انا عايزه عشان ما يحصلش لخبطة بعد كده تمام انا اواصل عند merge columns فاضلي دلوقتي اعمل change type واقوله لو سمحت اختار اس date بسيطة جدا هاختار من هنا على طول واقوله date خد بالك دايما عندك مشكلة مع date ان date لازم يكون حسب الـ settings اللي عندك يعني لو هو بيختار الشهر الاول قبل الـ day زي النظام الامريكاني فلو انت عندك العكس هيعمل errors ازاي ممكن اعرف الموضع من هنا لو فتحت الفلتر وقلت له طبعا خد بالك الفلتر من power query بيقولك list may be incomplete لان الـ data كتير قوي انا عندي اكتر من 2 مليون row فمحتاج اقوله load more وانسا اعملت load more هيبدأ يعمل checking على كل الـ data زي ما انت شايف هو عمال يعد وبعدين عد شوية كده وقال لي ايه data format error معنى كده ان في بعض الـ dates مش متوافقة طبعا هو اي يوم بعد يوم 12 لو الـ date معكوس هيبدأ اقراء error يعني ما ينفعش لقي شهر اسم 13 هو الـ day ما كانت month فمش هينفعى ان هو 13 ففي الحالة دي تفهم ان انت عندك مشكلة في الـ date طب اعليجها ازاي مفيش مشكلة لو روحت على file ومن file على options and settings وروحت على data source settings لأ هروح على query options هتلاقي حاجة اسمها regional settings لو اخترت regional settings انا هنا مختار النظام بتاع الـ English وانا اخد بالك الـ United States بياخد الشهر الاول واحنا عملنا اليوم الاول فبالتالي محتاج تغير وتختار English ده بيختار اليوم بعد كده الشهر بعد كده السنة لو دست على اوكي ورجعت تاني بقى عملت نفس اللي احنا عملناه هنا وقلت له load more هتلاقي بيعدلك الـ 730 يوم بتاع السنتين مفيش مشكلة انت كده جاهز انشأت date ما كانش موجود قبل كده او غيرت شكله بشكل طبيعي فضلك حاجة واحدة بس ان انت لو فتحت هنا الـ column اسمه category مثلا وقلت له load more هيبدأ يحمل كل المعلومات اللي موجودة في الـ column ده طبعا بيقرأ من اتنين فايل كل فايل فيه مليون روفها بياخد شوية وقت حلاقي في الفلتر الـ categories بتاعتي اللي هم حوالي خمسة categories وحلاقي حاجة اسمها category اللي هو اسمي برضو الهيدر ليه لان الفايل التاني الـ csv فايل التاني كان عنده هيدر برضو هو جابهم تحت بعض فعنده هيدر تاني فمحتاج اعمل uncheck للهيدر ده وطبعا اول ما هيشيل الهيدر من categories مثلا هيشيل الهيدر من بقية الحاجات بشكل تلقائي الوقتي عندك الـ table بتاعك جاهز اقدر على طول اعمل load للـ pivot table هروح على close and load close and load 2 هيفتح لي على طول الـ import data options هختار pivot table report وهختار الـ existing worksheet في بي 3 ودوس على اوكي هتلاقي على طول فتح لك الـ power query connections الموجودة على اليمين هنا ويبدأ يعمل loading للـ rows زي ما انت شايف بيعد 85000 row هيفضل يعد كده لحد ما تجاوز الـ 20000000 row وأول ما هيخلص هلاقي الـ pivot table هصل له creation في المنطقة دي زي ما انت شايف في النهاية انا هتحميل الـ 20000000 29700500 row وانشأ pivot table طبعا ده اخد حوالي دقيقة او دقيقة او شوية طبعا خد بالك ان ده بيحصل بس ساعة أو بيحصل مرة واحدة تعال بقى بسرعة نعمل pivot table سريع زي ما كنا عاملين في الـ image خلية نحط اول حاجة date في الـ rows عشان يحصل له عملية grouping زي ما انت شايف حصل automatic grouping عندي 2016 2017 sheil quarters مش محتاجها sheil days مش محتاجها وممكن احط على طول years في الـ columns بعد كده ممكن ااخد product في الـ rows واخد فوقيها category علشان اقسم products by category واخر حاجة هعملها هياخد sales value في الـ value هلاقي على طول report بتاعي بقى جاهز right click number format سريع الـ report بتاعك بقى جاهز يحتوي هذا الـ report على data جاية من 2 مليون row ممكن تقلب فيه زي ما انت عايز وتعمل اللي انت عايزه اعتقد من غير وجود power query يستحيل انك تتفرج على 2 مليون رو الى لو استعملت حاجة مثلا زي الـ access واخدت الـ data على access مثلا طيب اخر حاجة تعالى نعمل بقى update لسانة 2018 2018 2018 ده الفولدر اشتغلنا عليه زي ما انت شايف لاتنين csv فايل طب موجود 2018 تعالى ناخد 2018 34 ميجا برضو تعالى ناخد منه copy انا هعمله cut واروح ارجع تاني على نفس الفولدر واقول له paste بس كده خلاص ارجع على الـ excel sheet بتاعتي ياما اعمل refresh من الكويري ياما اعمل refresh من الـ pivot table او من هنا على طول ممكن افتح دي واقول له refresh all هيبدأ يعمل loading مرة تانية للـ data من الاول وبدأ يعد 25000 40000 وهكذا زي ما انت شايف 3.145.000 rose حصل لهم loading وزي ما انت شايف الـ pivot table automatic حصل له refresh 2016 2017 2018 وديتها بتاعتك كلها كاملة اخدت وقت حوالي دقيقة دقيقة وشوية لكن في النهاية ظهر عندك السنة الجديدة وحصل عليها كل الترانسفورميشن اللي احنا عملناها في سنتين لقبل كده من غير اي تدخل او اعادة للشغل مرة اخرى السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من اساسية تحقيق البيانات على الاكسل مبادئ باور كويري او بي كيو بي الفيديو ده بي كيو بي 05 هنشوف ازاي ممكن نستخدم باور كويري عشان نستخرج بيانات المبيعات من قاعدة بيانات موجودة على الاكسس هنشوف فيتشورز كتيرة وحاجات كتير ممكن نعملها بعد ما نجيب البيانات من الاكسس زي مثلا اني اضيف عمود جوه الكويري علشان احسف فيه ارادة المبيعات هنشوف ازاي نعمل لودنج لأول مرة للكويري جوه الديتا موضل بدل ما كنت بعمل لود في تيبل او في بيفت تيبل لا المراتي هواديها على الديتا موضل وحنشوف ازاي ان سرعة تكوين تقارير لما يكون الكويري بتاعتي لودت الديتا موضل بتكون اسرع بكتير هنقدر كمان نستعرض لبيانات بتاعتنا جوه الـ وحنشوف اكتر من 3 مليون رو موجودين على الـ او على الديتا موضل هنستخدم كمان الديكس فورمولا عشان نحسب بعض المعادلات البسيطة زي انا اعمل اجمالي المبيعات او اجمالي الكميات هنشوف كمان ازاي ممكن اعمل الديتا موضل بيزد على الديتا موضل واعمل تقرير المبيعات بتاعي وقبل ما نروح على الـ تعالى نشوف الـ نشوف الـ او اعمل الـ عن طريق الـ زي ما انت شايف انا عندي جوة الـ تلاتة تيبلز تيبل اللي اسمه لو فتحناه هتلاقي اكواد الـ والسعر هلاقي تيبل تاني اسمه الـ هتلاقي فيه اسامي الـ والاكواد بتاعتها والتيبل التاتو هو الاهم التيبل اللي فيه بيانات المبيعات هتلاقي فيه الكود بتاع المنتج وكود بتاع الـ وتاريخ البيع وحتلاقي كمان الكمية المباعة والديسكاونت لو بصيت هنا هلاقي عندي حوالي 3.145.000 رو موجودين في التيبل ده وده اللي انا عايز استخدمه عشان اطلع من تقرير المبيعات وعشان احسب كمان قيمة البيع اللي مش موجودة هنا لكن اقدر احسبها عن طريق الـ وعن طريق الـ وعن طريق زي ما انت شايف الـ موجود فيه الـ طيب لو انا بصيت على الـ اللي موجودة مبين الـ تابلز دول لو فتحت هنا كده الـ اللي موجودة هتلاقي اني فيه مبين الـ او عن طريق الـ مرتبط بالـ بتاع الـ وعن طريق الـ مرتبط بالـ بتاع الـ هنروح بقى دلوقتي على الـ ونشوف ازاي ممكن اعمل الـ طالما هشتغل على الـ وهجيبي البيانات بتاعتي من برى الـ فانا هبدأ على طول من بوك 1 او من اكسل شيط فاضية خالص وحروح على ربن بتاع ديتا وعلى الشمال هلاقي منطقة جيت ان ترنسفورم او المكان اللي فيه الـ الـ المنادي هروح على جيت ديتا وحختار from database وحلاقي عندي from microsoft access database هختارها هيفتح لي البراوزر وحيقول لي فين المكان بتاع الفايل اللي انت عايزه ده الـ access database اسمها sales db هختارها وحقول import هيفتح لي الـ وزي ما انت شايف هلاقي عندي التلاتة تيبلز اللي شفناهم في الـ product region و sales t من هنا اقدر اختار multiple selections اقدر اقول له اختار لي التلاتة ولو عملت كده هعمل لي تلاتة كويري وكل كويري فيها تيبل لوحده بس انا مش عايز اعمل كده انا عايز اختار بس sales t اول ما هقف عليها المفروض ان هو يعمل لي preview للديتا في المكان اللي على يمين ده دي الديتا بتاعتنا زي ما انت شايف sales t product id region id والتاريخ والquantity والdiscount وزي ما انت شايف بعد كده لقيت two columns تانين هي اسمها product و region رغم من تيبل اصلي ما كانش موجود فيه اتنين دول طب انا هنعرف لازمتهم ايه و جملة ايه دلوقتي حالا تعالا نقول transform data عشان يفتح لنا power query الغرات و نبدأ نشتغل ال power query فتح قدامنا حلاقي عندي على يمين في الapplyde steps حلاقه خطوطين اول واحدة السورس و زي ما انت شايف كان نجايب لي الثلاثة تيبلز بعد كده نافيجيشن لما اخترت sales t هتلاقي هنا افتح لي sales transactions و ادي الفيلز بتاعتنا اول حاجة الـ product id بعد كده ريجن اي دي و ادي التاريخ بعد كده الـ quantity وبعد كده موجودين في التابل الاصلي واحد اسمه product واحد اسمه region تفتكر كان عندي انا تلاتة تابلز لو رجعت تاني هنا هوا حلاقي ده تابل الاسمه region وتابل الاسمه product ودول كان فيه relation في الdatabase الاصلية ما بين السيلز تي والتو تابلز دول فلما اخترت السيلز تي تابل هو الواحده ادري سانس ان كان فيه relation موجودة وجاب لي تو كولومز بيمثله التو تابلز التانيين بمعنى ايه ان انا اقدر استخرج كمان معلومات من بقية الdatabase حتى لو انا شغال على تابل واحد منهم فلو فتحت مثلا هنا لو دوست على expand button ده فتحته من هنا هتلاقي كل الفيلز اللي كانت موجودة في التابل بتاع السيلز product او الproduct table وانا محتاج اختار منه بعض المعلومات عشان اكمل الdatabase بتاعتي او اكمل التابل بتاعي وابدأ اعمل report اول حاجة ها uncheck use original column name as prefix وكمان انا مش محتاج ااخد كل الفيلز انا محتاج بس الprice والcategory والproduct الid مش محتاجه موجودة عندي فهقدر ادوس على اوكي هتلاقي بيعمل لك expansion هتلاقي زود لك 3 column اسامي الفيلز اللي انا اخترتها زي ما انت شايف product وcategory وprice بس product سماه product.one ليه لان طبعا حضرتك كانت فيه هنا column اسمه product فمنفع ما عارفش ادي اسم جديد من نفسه فادي ده product.one لكن انا ممكن اروح هنا على formula bar وغيره زي ما انت شايف كده اعمل edit من هنا واشيل .one دي باديه كده backspace وenter هلاقي اسم ال column اتغير وباسمه product نفس الكلام ممكن اعمله في ال region column ده لو فتحت expand button هلاقي ان انا ممكن اجيب sales region او ال region id فانا محتاج بس ال region فهاختار بس ال region وطبعا هشيل use original column name as prefix ودوس على اوكي هلاقي زود لي column وسمى region.one نفس الكلام اقدر اروح على formula bar واخلي الاسم اللي هو اختاره region بس ودوس enter حلقي الاسم هنا بقى region انا كده تمام جبت كل البيانات اللي انا محتاجها فضلي بس ان انا احسب sales زي ما انت شايف انا اللقتي بقى عندي price اللي جبته من ال table اللي اسمه product وعندي قبل كده موجود حاجة اسمها discount وعندي quantity لو ضربت التلاتة في بعض اقدر احسب sales revenue فهعمل ايه؟ هروح على add column وهروح على custom column هيفتح الويندو بتاعة custom column واقدر احسب او ازود عمود جديد واحسب فيه اللي انا عايزه اول حاجة حادي اسم وسميه مثلا sales revenue وحروح على منطقة بتاعة الفورمولا دي انا محتاج اول حاجة quantity هنزل اجيب ادي خد بالك على يمين كل الكولومز اللي موجودة في اول واحد quantity هاختاره وادوس على insert ضفولي في الجنب اللي على الشمال هنا بعد كده هستعمل الاستريك بس مجرد عملية ضرب بسيطة هاضربه في ايه طبيعي هاضربه في price هاختار ال price وinsert وبعدين هعمل ضرب تاني المرة دي بقى في one minus هفتح bracket one minus وهاختار discount ممكن double click على طول هتروح هناك واقفل ال bracket وادوس على ok هلاقي ضفلي على يمين هنا column جديد وسماه sales revenue زي ما انت شايف كده التابل بتاعي بقى في column جديد محتاج بس ازبط محتاج بس ازبط data type هنا abc123 يعني هو مش عارف ايه دي بالزبط عاملها اني تمشي رقم وتمشي text فمحتاج اختار من هنا على طول اقوله لا انا عايز ده لو سمحتي بقى decimal number ممكن مثلا ازبط discount هلاقي حاجة اسمها مثلا percentage فاخليه percentage ده افضل محتاج برضو ازبط date والtime انا محتاج مش محتاج الtime محتاج بس اخليه date حقف هنا واخليه date انا عارف ومتأكد اني كنت مستخدم date sequence بتاع الايام والشهور والسنين كنت بادئ بليوم بعد كده الشهر بعد كده السنة فمحتاج اتأكد ان الكويري شغالة بنفس الطريقة فحروح على file ومن file حروح على option and settings وهاختار query option وهروح عند حاجة اسمها regional settings وهاختار حاجة تكون ماشية بنفس الترتيب اكيد مش english united states لان united states دينا بيبدأ بالشهر فمحتاج اختار مثلا english united kingdom وادوس على ok فكده مش هيحصل لي مشكلة مع التاريخ هيكون ماشي معايا بشكل كويس التابل بتاعي دلوقتي جاهز اقدر ابدأ اعمل load هروح زي ما احنا فاكرين من home وهروح على close close and load to هيقفل الكويري اداتر وهيفتح لي ويندو صغيرة ويسألني عايز تعمل loading فين احنا شفنا قبل كده loading لتابل وشفنا loading لpivot table طبعا ممكن اعمل pivot table على طول مفيش مشكلة اقضي اعمل report بتاعي بشكل مباشر لكن عايزك تجرب تعمل load المرادي لل data model طبعا مش موجودين هنا وفي الاربع options دول مزبوط ممكن تختار only create a connection معنا كده مش هتلود في اي حتة جوه الexcel اللي انت شايفه ولكن هعمل check على البوكس الصغير اللي تحت ده واقول له add this data to the data model ودوس على اوكي اول ما هعمل كده هيفتح لي على طول queries and connection pane اللي على يمين وحيبدأ يعمل loading data وحيبدأ يرص او يلود الثلاثة مليون records اللي موجودين في الثلاثة مليون رو خلاص حصل لهم loading زي ما انت شايف هنا كتب لي ثلاثة مليون مية خمسة واربعين الف rows loaded معنى كده ان كلهم دلوقتي موجودين في ال data model صحيح اخذت بتاعة اربعة دقايق عشان تعمل loading لكل الديتا دي ولكن هتشوف بعد كده وانت بتعمل pivot table الموضوع هيبقى سرع بكتير طيب قبل ما نعمل نعمل report عايزين بقى نتفرج على الديتا دي جوا الديتا موضل اقدر اعمل كده من مكانين يا اما من الديتا ريبن هروح على حيات اسمها data tools وهلاقي الايكون الاخضر ده ممكن ادوس عليه هيفتح لي على طول الpower pivot editor او ممكن اروح من power pivot هلاقي هنا في الريبن حاجة اسمها power pivot وده add in ممكن تنزله على طول تنزله منين لو رحت على file وروحت على options وروحت على add in وبعد كده نزلت تحت على حاجة اسمها manage هتلاقي حاجة اسمها com add in لو قلت جو هيفتح لك الحاجات اللي ممكن تعملها من com add in فهتختار microsoft power pivot for excel انا قوليه طبعا مختاره فما فيش مشكلة ممكن تعمل تشاك عليها واوكي هيفتح لك الpower pivot ribbon انا موجودة عندي قردي هدوس على manage زي ما اتفقنا زي ما انت شايف هم manage وتحتيها data model هتلاقيه بيفتح لي ويندو جديدة والويندو جديدة دي هي دي الpower pivot editor وزي ما انت شايف ده التابل بتاعك اهو ال data اللي موجودة الكولومز الخضرة دي هي الكولومز اللي جاية لك وممكن انت تزود كولومز لو انت عايز وكل تابل موجود في tab وادية عدد الروز زي ما انت شايف تعمل اليوم 145 طبعا مش هنتكلم بالتفصيل على الpower pivot editor ولكن كل ممكن انهولك ال data بتاعتك موجودة هنا ممكن تتفرج عليها بس ما تتشتغير فيها ممكن تزود كولومز وعندك المنطقة اللي تحت دي بعد الخط المنطقة دي بيسموها الماجر جراد ودي اللي ممكن تعمل فيها الdax calculations بتاعتك طيب هل انا محتاج اعمل داكس calculation اه ممكن نعمل اتنين سراع كده عشان بس نشوف الموضوع بيشتغل ازاي ممكن اعمل calculation لل total sales revenue واعمل calculation لل total quantity طيب عشان اعمل ماجر احط فيه sales revenue انا مش مرتبط بمكان معين في اي حتة جوة الماجر جراد اقدر او الفورمولا جراد ممكن احطه في اي حتة فممكن اختار هنا مثلا المنطقة دي ويئما اروح على فورمولا بار زي ما بنعمل في الاكسل يئما اكتب بشكل مباشر طب هكتب ايه اول حاجة لازم ادي اسم للماجر فهسميه مثلا total revenue بعد كده اعمل نقطتين واقل بعد النقطتين واقل دول اقدر ابدأ احسب الفورمولا بتاعتي فانا مسلا عايز اجمع sales revenue فكل اللي هعمله هكتب sum وزي الاكسل بيعمل لك assistance بيديك الفورمولايز اللي موجودة اللي ممكن تستخدمها فيها حروف الصم فهي انا خلاص كتابت sum ممكن ادوس tab فهيفتح لي اقواس خد بالك انا هنا ما عنديش sale reference انا هنا عندي بس tables فانا الtable الوحيد اللي عندي اسمه sales table ابدأ باسم الtable فكتبت هو sa بدأ يكتب لي sales t sales t sales t وقادي اسامي الفيلز اللي جواه فانا هختار هبدأ بالrevenue فيه فهاختار sales t sales revenue column بس لو علمت عليه وعملت tab هتلاقي كتابهه لك فوق وتقفل ال bracket زي الصم بالزبط وتدوس على enter هتلاقيه بيعملك الماجر بتاعك هو الوقتي كده بيحسب لو اسعت هنا عشان نشوف الرقم هو ده فعلا الاجمالي العام ممكن بقى اعمل number formatting هنا ولو عملت number formatting هنا ده هيفضل مكمل معاك هيروح معاك في اي مكان واي pivot table هتحط في الماجر ده هتلاقيه معموله الفورماتينج دي طب ده ممكن اختار له مثلا currency فنختار english not states دي currency وممكن اخلي الاشيل decimal places 190.44 اهو تمام وقابليها dollar sign عايز طب اعمل total quantity زي ما بقولك مش مرتبط بمكان محدد ولكن مثلا انا افضل اخليهم تحت بعض فحبدأ هنا اعمل major تاني هسميه total quantity نقطتين واقل وصم زي ما عملنا وهختار السيلز تي اهو والمراضي هنزل اهو بالاسهم لغاية ال quantity واعمل tab واقفل ال bracket وانتر تمام حسب لي total المراضي ممكن اعمل certain separator وشيل بس decimal places نفس الكلام الفورماتينج ده بقى موجود لو عايز ممكن ازود major تالت وسميه average price مثلا نقطتين واقل وكل اللي هعمله ان انا عايز اقسم الماجر الاولاني على الماجر التاني فلو عايز اكتب ماجر على طول ممكن افتح ال bracket المربع ده square bracket على طول عندي اهو جابلي الماجرز اللي عندي هختار total revenue واقسمه على total quantity وانتر كده خلاص اسمهم لك على بعض ممكن على طول number formatting سريع انت كده جاهز تقدر تعمل pivot table طيب الوقتي ال data model موجود وادي الماجرز بتاعتي طب انا عايز اروح بقى ال excel واعمل report خد بالك ده غير power query editor انا ممكن اطغل ما بين الاثنين ممكن عادي alt tap وممكن عن طريق الماوس اروح ما بين وااجي ما بين الاثنين مفيش مشكلة ولكن افضل لو انت قررت انك تشتغل على ال excel انك تقفل هنا خلاص هيبقى افضل ومور ستيبل انك تشتغل على الاثنين ممكن تلاقي بيعمل اخطاء ولو عايز تعمل save بتسيف من ال excel مرة واحدة خلاص ما عندكش مشكلة بتستخدم السيف العادي خالص اللي في ال excel مافيش مشكلة طيب الوقتي انا عايز بقى اعمل pivot table قدامي two options يقف هنا واقول له pivot table حيوديني على ال excel على النوربل ويندو بتاعت ال excel ويعمل لي pivot table او ممكن اقفل ده خالص مفيش مشكلة هو بيعمل save من ال excel واروح عادي خالص على insert واقول له pivot table عادي خالص او حتى استخدم shortcut alt n v حيفتح لي الويندو بتاعت create pivot table وهو الواحده هتلاقيه علم على use this workbook data model هو عارف ان انت مش مختار حاجة فاكيد انت عايز data model وهو عارف ان فيه data model دلوقتي موجود فمافيش مشكلة رحلك عليها على طول وانا عايزه في ال existing work sheet فهدوس على اوكي هتلاقيه على طول فتح لك بوس خد بالك السرعة فتحه لك بمنتهى السرعة مفيش مشكلة خد بالك لما تلاقي بقى العلامة دي اللي هي علامة database table وdatabase دي معناها ان ده جاي من data model او table ده السورس بتاعه هو ال data model تعالى نعمل report سريع جدا اول حاجة حاخد ال revenue تعالى نحطه في ال values زي ما انت شايف جالك الرقم formatted على طول اعمل كده نفس الكلام في ال quantity حط ال quantity نفس الكلام جات لك وادية cd ال average price مفيش اي مشكلة تعالى ناخد حاجة زي ال category ونحطها في ال rose جدا اجاب لك كل category بالمبيعات بتاعته وال quantity وجاب لك ال average price عايز مثلا تعمله بالسنين تعالى ناخد ال date ونحطه فوقيهم اقدر اعمله grouping هعمل right click واقول له group وانا عايز اعمل grouping بالyear تمام عندك اهو year report 2016 و17 و18 تعالى ناخد منه copy زي ما انت شايف السرعة وانت شغال مختلف خالص على انت تكون واخده من ال power query direct على pivot table تعالى بقى المرة دي برضو نفس ال report ولكن بدل ما انا كنت عامله بالcategory تعالى ناخد ال regions مكان الكategory فبقى عندك report تاني للمبيعات السنوية بال region زي ما انت شايف 3 مليون رو بتعامل مع منتها السهولة بضيف معادلات احنا اخدنا مثالين بوساط جدا على ال dax formulas طبعا ممكن تعمل حاجات اكثر تعقيدا اعتقد الموضوع سهل جبت البيعات من access database عملت عليها شوية transformation زودت معلومات عملت حسبة جوة ال power query بعد كده روحت data model وعملت شوية calculations تانيين وبعد كده عملت pivot table في منتهى الصورة عزي ما انت شايفت عام مع ارقام خد بالك اي تحديث او اي حاجة هتحصل في ال access ومجرد انك تروح تعمل refresh لل pivot table هتلاقي كل التعديل جالك في ال pivot table بتاعك شكرا جدا لوقتكو واتمنى تكونوا استفدتوا السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سي سي تحديد بنات على ال excel مبادئ power query او pqb الفيديو ده pqb05.5 النهاردة هنشوف power query بس مش على ال excel على ال power bi ليه 5.5 لان ده بالزبط نفس اللي احنا عملناه في فيديو pqb05 اللي عملناه على ال excel في الفيديو ده هنشوفه النهاردة بالزبط بتعمل بنفس الطريقة على ال power bi ودي اول مرة نشتغل فيها على power bi مع بعض لكن بدل ما نطلع ال report بتاعنا في النهاية على pivot table بس هنطلع على pivot table وعلى شوية visuals interactive visuals كمان هنشوف زي ما شفتنا المرة اللي فاتت ازاي ناخد بياناتنا من قاعدة بيانات اكسس وازاي هنعمل شوية data transformation وبعد كده نعمل تحميل للبيانات دي جوه ال data model وdata model اللي موجود في ال excel مشابه جدا اللي موجود في ال power bi وازاي بعد كده ممكن نقدر نعمل شوية dex formulas عشان نحسب اجمال المبيعات والكميات الاجمالية ونحسب كمان متوسط الاسعار وكمان في الاخر زي ما قلنا هنعمل تقرير شوية visuals interactive visuals على ال power bi قبل ما نروح على ال excel تعال نروح بسرعة ونبص على ال data base الموجودة لو بصيت على relationships هتلاقي عندي ثلاث جداول جدول اولين اسمه sales t موجود في ال product id وال city code وال date وال quantity وال discount وحلاقي جدولين تانين look up tables واحد location موجود في city وال city code وزي ما انت شايف ال city code هنا مربوط وبعد كده عندي جدول product موجود فيه برضو ال product id عشان يعمل رابط مع sales t وعندي fields تاني اقدر استخدمها زي product name والcategory والprice نفس اللي عملناه بالزبط في فيديو pqb05 على ال excel وهتلاقي فوق دلوقتي حالا رابط ال link بتاع الفيديو بتاع ال excel عشان لو حبيت تتفرج عليه احنا النهاردة هنشتغل على ال power bi desktop زي ما انتم شايفين ده لما بتفتح ال program بيديلك السكرين دي في الاول طبعا power bi موجود على ماكروسوفت ببلاش power bi desktop ممكن تنزله ببلاش مش محتاج اي لايسنس ولا اي فلوس خالص ويفضل كمان تنزله من ماكروسوفت store علشان لو نزلته من store حينزله ال update بتاعته باستمرار كل ما ينزل update لو انت عايز بقى ال power bi اللي موجودة على ال bi services او ال bi pro حركة محتاج تنزل بقى تعمل sign in وتعمل account وممكن تعمل free trial حوالي 60 يوم ببلاش بعد كده لازم تدفع ثمن اللايسنس في كل احوال ال desktop is more than enough power bi desktop is more than enough ممكن تعلم منه كل حاجة انت محتاجها علشان تعمل الشغل بتاعك على ال power bi وزي ما انت شايف في ال screen الاولية دي كمان في حاجة اسمها get data ممكن تدوس عليها على طول وتروح تجيب ال data بتاعتك زي ما انت عايز يا بنعمل في ال power query اللي موجودة على ال excel ممكن تقفل ده خالص وممكن هنا هو حركة من ال screen انت شايفها في الاول تروح حركة على home هتلاح اسمها هنا get data دي بالزبط نفس ال power query الموجودة في ال excel لو فتحتها هتلاقي عندك options تيرة ممكن من excel ممكن من حاجات كتير قوي وممكن تقول له more لو فتحت more هنا هتديلك more options ممكن تختار منها في الحالة بتاعتنا احنا عايزين ناخد من access database زي ما انت شايف موجودة قدامنا هنا هختارها واقول له connect هيفتح لي browser من browser هختار الفايل بتاعي زي ما انت شايف الفايل اسمه salesdb.accdb هقول له open زي ما بيحصل في ال power query اللي على ال excel بالزبط هيبدأ يعمل connect ويفتح لك navigator في navigator زي ما انت شايف ده ال database بتاعت ال access salesdb ودي التلاتة table زي احنا شفناهم ممكن نختار التلاتة لو اعلمت على اي واحد فيهم هتلاقي ال preview هنا بيجيب لك ال data اللي موجودة جواه زي ما انا كده معلم على salesdb هتلاقي ال data اللي موجودة جواه ممكن اختار التلاتة واعمل لهم load مرة واحدة لكن انا هاخد بس salesdb هعلم عليه وهيبع عندي تلاتة option cancel اكيد لا ومترانسفورم وload خلينا دايما نعمل transform data ودي شبه edit اللي موجودة في ال query في ال excel اول ما حدوس عليها هيفتح لي ال power query editor بالزبط نفس ال power query editor اللي موجود في ال excel على يمين حلائي ال applied steps وعلى الشمال حلائي ال queries بتاعتي وفي النص حلائي ال data وزي ما عملنا المرة اللي فاتت زي ما انت شايف دي ال columns اللي موجودة في salesdb وفي الاخر في اتنين column زيادة علشان في relation مع ال table بتاع location وrelation تانية مع ال table بتاع product اقدر روح اجيب معلومات من ال two tables دول رغم ان انا ما اخترتش لل table واحد ليه لان ال access ادى معلومات لل power bi وقالوا اني في relation في ال database وrelation دي تقدر عن طريقها تجيب معلومات من ال two tables التانيين كل محتاجه اعمله اعمل expand هيفتح لي ال expand هنا هعمل uncheck على select all و uncheck على use original column name as prefix انا محتاج من هنا بس اسم ال city فحقول له اوكي هيعمل تغيير ال column ده دلوقتي وحتلاقي مكتوب هنا city وحتلاقي اسامي المدن ظهرت قدامك في نفس ال column ده فبقى عندي هنا city وعندي هنا اسامي المدن المرتبطة بكل transaction من salesd table لو روحت على ال column بتاع product وعمل expand نفس الكلام هعمل uncheck select all وهختار product name والcategory والprice وهقول اوكي هيديني 3 column جداد دلوقتي بقى عندي معلومة price وعندي معلومة discount زي ما انت شايف هنا column بتاع discount وعندي معلومة quantity ما عنديش حسبة sales او حسبة revenue فمحتاج احسبها وقدر اعملها عن طريق ان انا زود column جديد من add column زي ال excel بالزبط هروح على add custom column وحيفتح لي نفس ال window اللي بشوفها في ال excel اول حاجة حدي اسمي column وخيان سميها sales value وحنزل تحت في formula section وعايز ال quantity اول حاجة double click عليها من available columns هتروح automatic وعايز اضربها في price حلاقي ال price موجود تحت اقف عليه وقول insert او double click هتلاقيها راحت بالشكل ده وبعد كده عايز اضربها في one minus discount هفتح قوس واحد ودوس minus ودouble click على discount واقفل ال bracket بتاعي واقول اوكي هتلاقي column جديد اضافه باسمه sales value لكن زي ما انت شايف data type بتاعته مش مزبوطة abc123 دي معناها any ولو رحت على home هنا هتلاقي data type any طبعا ده ما ينفعش خلينا نراجع ديتا type من الاول خالص تعالى نبدأ من اول product ID 1.2 دي معناها ايه؟ دي معناها decimal number انا محتاج اخليها whole number هدوس هنا واختار whole number زي الاكسل بالظبط ال city code نفس الكلام انا مش محتاج اخلي decimal number كفاية جدا يكون whole number ده موجودة عندي هنا date و time كفاية او انه يكون date ال quantity نفس الكلام كفاية او انه تبقى whole number ال discount لو دوست عليه هلاقي percentage هاختار percentage ال city هنسيبها زي ما هي text ونفس الكلام في product name وال category فضلي price decimal place ما عنديش مشكلة اخر حاجة sales value اعتقد currency ممكن تكون حل مناسب اقدر اعمل close and load زي الاكسل بس المرة دي هعمل حاجة اسمها close and apply هي هي بالظبط اللي كنا نسمينها apply ما عندكش اي مشكلة close and apply automatically بتعمل loading في data model شبه ال data model اللي شفناه المرة اللي فاتت في الاكسل بالظبط كده التلاتة مليون رو اعتعمل لهم loading طب انا عرفت ازاي لو بصيت هنا على fields هتلاقي fields اللي موجودة في sales t زي ما انت شايف ادي ال category و ادي city و ادي city code و ادي date لكن ال date معموله hierarchy automatic لو فتحت الهيراركي هتلاقي لوحده اسمه لكير و quarter و month و day و دا بيحصل automatic انا عملتش في اي حاجة خالص بعد كده discount و price و product id و product name و quantity و sales value و زي ما انت شايف هنا انت عندك ثلاثة views اقدر اقلب بينهم من على الشمال من هنا ال view الاولاني report view اللي هو الايكون اللي فيه شكل الجراف ده ده بيسموه report view وزي ما انت شايف هنا الفيلز اقدر اختار الفيل اللي انا عايز وارميه هنا عشان ابدأ اعمل visualization واشكال ال visualization وانواعها موجودة هنا اقدر اختار منها وتحت هنا اقدر اتحكم في شكل visual عن طريق الفرشة دي ممكن اعمل عملية formatting وزي ما انت شايف زي الpowerpoint كده متقسم tabs page 1 لو دست بلاس هنا هانديني page 2 فالreport ممكن يبقى فيه page 1 وطبعا اقدر اديها اسم برحتي الفيوز التاني اللي اقدر اتفرج عليها في الفيو بتاع ال data ده data model زي بتاع ال excel بالزبط لو فتحته هنا هتلاقي sales table بكل ال rows بتاعته موجودة ولو بصيت تحت هتلاقي التلاتة مليون row الكاونتر اهو طبعا الفيو ده زي ال excel هو read only view ما اقدرش اعمل حاجة ولكن اقدر اعمل measures واقدر ازود columns اعمل add column او add measure زي ممكن اعمل في data model بتاع ال excel بالزبط الفيو الاخير اللي بيسموه model view يعني ده data view وده model view ليه model view لانك لو فتحته هتلاقي table بتاعك في box موجود كده ولو عندي اكتر من table هتكون مترصصين جنب بعض بوكسات كده واقدر انشئ بينهم علاقات زي ما بعمل بالزبط في data model بتاع ال excel او زي ما بعمل في ال access ممكن اعمل relation between more than one table عن طريق primary key وال foreign key زي ما بتعمل في ال access بالزبط طب بتاع نرجع ل model view دلوقتي احنا محتاجين نعمل كذا measure ليه عايز اعمل measures علشان احسب شوية حاجات ممكن احسب total sales وممكن احسب total quantity وممكن احسب average price ازاي هعمل كده من المينيو اللي فوق او انا واقف على هوم ده default طبعا هروح على حاجة اسمها modeling وهلقي حاجة اسمها new measure لو دست عليها هتلاقيه وداك هنا على formula bar وكتب لك by default measure و equal طبعا ده default انت لازم تغيره لان مش معقول هتسمي measure تسميه measure والmeasure التاني measure two طبعا مشكلة لازم تدي اسامي واسامي لها معنى فانا المجر الاولاني عايز اسميه sales total وبعد كده equal لازم ادي اسم الاول وبعد كده equal خد بالك في الexcel في الموديل في الexcel كنت بعمل نقطتين وequal لكن هنا بعمل الاسم وراه equal على طول وزي ما عملنا بالزبط في الexcel هستخدم function dex function هنا بالزبط بكتب dex زي بتاع الexcel بالزبط فحكتب sum ودي dex function مش excel function وهعمل tab وهيديني الـ table الوحيد اللي عندي بكل الفيلز بتاعته فانا اول حاجة عايز total sales value هدابل كليك عليها هيديني الاول اسم الـ table وبعد كده اسم الـ column زي ما انت شايف وحاقفل الـ bracket وادوس على enter خلينا نقرب شوية عشان تبدأ تشوفها في الفورمرا bar ادي sales total equal بعد كده الـ function sum بعد كده اسم الـ table وبعد كده اسم الـ column واقفل الـ bracket الخطوة التانية ممكن اعمله formatting زي الـ excel بالزبط طبعا ده sales فممكن استخدم البطن بتاع الـ currency لو دست عليه هيديني اختياراتي وانا هختار الـ english united states و zero decimal places والـ formatting ده في اي وقت هستعمل فيه الماجر ده هيكون موجود بنفس الـ formatting ده طب وموجود فين الماجر ده لو جيت على اليمين هنا حلاقي الماجر اتكاريت هو موجود في table 1 اللي هو sales t انا عندي table 1 فموجود في الـ table ده والفرق بين وبين بقية الـ fields انه هتلاقي جنبه calculator صغير كده لما تلاقي جنبه calculator تعرف ان ده measure مش مجرد field عادي فدلوقتي بقى عندك ماجر واسمه total sales وظهر عندك في الفيلز او في الماجرز تحت الـ table اللي اسمه sales t محتاجين نعمل واحد كمان اعمل ايه مفيش مشكلة من نفس المينيو هدوس على new measure فهو بقى by default بارو كتاب لك ماجر فانا المرة دي الماجر ده عايز اسميه total quantity و equal ونفس الكلام هعمل sum لوحده هو بيساعدك كتاب لك زي ما انت شايف sum ممكن اقف عليها و double click او لو هو مختارها صح بالازرق كده لو دوس tab هكتبها لي وعايز اختار فتح لك على طول الـ table اللي عندك وكل الفيلز الموجودة جواه هختار وياما اعمل tab ياما ادوس double click عليها واقفل القوس وادوس enter كده خلاص الماجر تمام انت بس محتاج تعمله الماجر الاخير محتاج نفس الكلام هدوس على نفس الـ icon اللي هو new measure والمرة دي هحسب average price انا هسميه average price و equal والمرة دي انا محتاج اقسم measure على measure محتاج اقسم sales على quantity طب فيه measure موجود بيحسب total sales لو فتحت كده عملت open bracket اللي هو square bracket هيديني الماجر الموجودة وعرفت ان هي measures من هنا عشان زي ما انت شايف الكريتر موجود هنا فانا محتاج total sales double click عليها ومحتاج اقسمها على وافتح تاني square bracket total quantity ودوس enter وبصينا على يمين هنا هتلاقي بيحندك measure اسمه average price و total sales للأولاني و total quantity انت كده جاهز الموضل بتاعك جاهز فيه كل calculations لكن زي ما انت شايف الفيل list بقت زحمة قوي ممكن اعملها شوية تنسيق هعمل ايه اقدر اخفي الحيات لانا مش هستعملها دلوقتي انا حاسب total sales فانا مش محتاج مثلا sales value ليه لاني كل مرة هستعمل total sales هي لوحدها هتمشي الفيلترز اللي انا هحطها في التشارت بتاعي فممكن اعمل هايد لل sales value فلو قفت عليها واعملت قلت له هايد in report view هتلاقيها بقت زي ما انت شايف كده ومش هتظهر لما روح على report view نفس الكلام ممكن اعمله على city code هقف عليها واعمل right click واقول له hide from report زي ما انت شايف قدرت اعمل هايد لمجموعة ولو روحت كمان بسيط في التابل نفسه هتلاقي الهيدر بتاعها كمان بقدم انا طبعا اقدر استخدم الديتل جواها اقدر اعتمد على ديتل جواها لكن لما روح على report view وده اللي هعمل دلوقتي حالا وبص على field list هنا هلاقيها مش موجودة موجود بس الحاجات اللي انا هستعملها اخر حاجة محتاج اعملها قبل ما ابدأ ارسم الفيجول بتاعتي واكون ال report اللي انا عايز اعمله محتاج ان انا اعمل hierarchy ل category و product name يعني ايه hierarchy زي كده حراك dates لو فتحت dates hierarchy هتلاقي اكبر واحد فوق years بعد quarter و month معنى كده ان انا في الفيجول بتاعتي لو اخترت year من hierarchy اقدر بعد كده الكلام عندي category و product مثبتين ببعض بمعنى ممكن ابدأ من category فوق زي مثلا elbikes هنشوف بعد شوية واعمل drill down لانواع elbikes المختلفة من اسامي ال product اعمل كده ازاي هقف على category وادوس على 3 نقاط دول واختار new hierarchy هو بشكل اوتوماتيكي هكارت hierarchy جديدة ويسميها category hierarchy وحط تلاقي تحتها هحط لك على طول اول field اختارته اللي هو category انا عايز ازود عليه product name لو دست على 3 نقاط دول المراضي هختار category hierarchy وابشن واحد بس اللي عندك category hierarchy وهتلاقي ها زهرت لك هنا تحت ها category بعد كده الترتيب مهم يعني لو عايز level الاعلى هو category فيبقى لازم يكون موجود فوق لو حبيت غير الترتيب ممكن اعمل رات click واعمل move up تعال بقى نبدأ نتفرج على المجرز اللي احنا عملناها ولكن هنشوفها في report view فانا ابدأ اول حاجة ب sales هاخد sales وبس اعمل كده اجرها وارميها في الكنفوس ده او في المربع الفاضي اللي بتسم في report اي حاجة هتحطها هنا فيها قيمة مالية هتقعد تحسب زي ما انت شايف وبعد كده هرسم لك default graph وgraph ده عبار عن bar chart لكن انا مش عايز لوقتي bar chart خالص انا عايز table فمن visuals اللي موجودة هنا عندك حاجات كتير اوي زي ما انت شايف انا هاختار ده اسمه matrix matrix هو الواحد وحيحوله لشكل table ادي total sales واد grand total بتاع ال t sales كله 190 مليون طبعا عايزين نبدأ نقسمه تعال نبقى ناخد الهيراركي اللي احنا شكلناه مع بعض وندوس عليها واحنا مختارين هنا هتلاقي حضرتك ظهر لك الهيراركي اللي انت كنت عامله انت كنت عامل اول حاجة categories الاربع categories اهم موجودين اقدر ادريل down عن طريق البوكس الصغير او plus الصغيرة دي زي ما بعمل بالزبط في ال excel بقى عندك اهو category وتحتيها products ادي report كامل اهو مفيش اي مشكلة ممكن نحطه بالمحاذاة كده عشان يبقى في البداية طبعا انت مش شايف كويس كده وانت دوست على البوكس اللي فوق ده على السهم اللي باصص على الزاوية ده هتعمل focus mode كده كأن انت باصص على report الوحد report ملالك او الtable ده ملاء report بالكامل فممكن تشتغل مقاه بشكل اريح شوية طب تعال نضيف quantity هاخد quantity وارميها جوه table الواحد هايكون لك اهو pivot table بالضبط اسمه ايه اسمه matrix تعال نرجع تاني report view وتعال ننزل report تحت خالص في corner اللي تحت وممكن نثبطه علشان الحتة الكبيرة دي مش محتاجينها خلاص اهو بقى عندك اول جزء من ال report او ال dashboard اللي احنا بنبنيه طب تعال نحط عنوان لل page دي اول الحاجة اغير اسمها تحت زي بالضبط ال excel double click وقفت عليها و double click اسمها page 2 انا هسميها sales report مثلا وتعال كمان نزود عنوان ممكن نعمله ازاي عن طريق textbox وانت في ال home هتروح على insert هتلاقي textbox هيفتح لك textbox زي ما انت شايف تقدر تكتب فيه بسهولة دي الشركة زي ما قلنا اسمها triple a bikes وده sales report وخلاص كده عملت textbox ممكن بقى نصغره شوية عشان كده كبير جدا وممكن اختار التكست اللي كتبته وازود الفونت عشان ده العنوان يصح يبقى الفونت بتاعه كبير فه اختار مثلا 36 ممكن اعمل resizing من جنب هو بمنتهى السلاسة والبساطة واحط فوق ال report خالص واخليه كبير لغاية الاخر وممكن بعد كده اعمل له center ولو حبيت مثلا ادي background هروح هنا على background من العالمين من vegetables هنا هروح على background واختار color بتاعه وليكن مثلا الرمادي الفاتح ده فبقى عند حرك زي ما انت شايف عنوان لل report وعند جدول موجود هنا طب انا عندي هنا city لو بصيت على ال ال الموجودة في الموضل لو روحنا على ال data من ال table وحاولت تفتح city دي هتلاقي في الفلتر حوالي 7 cities واساميم كلهم في مصر ال power bi is smart انه يفهم انه دي اسامي مدن طب ده معناها ايه لو روح على report view وروح على city بس طبعا اخد بالك لازم اوقف على حتة فاضية وحاقف اروح اختار city وارميها في الحتة الفاضية دي حيعمل ايه هتفاجأ انه الوحد فهم انه دي مدن ورسم لوحده خريطة مجرد انه حضرت city في ال canvas او في الحتة الفاضية في مكان report رسم لوحده خريطة وحتلاقي حراك هنا اسكندرية موجودة فوق وحتلاقي هنا كايرو جيزة وحتاج اسماليا بروسعيد ودي شرم الشيخ ودي لقصر وحاجة عسل جدا من غير ما تقوله اي حاجة لو قفت جواها وعملت scroll ادي هاو ممكن ايه تنزل بقى ايه تشوف التفاصيل ادي هاو القاهرة والجيزة جنب بعض كأنك بالزبط هتشكل حتلاقي هنا الدوائر كبرت ولما تقف على الدوائر هتلاقي مكتوب لك فيها انا اخطر حتلاقي حتلاقي مرسومة ويتحكم فيها حجم الدائرة دائرة كبيرة وعلى كوانتي كبيرة والدائرة الصغيرة كوانتي صغيرة ولو افت على اي بوينت هيكتب لك بالزبط فخلي الخريطة معنا ظريفة جدا ممكن نخلي الخريطة شغالة معنا ممكن بس نواسطنها كده في نص في الجنب ده علشان لو حبينا نزود حاجة كمان يبقى معندناش مشكلة تعال نعمل مثلا بالكاتجري فبردو هقف حتة فاضية واول حاجة هختار هختار هيروح لوحده زي ما عمل المرة اللي فاتت في الحتة الفاضية ورسم لك بار واحد وفي total sales طيب انا مش عايز بار انا مش عايز كولوم اسف عايز بار فممكن اختار البر هنا هتلاقيه رسمه لك بالجنب زي ما انت شايف كده موضوع بسيط جدا وبعد كده عايز اقسمه بالكاتجري حاخد بقى الكاتجري برضو وممكن ارميه جوه هنا حتلاقيه الواحد وعطول اسمها لك بالكاتجري ممكن اعمل خد بالك ان ده اقدر بعد كده اعمل اكسباند انا هنا اعمل هيراركي واخد اعلى هيراركي ممكن اعمل اكسباند من نقطتين دول لو عملت اكسباند بدل ما انت شايف هنا البايكس ككاتجري هجيبه لك مفكوك بروك 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 فجاب لك كل البروك ولو حبيت انا لما اختار بايكس يجيبلي البايكس بس هدوس على السهم ده مرة واحدة فانا لوقتي ممكن اكليك بايكس حيرو هعمل دريل على البايكس خد بالك كمان ايه اللي حصل هنا خد بالك ان كمان الريبورت حصل بفلتريشن وبقى باصس بس على البايكس ونفس الكلام حصل هنا الموجودة هنا بقت بس حصل فلتريشن على اد ايه ادي تخريطة تتغير اهو وحتلاقي ونفس الكلام اهو حصل هايلايت على الكارجو بايكس وبقى الدنيا بتتفلتر زي حسب اختيارك سواء من الجدول او من الخريطة او من الجراف اللي انت عامله لو دست عملتك لكاية تانية كأنك بتعمل انشيك او بتريموف الفلتر اللي انت عامله وبالنسبة الهنا عايز تطلع ليفل تاني فوق هتدوس على السهم اللي فوق وهيرجعك على الكاتيجري الكبير او الليفل الكبير وهتلاقي عندك هنا التابل رجع بشكل تمام طب فضلي حاجة واحدة محتاج اغير في السنين دول تلات سنين مع بعض مش سنة واحدة فمحتاج ابدأ ابص على السنين هاختار الحتة الفاضية اللي فاضلة هنا دي والمرة دي هلاقي هنا حاجة اسمها سليسر زي ما انت شايف اهو شبه الايكون بتاع الفلتر لو دست عليه هيعملك سليسر اهو عايز املاب ايه عايز احط في السنين مش عايز كل عايز بس السنين فممكن اعلم على الير لوحدها فجاب لك اهو 2016 ل2018 بس الشكل ده مش عجبني هاختار السهم الصغير ده تجه تبقى list هتلاقي list ادي 2016 و17 18 بس انا عايز املاها في الحتة دي فبدل ما هي جاية كده بشكل vertical عايز horizontal فما فيش مشكلة هروح على الفرشة اللي في واروح على general هاختار من واقدر بقى اروح دلوقتي املاها في البوكس الفاضي ده بقى عندك 2016 لو دست على 2016 حتلاقي الريبورت بتاعي كله البيج كلها حصلها filtration على 2016 ومازال برضو filtration لو جيت هنا مثلا اخترت بورسعيد ودست عليها من الخريطة هتلاقي كل حاجة بيحصلها filtration ده هنا بقى كل ده عبارة 2017 وبرسعيد كل التيبل ده 2017 وزي ما انت شايف اهو اصيب بورسعيد من البايكس بدأ يظهر والباقي بقى فاضي زي ما انت شايف بالشكل ده تعال نفرج على بعضه لو كبرت هنا شلت شكل دول وشلت كمان الريبن اللي فوق ادي شكل بتاعك ممكن تزود عملنا حاجة سريعة وبسيطة اعتقد سهل مش فارق خالص عن الاجسل لو بس فهمت شوية زي ممكن تلعب بالفيشول دي وانت قراد يعارف الpower query وdata model من الاجسل فانت بالنسبة لك الموضوع بقى بسيط جدا ده كل حاجة النهاردة شكرا جدا لوقتك وارجو تكونوا استفدتوا اشوف ان شاء الله الحلقة او الفيديو الجاي السلام ورحمة وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من ساستة حيب بيانات على الاجسل pqb او مبادئ power query فيديو ده pqb06 هنشوف ازاي ممكن نجيب بيانات من الانترنت باستخدام power query هنحاول مع بعض نتصل بموقع finance.yahoo.com عشان نجيب الاسعار التاريخية لأسهم شركة جوجل كمان بعد ما ناخد الديتا دي من على موقع finance.yahoo هنستخدم power query editor عشان نعمل transformation او تحويل البيانات عشان نجهزها ونقدر نستخدمها بعد كده في تقرير عن الاسهم بعد كده هنقوم بتحميل البيانات على جدول من جداول اكسل وهنستخدم مخطط جديد وجميل جدا اسمه stock chart او مخطط السهم معمول مخصوص علشان البيانات المتعلقة باسعار الاسهم اللي انت ممكن تجيبها من المواقع المختلفة على الانترنت كمان هنشوف ازاي لما البيانات اللي في الموقع يحصلها تحديث الpower query بمجرد refresh واحدة بس هتروح تعمل refresh للبيانات بتاعتها وتجيب البيانات الجديدة من الانترنت وفي الاخير خالص هنشوف ازاي ممكن ناخد نفس اللي احنا عملناه عشان نجيب الاسعار بتاعة شركة جوجل ممكن ناخد بس copy من الكويري دي ونغير السورس بتاعها ونخليها تبص على اسهم شركة فيسبوك وده ممكن يحصل في ثواني ومن غير اي صعوبة وقبل ما نروح على الاكسل ونشوف ازاي ممكن نعمل كده تعال نبص على الويب سايت ادي يهو فاينانس وانا هنا واقف على شركة جوجل ودي اسعار الاسهم اخر يوم 27 ديسمبر اللي هو تاريخ امبارح النهاردة 28 ديسمبر ده تاريخ امبارح ويا حتلاقي الاسعار بتاعة السهم الopen price سعر الفتاح او سعر الفتح والhigh price اعلى سعر والlow والclose وحاجة اسمها adjusted close وبعدين الvolume او كمية الاسهم اللي حصل عليها تداول عاد الاسهم اللي حصل عليها تداول البيانات دي زي ما تشاهف جاية في الجدول فانا عايز اروح اكوننكت على البيانات دي من جوه الاسل عشان كل اما تتغير البيانات دي او يضاف يوم جديد يجيلي بشكل تلقائي على الاسل تعالى نروح مع بعض على الاسل ونشوف ممكن نعمل كده ازاي وزي ما تعودنا لو هنشتغل على الpower query وحنجيب data من برا الاسل فهنشتغل دايما على workbook جديد فاضي وزي ما انت عارف ان الpower query موجودة في ال data ribbon على الشمال خالص في منطقة get and transform هي دي الpower query هنروح على get data ومن get data هنروح المرة دي على from other sources وحاختار from web هيفتح لي ويندو صغيرة ويطلب مني احط له url او ال web address اللي انا هجيب منه ال data بتاعتي اول ما هدوس اوكي هيفتح لي ال navigator بتاع الpower query على الشمال حلائي المحتويات بتاعة الweb site زي ما انت شايف في حوالي اربعة tables اعتقد ال data بتاعتنا موجودة في table 2 لو اخترتوا حلائي ال preview بتاعة ال data فعلا دي ال data اللي كانت موجودة هناك اقدر كمان من ال preview area دي ابص على ال web view عشان اتأكد انا في المكان الصح فعلا اهو انا موجود في اهو finance وقادي data اللي انا كنت ببصص عليها ولما تروح على ال table view هتلاقي الدنيا كلها تمام transform data عشان نفتح ال power query editor على اليمين لقيت اسم ال query table 2 تعالا نغيره عشان ديله حاجة لها معنى وانا هسميه google share price وenter بسرعة نراجع الخطوات السورس زي ما انت شايف راح جاب كل محتويات الweb site navigation لما اخترنا table 2 وبعد كده اللي واحده حاول يعمل بعض التغييرات ويزبط ال data type مفيش مشكلة ال date تمام 1.2 على اسعار الاسهم يعني الكلام ده معناها decimal number نفس الكلام على volume كل حاجة تمام شوية transformation سريع انا عندي هنا close وadjusted close محتاج واحد فيهم بس انا هلتزم بالadjusted close هاختار close وright click وقل له remove طيب عندي حاجة تانية سريعة date زي ما انت شايف بدء من يوم 27 اللي هو اخر يوم اللي هو تاريخ امبارح طيب وانا مش محتاج كده انا محتاج التاريخ يكون موجود من الاقدم الى الاحدث فمحتاج اعمل ترتيب هاختار السهم اللي جنب date زي ال excel بالزبط واقول له sort ascending حلاقي اقدم تاريخ موجود اللي هو 7 اغسطس واخر تاريخ بقى موجود تحت خالص اللي هو 27 ديسمبر كمان انا محتاج اسم الشهر لان بعد كده لما هسم الجراف هيبقى طبعا ميت يوم طويل جدا زي ما انت شايف عندي ميت رو هيبقى طويل جدا على one chart فمحتاج حاجة تساعدني اسم بيها ال data بتاعتي وليكم مثلا اسم الشهر ازود اسم الشهر ازاي هروح على add column ومن add column على date ومن date هلاقي حاجة اسمها month هخش كده على السهم اللي على يمين ده واختار من تحت خالص month name هلاقي ضف لي column جديد على اليمين اسمه month name محتاج اجيبه في الاول خالص فهاختار الهادر بتاعه واسحبه بالماوس كده واعمل drag وdrop في الاول خالص خد بالك لما هنجي نرسم زي ما قلنا ال stock chart الجديد ده محتاج ترتيب معين اول حاجة محتاجة هيكون ال volume موجود قبل الاسعار بتاعت الاسهم يعني prices المتدولة يكون قبليها ال volume فهاخد ال volume وحطه بعد التاريخ على طول وقبل كلمة open كده انا جاهز ودي كل steps بتاعتي متسجلة اقدر اعمل close and load وحروح على home وقوله close and load close and load two هيفتح لي الويندوز صغيرة بتاعت import data مفيش مشكلة انا محتاج احطها في table بس خلينا اخد وحاختر احط مثلا وليكن في ايه خمستاشر وكليك اوكي حلاقي على اليمين فتح وحلاقي الtable هنا بيت وحلاقي هنا بيعد لي الميت روز بتوعك انت كده تمام معلوماتك موجودة تعال بقى بسرعة نرسم التشارت اللي قلنا عليه هاختار من اول date لغاية closing price وهاختار لحد اخر التابل وعشان ارسم تشارت طبيعي هروح على insert ومن insert هاختار الووتر فول تشارت ده وادوس تحت كده وحلاقي حاجة اسمها stock هاختار اخر واحد على اليمين لو اخترنا مع بعض وعملنا مكتوب ايه مكتوب volume open high low close ده الترتيب بالزبط اللي انت مطلوب تعمله هاختار نوع التشارت ده لوحد وعلى طول هرسم لي تشارت زي ما انت شايف وزي ما انا قلتلك التشارت هيكون كبير جدا انك تحط كل المعلومات دي في التشارت واحد عشان كده احنا زودنا المنث نيم طيب انا عايز اتحكم اختار ابص على شهر بشهر ولان زي ما انت شايف الجراف كده صعب جدا قرأته هعمل ايه وانا مختار اي سل جوه التابل الزريف ده هروح على تابل ديزاين ومن تابل ديزاين هروح على انسرت سليسر وهاختار من انسرت سليسر هاختار month name وقول اوكي هيعمل لك سليسر شكله جميل جدا تحط جنب الجراف بتاعك تختار منه اوجست هتلاقي حصل على التابل ونفس الكلام على التشارت اقدر اقلب في اسامي الشهور الموجودة قدامك اخر شهر 28 ديسمبر لسه الساعة واحدة الصبح على حوالي الساعة خمسة بعد الظهر او ستة بعد الظهر هيكون حصل ممكن يحصل تنزل المعلومات الجديدة لو جيت حضرتك على التابل ده وعملت هتلاقي المعلومات اللي جوا اتغيرت وبدل ما كان اخر يوم موجود زي ما انت شايف هنا في التشارت ده لو ما ادناه شوية حتلاقي في يوم جديد زاد وبقى عندك يوم 28 12 طيب احنا كده عملنا شركة جوجل اقدر اغير التشارت تايتل واكتب هنا جوجل افرض حركة عايز اعمل نفس اللي عملت على شركة تانية ولتكن مثلا شركة فيسبوك ممكن اعمل كده ازاي مفيش مشكلة خالص هقف على ال وحقول دوبليكت اول ما حاوله دوبليكت هيفتح لي تاني ال power query editor وزي ما انت شايف لو فتحت من على الشمال هنا بدل ما كان عندي query واحدة بقوا اثنين query وكويري التانية زي ما بعمل اي copy على طول بيديها باي default بيخليها جوجل share price 2 فانا عايز اغيرها وخليها facebook share price ودلوقتي بدل ما انا هعيد كل الخطوات تاني كل اللي هعمله هروح على source وحدوس على العجلة اللي جنب source دي هيفتح لي تاني الويندو اللي كان فتح لي في الاول عشان يطلب مني ايه هو اسم الويب سايت وانا عندي الور بتاع facebook من نفس المكان او من نفس الموقع اللي هو finance dot yahoo dot com هعمل paste الور الجديد مكان الور الال القديم وادوس على اوكي هيبدأ يروح يكون نكت على الموقع الجديد ولو حرك روحت على الاخر خطوة خالص هتلاقي مفيش مشكلة عمل كل الخطوات السابقة وعمل كل اللي انت عايزه ولكن على source الجديد اللي انت غيرته له حرك نفس الويندو بتاعة import data تعال نحطه جنب التابل التاني فهقول له existing worksheet وهاختار مثلا هنا واقول اوكي هيبدأ يعمل loading لفيسبوك share price دي الكويري التانية اللي احنا زودناها وهيبدأ يكارية التابل جنب التابل التاني زي ما انت شايف في ثواني معدودة قدير ان نعمل تابل تاني حركة ممكن تكمل نفس اللي احنا عملناها بالزبط وتبدأ ترسم كمان graph تاني وتعمل slicer تاني وتشتغل على اي عدم الاسهم انت عايز بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة السلام عليكم وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسل تحيي البنات على الاكسل باستخدام power query او مبادئ power query pqb الفيديو ده pqb07 هنشوف ازاي نعمل تحويل للبيانات لان الفيديوهات السابقة اتكلمنا على استخراج البيانات وشوفنا ازاي ممكن نستخرج البيانات من csb او من اكسل ووركبوك او من نفس الوركبوك حتى شوفنا ازاي ممكن نجيب بيانات من قاعد بيانات اكسس وشوفنا كمان ازاي ممكن نجيب البيانات من الانترنت لكن النهاردة هنعمل تأسيم الاعمدة الى صفوف ايواء هنقسم العمود الى صفوف في الحقيقة الفيديو ده بيعالج مشكلة المشكلة دي هي ايه ان احنا جاي لنا بيانات لفواتير العملة ولكن البيانات دي كلها جاية في عمود واحد يعني رقم الفطورة متكرر كزا مرة جوه نفس الخلية في نفس العمود لنفس الكاستمر مش كده وبس كمان انا مش عارف متكرر كم مرة يعني ممكن يكون في شهر واحد لكل عميل او يكون في اكتر من شهر لكل عميل وكل البيانات دي موجودة في عمود واحد زي ما هنشوف لما نروح على الاكسل طب ايه المطلوب المطلوب ان يقسم البيانات دي اسم الشهر في عمود مستقل والقيمة الرقمية او الفاليو بتاعت الفاتورة تكون في عمود مستقل ولما اعمل كده هقدر اعمل تقرير عن فواتير العملة باستخدام البيفت تابل ونحن بنعمل الشغل ده هنستخدم موضوع تقسيم الاعمدة او فانكشن او فانكشنال التي موجودة في اسمها سبلت كولومز وحنشوف فيها ازاي ممكن نقسم العمود الى صفوف يعني عمود بالعرض كده اقسمه الى صفوف تحت بعض وده باستخدام دلمتر او محدد دلمتر ده مثال عليه زي داش او الكاما او سمي كولن او تاب كل ده بيعتبر دلمتر هنشوف كمان ازاي ممكن نقسم العمود من بداية الرقم يعني لو فيه تاكست ونمبر لما يشوف نمبر يبدأ يقسم والعكس لما رقم يخلص يبدأ يشوف تاكست يبدأ كمان يقسم فهنشوف مرة كده وهنشوف مرة كده كمان هنشوف ممكن ازاي نقسم العمود حسب عدد الحروف اللي موجودة في العمود مش كده وبس اخر حاجة هنشوف ازاي لما نضيف من موجود فيه 2 column بس الكولوم الاولاني فيه customer ID او رقم العميل زي ما انت شايف عندي 13 customer ID وحتلاقي بعد كده column تاني اسمه invoice details او تفاصيل الفواتير لو بصيت شوية وقربنا كده حاولنا نشوف مع بعض هتلاقي اول جزء موجود هو رقم الفاتورة invoice ودي رقمها وبعد كده حضرتك هتلاقي موجود amount وبعد كده amount فيه dash يعني الاول فيه رقم الفاتورة وبعد كده فيه amount اللي هو 9,219 وبعد كده dash واسم الشهر هنا January بعد كده فيه space وبعد كده فيه فاتورة تانية وهكذا هتلاقي الموضوع متداخل جدا ولكن اللي اقدر استنتجه من هنا ان كل record من دول كل بيانات مجموعة فواتير في بينهم space يعني كل ما تلاقي space تبدأ بيانات فاتورة جديدة وكل ما تلاقي space تلاقي فاتورة جديدة وفي نفس الوقت زي ما انت شايف مثلا العميل الاولاني عنده ادي واحد اتنين تلاتة اربع فواتير ولكن العميل ده عنده ست فواتير العميل ده عنده خمس فواتير فطبعا الديتا غير منظمة بالمرة وانا اطلع منها report شيء صعب جدا ولكن باستخدام power query هتلاقي الموضوع في منتهى السهولة وانا واقف على اي cell جوه الرينج ده عايز اول حاجة احوله لتابل عشان بسهولة ادخله جوه الpower query هستخدم الشتكات الشهير control t وحيسألك اذا كان عندك في الديتا دي وانا في الحالة دي عندي هدر فهعمل شاك على وقل حتلاقي على طول حولها لك لتابل من تابل design هروح على الشمال خالص وبدل ما هو اداله اسم تابل 1 هسميه انا input enter والpower query موجودة في الديتا ريبون زي ما احنا عارفين فهروح على ديتا على الشمال خالص هرقي get and transform وهلقي الايكون الصغير ده اللي هقولك from table او range هدوس على الايكون ده على طول فهيفتح لك على طول power query editor عشان تعمل transformation في التابل بتاعك انا دلوقتي جوا الpower query editor وزي ما انت شايف ادري 2 columns بتوعي في التابل الصغير وزي ما انت شايف اسم الquery جاء اسمه input زي ما انت شايف لكن انا المرة دي عايز اغيره وخليه output وزي ما باصص على الapplied steps هتلاقي source اللي راح جاف في الديتا دلوقتي فهعمل من الريد اكس دي هعمل delete change type وحبص على الديتا بالشكل ده زي ما اتفقنا وبصينا على الديتا مع بعض احنا بعد كل space بيظهر مجموعة بيانات جديدة معنى كده ان اول مجموعة بيانات لازق في بعض ده فطورة على بعضيها فيها رقم فطورة وفيها الاماونت وفيها الشهر بعد كده في space وفطورة تانية وهكذا المطلوب بقى ان انا اعمل تقسيم على الاقل يبقى عندي بيانات كل فطورة مع بعض في column واحد وبعد كده نشوف هنتصرف ازاي وعشان اعمل كده هاختار الheader بتاع الcolumn اللي فيه معلومات الفواتير ومنهم هلاي ايكون مشهور قوي موجود في النص في transform اسمه split column اول ما هادوس على split column هيفتح لي menu ويقول لي عايز تعمل split ازاي الحالة بتاعتي انا عايز استخدم delameter فهدوس على delameter by delameter هيفتح لي dialog box عشان يسألني عايز تعمل ازاي بالزبط عملية الcolumn split طبعا لو فتحت هنا هلاقي option كتير هلاقي column وقامة وحاجات زي كده وفي space احنا اتفقنا ان كل مجموعة بيانات بينهم space فهاختار space وزي ما انت شايف عندي split at ممكن left most يعني اعملها مرة واحدة من الشمال او right most يعني اعملها مرة واحدة من اليمين او each occurrence وانا عايز each occurrence يعني كل ما تلاقي space اعملي عملية فصل للcolumn لحد كده ده شيء معروف وسهل لكن لو رحت على advanced option ودست هنا هتلاقي ميزة كويسة جدا اسمها split into rows فانا لو اخترت split into rows كل فطورة هتنزل لتحت الفطورة اختها يعني بعد اول فطورة هيروح منزل row وهيفتح لي فطورة جديدة وحيكرر لي ارقام الكاستمرز اول ما حدوس على اوكي زي ما انت شايف table طويل وبقى عندي فطورة في كل سطر invoice details اهو نفس الكلام وحصل ايه زيادة في عدد الروز بعد انما كانوا حوالي 13 row بقوا 48 row وبقى عندي فطورة منفصلة في كل سطر وده طبعا شيء مهم جدا وحتلاقي هنا فيه تكرارات فيه ارقام الكاستمرز وطبعا ده مفهوش اي مشكلة بالعكس ده اللي انا محتاجه بالزبط الواحده برضو اعمل change type انا مش محتاجها red x واعمل delete الوقتي عايز ابدأ اقسم بقى اه زي ما اتفقنا انا عندي اول حاجة ال invoice number بعد كده semi colon وعندي بعد كده amount وبعد كده واسم الشهر عايز ابدأ اقسم ال delimiter بتاعي هيبقى semi colon ممكن اختار من هنا على طول semi colon ليه ده لما اختار semi colon هيعمل اول حاجة زي ما انت شايفه ادي رقم الفطورة وراها semi colon فده هيفصل لي رقم الفطورة في column لوحده ونفس الكلام هختار edge occurrence of the delimiter كل ما تلاقي semi colon اعمل لي عملية فصل هدوس على اوكي هتلاقي invoice details يتقسم الى invoice detail dot one و invoice details dot two بس هو للاسف حاول يكون ذاكي وحاول لي date حاول لي data type الى زي ما انت شايف الى date وده طبعا بواز للدنيا فعشان كده هروح تاني عدد x بتاعة change type دي واروح مدلتها فلما هدلت الخطوة بتاعة change type هترجع لي تاني amount وبعد كده dash وبعد كده اسم الشهر محتاج اعمل تقسيم تاني للكولوم الجديد ولكن المرة دي هنعمل بشكل مختلف هروح تاني على split column وحدوس على السهم من التحت وهختار المرة دي حاجة اسمها by digit to non digit معناها ايه لما حضرك تلاقي رقم اول ما ينتهي الرقم وتلاقي بعد كده حاجة ما فيهاش رقم لو سمحت اعمل لي تقسيمة في الحالة دي وليكن مثلا في اول سطر في تسعة اتنين واحد تسعة وبعد كده dash فبعد لما تخلص التسعة دي قبل ما يشوف ال dash على طول هيعمل عملية تقسيم وبالتالي اقدر اختار by digit to non digit هدوس عليها زي ما انتشايف فصل الرقم لوحده وبعد كده بقى عندي dash وجان و dash و march وهكذا طيب الخطوة اللي بعد كده محتاج اشيل ال dash ال dash هي اول حرف موجود او اول character موجود تاني هروح على split column واختار باي number of characters يعني اختار يعمل فصل بعد كام حرف هدوس عليها هيفتح لي تاني نفس الوضع وحيقول لي انا عايز رقم ال characters اللي انت عايز تفصل عندها فحقوله لو سمحت بعد character واحد حقوله once as far left as possible يعني اعملها لي مرة واحدة من الشمال وحدوس على ok هتلاقي بعد كده فصلي ال dash لوحدها وفصلي الشهر لوحده دلوقتي انا مش محتاج ال column بتاع ال dash ده right click وحقول له remove فبقى عند حركة ده ال customer id بعد كده ال customer invoice بعد كده ال invoice details دي اللي موجود فيها ال amount واخر حاجة عندك موجود اسم الشهر دلوقتي ممكن اعمل انا الواحدي بقى اقوم بعملية change type بالشكل اللي انا شايفه اول اتنين واخر واحد دول هيبقوا text فهاختارهم من الheader وادوس control واختار كل الheaders ومن det5 فوق بعد اما كان مكتوب any هادوس على السهم ده وقوله دول لو سمحت خليهم تاكست وهاختار المكان اللي فيه ال amount وبدل ما هو whole number هاختاره هاخليه decimal number فضيلي خطوة واحدة بس اني اغير المسميات بتاعت الheaders انا عايز اغيرها فاول واحدة دي هسميها invoice number وenter double click على الheader بتاع التانية amount وenter والتالتة month وادوس enter حضرتك كده جاهز ممكن تعمل load هروح على home close and load close and load to هيفتح الويندو بتاعة import data هاختار table مفيش مشكلة existing worksheet هروح هشيت اللي اسمها output واختار top left وادوس على ok هتلاقي الكويري بتاعتك بتظهر هنا وبيحصل لها loading زي ما انت شايف ادي كويري اسمها output 48 رو هصل لهم loading ولو روحت على الشيت اللي اسمها output حلاقي زي ما انت شايف الدنيا عندك بقى شكلها كويس جدا اقدر لو انا واقف على table ده ادوس على alt n v عشان اعمل pivot table ويه برضو هاختاره في existing worksheet خليلا نحطه جنبه وندوس على ok هكارية pivot table تعال نسميه هنا من على الشمال من pivot table analyze اروح على الشمال خالص وديله اسم وليكن اسمه invoice report ودوس enter كده خلاص ادينا اسم ممكن نقفل الويندو دي تعال نعمل report سريع حط month في columns ويحط لي amount في values right click عشان تعمل number format هاختار currency zero decimal places ok بعد كده حط customer id في rows ادي كل العملة بتوعك واد اجمالي الفواتير في كل شهر لكل عميل حط invoice number تحت customer id بعدك report ممتاز جدا فيه رقم customer والفواتير اللي اصدرت لكل customer والشهور موجودة بالعرض وزي ما انت شايف ديتا كان شكلها ملخبط بالشكل ده نديرنا نطلع منها output والreport الضريف ده كمان انت ممكن بعد كده لما يجيلك data بتاعة شهور من جولاي لغاية august انت لو بصيت هنا عندك لغاية june فهنا فيه معلومات زيادة اقدر اخدها copy واروح على customer data واقف على اول sale فاضية في التابل واقول ctrl v عشان اعمل paste لو روحت على output بتاعك زي ما انت شايف هنا لو عملت الفلتر موجود بس من april لغاية june لو وقفت هنا وعملت right click وقلت له refresh وفتحت الفلتر تاني هتلاقي ديتا بتاعتك موجود فيها كل الشهور روح على pivot table وright click واعمل refresh هتلاقي البيانات بتاعتك موجودة لغاية شهر ديسمبر نفس الخطوات اللي عملنا بيها transformation للdata عشان همتسيفة في power query اتعادت فيديو شكرا جدا لوقتك وارجو تكونوا استفدتوا السلام وارح 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 من سلسات تحويل البيانات على الexcel مبادئ power query او pqb الفيديو ده pqb08 لسه بنتكلم عن تحويل البيانات وده الفيديو التاني اللي متكلم فيه عن تحويل البيانات النهارده هتكلم على الحاق او او اضافة بيانات الى جدول او ما يسمى باللغة الانجليزية append append مهمة جدا في power query والنهارده هنشوف ازاي بتشتغل عندنا مثال عملي مثال عملي عبارة عن مبيعات لتلات سنين ولكن كل سنة موجودة في جدول مستقل عادل اعمدة في كل سنة او في كل جدول غير ثابت بمعنى هنلاقي جدول فيه اربع اعمدة جدول فيه خمس اعمدة وحنشوف ازاي ممكن نتعامل معها عشان نعمل append والحاجة الاخيرة ان فيه احد الجداول لا يحتوي على قيمة للمبيعات يعني حلاقي فيه الاسعار والكميات وانا محتاج احسب المبيعات بنفسي داخل power query وانحن شغالين هنشوف ازاي ممكن نحسب المبيعات او ممكن ازاي نضيف عمود محتسب داخل power query هنشوف ازاي نوحد عدد الاعمدة في كل الجداول عشان نعمل عملية الاضافة او عملية الappend بشكل سليم ومزبوط في المثال العملي النهاردة عندنا زي ما انت شايف مبيعات 3 سنوات وكل سنة موجودة في 2017 2017 18 19 السنة الاولى 2017 عندك رقم المنتج او كود المنتج وعندك size بتاع المنتج وعندك التاريخ وبعدين الكمية والسعر والاراد او revenue الشيط التانية ده زي ما انت شايف 2 4 6 عمدة روح على الشيط التانية هتلاقي فيها 4 عمدة بس ما عندك size كمان عندك quantity and price بس ما عندك 1 2 3 4 5 انا مطلوب مني ان انا اعمل تقرير واحد للثلاث سنوات مع بعض فعايز اشتغل على الكلام ده باستخدام power query خلينا نروح على اول وحدة وزي ما انت شايف البيانات متحولة او ال data set متحولة الى table format زي ما انت شايف ولو روحت على table design هتلاقي في اسم مناسب جاهز sales 2017 فاقدر على طول اروح على data ribbon واروح على get and transform على الشمال واختر الايكون بتاع from table او range ولو دست عليه هياخد على طول ال table ده ويودي على power query editor على يمين حلاقي زي ما انت شايف ال query settings اول حاجة الاسم sales 2017 اسم كويس مفيش مشكلة الexcel لوحده في الابلاد ستاب سيحاول يدتاكت ال data type واعتقد ان كله ماشي كويس 123 دي معناها ان ده number والabc دي معناها ان ده text مفيش مشكلة هنا date وtime اعتقد ممكن اغيرها للdate طبعا هختار replace current لانه عمل change type فطالما انا هغير حاجة في change type فهقول بدل ما تزود خطوة جديدة اعملها في نفس الخطوة السابقة بعد كده عندي quantity one two three دي معناها whole number one dot two في price one dot two في revenue معناك كده ان دول decimal number فاعتقد كله تمام ممكن اعمل load على طول للكويري دي مفيش حاجة تانية محتاج اعملها دلوقتي وحسيبهم زي ما هم 6 اعمدة ونشوف بعد كده ايه اللي هيحصل هروح على close and load close and load two هيفتح dialog box بتاع load two انا مش محتاج احطها في حتة خليها دلوقتي only create a connection معناها ايه معناها انه هيحتفظ بالكويري اقدر استخدمها في اي حاجة تانية ولكن مش هتظهر عندي في الexcel sheet هتفضل محتفظ بيها ومتسيفة في الback end بتاع الworkbook هدوس اوكي زي ما انت شايف 2017 connection only انا كده تمام pt نفس انا عملته بالزبط رحت على power query اسمها sales 2018 الاسم تمام الاربعة columns و data types كلها تمام بس ده هنغير ه نخلي date مكان date و time replace current ما عنديش مشاكل close and load close and load 2 هيفتح نفس الديالوج box only create a connection click على اوكي بقى عندك 17 و 18 كل واحدة في query مستقلة روح على 2019 نفس الكلام احفظ معايا shortcut alt a pt data types تمام الاسم مفيش فيه مشكلة هنغير date و time هنخلي date بس و هقول برضو replace زي التانين close and load close and load 2 only create a connection ووكي هرك كده بقى عندك 3 queries كل واحدة فيهم معمول بيها connection only 17 18 19 انه وقتي عايز احطهم مع بعض في table 1 وهنا محتاج استخدم append هجيب منين append هروح برضو على data ribbon على get and transform وستعمل get data الكبير ده وحدوس عليه وحدزل تحت combine queries واختار حاجة اسمها append اول ما حدوس عليه هيفتح لي dialog box ويسأل ني انت عايز تعمل append ازاي append زي ما انت شايف عندي two options اما two tables بس مع بعض فيقولي من primary table ومن table to append to the primary table لكن انا محتاج اكتر من جدول هاختار three or more tables واجاب لي هنا كل queries اللي موجودة عندي اللي هما 17 و18 و19 وهنا زي ما انت شايف عايز يعرف انا عايز append مين مع مين بالزبط هاختار اول 1 17 ودوس على shift واختار اخر 1 19 كده علمت على التلاتة دوس على add وقول اوكي هيفتح لي تاني power query editor وحيعمل لي query جديدة فيها التلاتة queries مع بعض زي ما انت شايف اسم query ده by default سمي append 1 فمحتاج اغيره فسميه مثلا all sales وenter واجاب لي زي ما انت شايف source طبعا انت لو خد بالك هنا هيجيب لي كام column دي 1 2 3 4 5 6 لو فتحت مثلا حاجة زي revenue هنا طبعا خد بالك انت لما بتفتح من power query لو عاد السطور كبير طبعا هنا انا عندي التلاتة queries مع بعض اكتر من 180 1000 line فلو قلت له load more لازم اعمل load more فحيبدأ يعد عدد الرز الزيادة وحلاقي عندي حاجة اسمها null ولو عملت عليها filter زي ما انت شايف كده هتلاقي null موجود في سنة 2018 الى ما كانش فيها رقم revenue محتسب كمان عندك هنا حاجة لو شلت الفلتر ده اقدر طبعا من red x دي اشيل الفلتر لو شلت الفلتر من هنا وروحت على size هتلاقي حضرتك ان size ده مش موجود بس غير في سنة واحدة بس بقيت السنين ما فيهاش كلمة 2018 2019 طيب انا محتاج اوضب الديتا دي علشان اقدر احطها في report واحد يكون لي معنى طيب اعمل ايه خلينا الاول اعمل close and load to وحقفل الكويري دي خالص وحعمل لها load الكويري محتاج فحعمل لها load فحروح على table هختار table وحروح على new york sheet وقول اوكي حلاقي الكويري رابعة اسمها all sales ولكن في sheet جديدة وحتلاقي بيخلق الكتاب الجديد موجود في data اللي جاية من التات الكويري الثانيين وزي ما قلت لك هم اكتر من 180 اكتشوية هم 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 عدوا 200 الف رو زي ما انت شايف ودي data بتاعتك طبعا ما هيش احسن حاجة في الدنيا لانك لو فتحت هنا زي ما قلت لك هتلاقي ريف لي مش كامل ولو فتحت هنا هتلاقي size برضو مش كامل فانت محتاج ان تزبط الدنيا شوية تعال ناخد دي في الاخر وحنسميها زي اسم all sales ودوس على enter وتعال بقى نعمل edit في ال الاصلية نفسها انا عايز اروح على sales size لانه مش موجود هنا بس وبالتالي مش هقدر اعمل report بدلالة size فكل هعمله وانا هقف عليه right click واعمل remove كده اعتقد ادي خطوة زي اسمها remove column اعتقد كده القيري دي جاهزة ممكن افتح من هنا اراقي كل القيري بتاعتي فممكن اروح على 2018 واعمل عطول change اللي انا عايز اعمله زي ما انت شايف مشكلتي في 2018 ان انا عندي quantity وprice بس ما عندي رقم المبيعات فمحتاج اضرب الاثنين دول في بعض عشان احسب رقم المبيعات هروح فين هروح على add column عندي حاجة اسمها custom column ممكن استخدمها بس انا استخدم حاجة تانية هختار quantity وهدوس على control او shift واختار price فكذا انا اختار العمودين دول مع بعض quantity والprice وحروح على حاجة اسمها from number وحروح حاجة اسمها standard وحاجة اسمها multiply اول ما حدوس على multiply زي ما انت شايف عملي column جديد اسمه 1.2 ومكتوب في multiplication 1 2 3 4 5 لو رجعت على 2017 1 2 3 4 5 ولو روحت 2019 نفس الخامسة columns ما عندكش مشكلة خالص انت كده جاهز ممكن تروح على home وتقول close and load وتقفل او تروح من X اللي موجودة فوق وتدوس عليها بس لازم تقول keep عشان يسايف change اللي انت عملته هيعمل التغيرات خلاص اتسايفت هنا انا محتاج بقى اعمل refresh للquery اللي فيها الابند او الquery المجمعة هاعف عليها واعمل right click واقول refresh هاعمل reloading لل208 row مرة اخرى فزي ما انت شايف رغم ان عملت التعديلات في 2017 و2018 لكن عملنا refresh ل2019 وحصل التغيير في 2019 زي ما انت شايف size اختفى ولكن بص هنا ايه اللي حصل بدل ما جالي revenue كله تحت بعضه بقى عندي اتنين column واحد اسمه multiplication والتاني اسمه revenue طبعا مش ده اللي انا عايزه انا كنت عايز revenue يجي تحت بعضه تفتكر ليه لان اسامي columns مش زي بعض يبقى انت لازم تراعي وانت بتعمل append ان الheader بتاع column لازم يكون واحد في كل الجداول وإلا هيعمل لك column جديد ومش هيعرف يحط الاثنين تحت بعض خد بالك نفس المشكلة هتحصل لك لو data type ما هو مظبوط يعني لو كله مش شايف مثلا الكلام بتاع date ده لو مش شايف كله date زي بعضه حيعمل مشكلة لو مش شايف ان ده number حيعمل مشكلة فلازم تراعي اول حاجة ان يكون الاسم بتاع الheader مظبوط وكمان لازم تراعي ان يكون data type بتاعتك مظبوطة طب تعال بقى نصلح لحنا عملنا هنفتح 2018 double click عليها هيفتح لي تاني power query editor كل اللي محتاج اعمله multiplication دي double click على الheader وحكتب revenue ودوس enter خد بالك لازم يكون مظبوط بالزبط حتى كمان اخد بالك الpower query case sensitive يعني لو R capital في الاساس بتاعك او في الtable التاني لازم تفضل R شغالة مع capital نفس الكلام تعال نقفل ونقول له keep كده هو عمل save للchange بتاعك محتاج تعمل refresh للك زي ما انت عارف انا ممكن اعمل refresh من اماكن كتير قوي ممكن اقف على query ودوس على refresh من هنا ممكن اعمل right click على table وقول refresh حيعمل loading تاني وحتشوف دلوقتي التعديل اللي هيحصل في table دلوقتي column اختفى والrevenue بقى كله تحت بعض ولو فتحت الفلتر مش هتلاقي اي blank كله تمام نفس الكلام عندك quantity والprice زي ما انت شفت عملت append مرة واحدة اي تعديل هتعمله في اي query من التلاتة طالما دي معمول لها append على التلاتة queries مع بعض في اي تعديل حيسمع بشكل تلقائي بعد ما كانت ال data كل واحد في جدول وشكل ال data مش منتظم قدرت احطهم تحت بعض باستخدام append اقدر بعد كده لو انا عايز اقدر اعمل pivot table مفيش مشكلة ولكن اللي انا محتاج اعمله بعد كده وده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي اني اغير الاكواد الموجودة هنا الى اسامي المنتجات وعشان اقدر اجيب معلومة اسم المنتج والكاتجري كمان بتاع المنتج ده هيكون في الجدول بنعتبره look up table او dimensional table طبعا في الاكسل العادي هستخدم حاجة اسمها velocop الناس كلها عارفاها في المعادلات بتاعة الاكسل او دوال الاكسل هستعمل حاجة اسمها velocop ولكن في power query موضوع الحلقة الجاية هيكون حاجة اسمها merge queries ازاي اقدر اجيب معلومة من جدول one وجدول two واعمل دمج ما بين الاثنين وحطهم في الجدول الواحد وده هيكون بديل للvelocop الموجودة في الاكسل العادي السلام ورحمة وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سزا تحقيق البيانات على الاكسل مبادئ power query او pqb الفيديو ده pqb09 لسه بنتكلم على تحويل البيانات او data transformation النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا اسمها merge queries او ازاي ادمج بيانات موجودة في جدولين ده يعتبر زي ما اتكلمنا قبل كده ان ده replacement للvelocop الموجودة في الاكسل formulas العادية وحنا شفنا في الفيديو السابق مع بعض ان احنا ممكن نعمل append لاضافة بيانات المبيعات من ثلاث جداو المختلفة وقلنا عشان نتمم عملية append لازم نتأكد من مطابقة 3 حاجات عاد الاعمدة وعنوين الاعمدة تكون مطابقة بالزبط وكمان نوع البيانات الموجود في كل عمود هنكمل على المثال السابق في الفيديو ده وحنشوف ازاي ممكن نعمل merge او دمج بين جدولين وده يعتبر استبدال للvelocop وحنستعمل نوع من انواع دمج البيانات اسمه left outer تعال مع بعض نروح على المثال العملي ونشوف هنعملها ازاي وزاي ما شفنا في الفيديو السابق فيديو PQB08 ولو انت عايز تشوف الفيديو ده هتلاقي اللينك بتاعه فوق الشاشة دلوقتي حال وطبعا ده هيكون افضل عشان تتفرج على المثال من اوله في الفيديو السابق كان عندنا المبيعات بتاع تريبل اي بايك شوب جاية في تلاتة شيتز شيت الاول سيلز 2017 وكانت جاية في 6 كولوم و2018 موجودة بس في 4 كولوم لان مثلا ما كانش فيها المبيعات محسوبة كان الكون و2019 كانوا 5 كولوم قدرنا عن طريق الباور كويري نعمل 1 2 3 كويري لكل سنة وكمان كويري ربعة عملنا فيها append يعني حطينا الثلاث سنين تحت بعض وعملنا لها load في الشيت اللي اسمها all years وزي ما انت شايف التاب اهو عبارة عن 5 كولوم كاملين 208 1000 رو ولكن قلنا ان الموجود على الشمال ده لو حبيت تعمل report محتاج تجيب وكمان الكاتيجري بتاع ودول مش موجودين زي ما انت شايف لا في الجدول ده ولا في اي مكان تاني جوه الexcel sheet لكن موجودين في جدول مستقل والجدول ده موجود على csv فايل متسجل عندي فعايز اروح اعمل query جديدة او اعمل connection على csv فايل ده عن طريق الpower query عشان اجيبه هنا في query جديدة وبعد كده اقدر اعمل damage او merge اجيب المعلومة من الجدول التاني و احطها مع التابل ده في جدول واحد واقدر اعمل report بشكل كويس عشان اعمل كده هروح على data ribbon على الشمال حلاقي get data او get and transfer data وحلاقي الايكون ده لو قفت عليه مكتوب عليه from text or csv او ممكن ادوس على السهم اللي عند get data واروح from file واروح على from text slash csv هيفتح لي navigator عشان يقول لي فين الفايل بتاعك موجود عندي على الكمبيوتر بتاعي اسمه product lookup هاختاره واقول import هيفتح لي navigator ونفيجيتر ده هلاقي فيه preview للdata زي ما انت شايف 3 column product id موجود هنا product id زي ما انت شايف في ال table الاصلي وهنا لكن هنا معلومة الاسم المنتج ومعلومة الكاتيجري بتاع المنتج وحتلاقي كمان بيقولك ان هو comma delimited اقدر اعمل load مباشرة لكن انا افضل اعمل transform دايما هدوس على transform هيفتح لي power query editor الpower query editor هلاقي فيه خطوات source وبعد كده automatically عمل promote للheaders زي ما انت شايف وكمان change type لانه قدر ي detect automatically كل type بتاع كل column فهنا 123 معناها ان ده number وabc abc معناها ان ده text كل ده بالنسبة لي تمام كمان اسم query اخده من اسم الفايل اللي هو product lookup فما فيش مشكلة انا كده تمام جاهز ممكن اعمل close and load close and load to وزي ما عملنا المرة اللي فاتت زي ما create connection ودوس اوكي وحلاقي هنا في query زادت ومكتوب عليها برضو connection only دلوقتي جاهز ممكن اعمل عملية الدمج لو عايز اعمل كده ممكن اروح على get data ودوس عليها حلاقي هيسمها combine و لو اخترت combine حلاقي في merge و append لو اخترت merge هيفتح لي الwindow بتاعت المرج وممكن اعمل منها merge لكن المشكلة انك لو عملت كده هيعمل لك query جديدة ويسميها اسم جديد وحيتم الدمج في query زيادة طبعا انا مش محتاج ها في الكيس اللي احنا تكلم فيها دي وبالتالي ممكن اعمل الدمج على query اللي اسمها all years مرة واحدة فبالتالي محتاج الاول اعمل لها edit فقدر اعمل double click وانا مختارها من queries and connection واول ما هعمل double click هيفتح power query editor وفي الحالة دي وانا واقف على query حيب عندي امكانية ان انا اعمل دمج جوه نفس query اعمل الكلام دمين هروح على home مكان اسمه combine وزي ما انت شايف فوق خالص في merge queries وفي سهم ممكن تقوله انا عايز merge query يعني جوه نفس query ولا merge query as new لا انا انا عايز merge query هنا لو دست عليها هيفتح لي window او dialog box بتاع merge query زي ما انت شايف الwindow دي مقسومة نصين النص الفؤاني بختار فيه الجدول الاول وطالما انا بعمل merge من جوه query دي فهي هي الجدول الاول اللي ظاهر عندي فوق ومن هنا فيه drop down في النص التاني ممكن اختار query التانية اللي عايز اعمل منها merge في الحالة بتاعتنا احنا عايزين الproject look up هاختارها هيدلي لك preview صغير هنا زي ما انت شايف حوالي ست سبع سطور من table او من query وزي ما انت شايف برضو هنا في preview صغير فده شكل الجدول الاول وده شكل الجدول التاني طيب زي ما انت شايف الرابط بين الجدولين هو product id موجود في all years وموجود كمان في product look up زي ما انت شايف هو product id وproduct id ده الرابط ما بينهم فانا عايز اعرف الكويري انه هو الرابط اللي هتعمل عن طريقه الدمج فهدوس هنا على الهيدر من اول واحدة فهيعلم عليه كله بلون الاخضر زي ما انت شايف وادوس كمان على التانية فبرضو علم عليها باللون الاخضر هلاقي كمان هنا في حاجة بتعمل loading كده بيعمل حاجة اسمها estimating matches based on the data previews خلص وبيقول لك انه 28000 من 208000 حصل ليهم matching ولو انت فاكر ان الquery بتاعت all years كل الروس بتاعتها فعلا 208000 وبالتالي كل product id اللي موجود في table الاول اللي all years اللي قاله match موجود في product look up وبالتالي كده المرج اعتقد هيكون سليم خد بالك زي ما اتكلمنا في المقدمة ان في حاجة اسمها join kind او نوع المرج نوع المرج اللي موجود by default هو left outer وهو ده يعتبر بديل فيه انواع تانية لو دوسنا على drop down هتلاقي انواع تانية هنتكلم عنها في الفيديو الجاي ان شاء الله خلاص انا كده جاهز المرج بتاعي جاهز ممكن ادوس اوكي اول ما حدوس على اوكي هتلاقي خطوة جديدة اضافة مكتوب فيها table التاني ولو نزل تحت مش هتلاقي بيانات هتلاقي كلمة table 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 ليه لانه راح على table التاني وراح بص على product ID اللي اسمه مثلا 2010 وجاب لك كل المعلومات اللي موجودة في table التاني تخص ال ID اللي اسمه 2010 فلو وقفت هنا في الحتة الفاضية على السل اللي فيها table هتلاقي هنا جاب لك المعلومة بالكامل اللي تخص 2010 مكتوب 2010 وطورين بايك ده اسم product وبيك ده اسم category لو روحت حاجة زي 2016 مثلا هنا وقفت قدامها هتلاقي جاب لك المعلومات بتاعت 2016 اسم ID واسم product والكاتيجري بتاعه وهكذا طب طبعا انا في table مش محتاج كلمة table دي انا محتاج اجيب data دي نفسها احطها هنا هعمل كده ازاي بسيطة جدا طالما هنا في table مكتوبة اكيد هتلاقي الهادر بتاع الكلوم في السهمين العكس بعض دول ودول معناهم انك لو دوست عليهم تقدر تعمل expansion للمعلومات اللي موجودة هنا لو دوست على expand هيفتح لك الويندو دي ويقول لك ايه بالضبط انا في الحالة بتاعتي اكيد مش محتاج product id لانه موجود هناك فانا عايز بس product name وعايز كمان category ودوس على ok وزي ما انت شايف على طول هيجيب لي المعلومات من الجدولين التانين بالشكل اللي حرارك شايف ده فكده خلاص بقيت عندي المعلومات كاملة بتاعة الproduct ممكن هيشيل معلومة product id وزي ما انت شايف ده ما اثرش على المعلومتين الجداد اللي انا جبتهم لانه في ترتيب الخطوات حصل remove بعد ما جاب المعلومتين دول وطبعا ده يختلف تماما عن اللي بيحصل في معادلات ال excel اعتقد مكان product id ممكن احطهم في اول الجدول هاخترهم من الهيدر هما الاثنين واعمل drag وحطهم في الاول خالص وبعد كده عندي date وال quantity وال price وال revenue اعتقد انا كده تمام اقدر اعمل close and load هيقفل power query editor وحيعمل reload ال query اللي اسمها all years زي ما انت شايف بيعمل لها reloading ولما خلص loading لل 28000 row عمل كمان refresh لل table وزي ما والكاتيجري على الشمال وبعد كده date وال quantity وال price وال revenue المعلومات اللي حق الليها محتاجها عشان تعمل report موجودة اقدر بسهولة جدا اعمل pivot table لو روحت على table design ممكن تقول summarize with pivot table او تختار shortcut المعروف بتاعنا alt nv هيفتح لك window بتاعة create pivot table لو عرف انك شغال على all years هقول له existing worksheet واختار وليكن h5 وادوس على اوكي هيcarry pivot table تعال نعمل report سريع مع بعض تعال اول حاجة ناخد date ونحطه في rows هيعمل زي ما انت شايف بطريقة اوتوماتيكية حشيل quarters وحشيل dates وخلي years نحطها في columns هاتلي revenue وحطها في values اختارها وright click وnumber format عشان دي مبيعات ممكن استخدم currency zero decimal places ووكي اطلع فوق وخد product حطه في rows خد كمان category وحطه فوق products بقى عندك report ظريف جدا وثمري للمبيعات بتاعة حضرتك بالcategory وكمان باسم product وزي ما انت شايف المعلومات اصلا كان كل واحد في حتة كان عندي ثلاثة tables منفصلين وكمان كان عندي المعلومة بتاعة اسامي المنتجات والcategory بتاعها موجودة في csv file موجود في مكان تاني خالص قدرنا عن طريق power query نجيب الديتا من اكتر مكان ونحضر 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 اي اي افديت على الديتا الاصلية ممكن تعمل بone refresh تأفديت الكويريز وكمان تأفديت البيوت تابل الفيديو الجاي هنشوف ازاي ممكن نعمل حاجات اكتر عن طريق الميرج وهنشوف كمان انواع الميرج اللي احنا ما استعملنهاش المرة دي زي الفول اوتر والإنر والليفت او الرايت انتي وحنشوف مثال كويس جدا ازاي ممكن اقارن بين جدولين جدول فيه لستة من الاسامي وجدول تاني فيه لستة اخرى من الاسامي ازاي اقدر اعمل مقارنة بين الجدولين دول باستخدام برضو خاصية ميرج الموجودة في الpower query السلام وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحويل البيانات على الاسسل مبادئ power query او pqb الفيديو ده pqb10 لسه بنتكلم على تحويل البيانات متكلم لسه على ميرج ولكن النهارده هنتكلم على المقارنة ما بين جدولين باستخدام ميرج الفيديو اللي فات pqb09 اتكلمنا على الميرج وشفنا الجوين تايب اللي اسمه left outer وقلنا ده بيستخدم علشان اعمل ريبليسمت للفيديو كاب لما بكون موجود جوه الpower query في الفيديو ده هنشوف ازاي ممكن استخدم حاجة اسمها full outer join kind اسمه full outer علشان اجيب الديتا من جدولين اجيب الديتا بالكامل من جدولين كمان هنشوف حاجة اسمها inner او join kind اسمه inner علشان نشوف القيم المشتركة ما بين جدولين كمان هنشوف حاجة اسمها left anti معناها ايه هنجيب البيانات الموجودة في جدول الاول فقط يعني البيانات الموجودة في الجدول الاول وليست موجودة في الجدول التاني بيسموها lift anti وده برضو join kind وحنشوف اخر حاجة اسمها right anti وهي عكس lift anti معناها القيم الموجودة في الجدول الثاني فقط يعني قيم موجودة في الجدول الاول وغير موجودة في الجدول التاني طبعا المقارنة ما بين الجداول بالطريقة دي هتكون سريعة وسهلة وكمان انفذ نفس الخطوات علشان اشوف المقارنة الجديدة شكلها اعمل ازاي في المثال العملي النهاردة زي ما انت شايف عندنا جدولين الجدول الاول في مجموعة اسامي حوالي 275 اسم الجدول التاني في مجموعة اسامي اخرى 273 اسم الجدول الاول في اسامي الناس اللي موجودة في class بتاع art والجدول التاني موجود اللستتين اللي فيهم الاسامي اول مقارنة انا عايز اجيب كل الناس مع بعض عدد الناس اللي موجودة في class اخد بالك في اسامي مكررة وفي اسامي غير مكررة فمحتاج اقارن اشوف اجمالي الناس اللي واخد الاسامي اساميهم ايه بالزبط محتاج بعد كده اشوف الناس الناس اشوف الناس هنعمل كل الكلام ده باستخدام الpower query علشان ابدأ اشتغل على المقارنة محتاج ادخل الجدولين دول جوه الpower query وكاريت query لكل واحدة من الجدولين وانا واقف على الجدول الاول هروح على data وعلى الشمال خالص زي ما تعودنا get and transform هو ده power query لو شفت الايكون ده وقفت عملت هوفر عليه هتلاقي مكتوب from table orange لو دوست عليه هيفتح لي power query editor انا اريدي مدي اسم للجدول ده ومسمي art وزي ما انت شايف على يمين خالص هتلاقي اسم الquery جاي من اسم الtable اسمها art وده تمام ما عندي مشكلة كمان الapplied steps بس هم خطوتين اول واحدة السورس لما راح جاب الtable والمرة التانية او الخطوة التانية لما اعمل change للtype وخلى الاسم abc او text which is find بالنسبالي اعتقد انا كده تمام جاهز اني اعمل load هروح على close and load close and load to وزي ما عملنا في المرات السابقة انا مش محتاج اعمل load في table للquery دي فقدر اعمل لها only create a connection من import data window هتلاقي query واحدة اسمها art ومكتوب تحتها connection only اعمل نفس الكلام في math ممكن استعمل keyboard short cut alt a p t power query editor فتح وزي ما انت شايف نفس الكلام اسم الquery جاي من اسم table math وعند خطوطين source change type نفس اللي عملته close and load close and load to هيفتح import data window only create a connection دوس على ok هلاقي عندي الوقتي اتنين query واحدة لclass art واحدة لclass math عايز ابدأ بقى اعمل merge واطلع اول حاجة total اسامي الناس اللي موجودة في الclass ين يعني يكون واخد art او math مفيش مشكلة عايز list باساميهم في المكان ده في الكلوم اللي اسمه e مفيش مشكلة هيفتح المرج window من المرج window هاختار table الاول وليكن art هاتبر ده left او table الاول ومن تحت هاختار table التاني اللي اسمه math وزي ما انت شايف join kind زي ما شفناها المرة اللي فاتت ال default بتاعها left outer المرة هاختار حاجة جديدة اسمها full outer وزي ما انت شايف مكتوب all rows from both اول ما هاختار هنا محتاج احدد ال join هيحصل based على ايه based على نفس ال field اللي اسمه full name هاختار فوق وهاختار تحت وعمل estimation للماتش زي ما انت شايف 263 من 275 اول ما حدوس على power query اتر هيفتح وهينش زي ما انت شايف query جديدة اللي هي عبارة عن المرج اللي انا عملته وهيديها اسم merge one وده اسم بيجي by default انا محتاج اغيره وخلينا نسميها art or math يعني الناس اللي واخد art او الناس اللي واخد math زي ما انت شايف هتلاقي على الشمال list الاسامي اللي جاية من ال table الاول اللي هو بتاع art وعلى اليمين list الاسامي المفروض الاقي هنا list الاسامي اللي جاية من math ولكن زي ما انت شايف كالعادة جات لي في table لو دست على table ده هتلاقي الاسم اللي جالك طبعا لو دست على الفاضي على اليمين الحتة الفاضية هنا هتلاقي هوق عادل احمد وهنا عادل احمد اجاب لك كل الماتشز هنا عادل علي وهكذا طب تعال ننزل نسكرول لغاية تحت خالص ونشوف ايه اللي هيحصل هتلاقي هنا حاجة اسمها null يعني ايه حاجة اسمها null يعني هتلاقي هنا الاسامي اللي ملهاش match اهو دي اسامي الناس اللي ملهاش match اللي موجودة هنا ومش موجودة هنا طبعا ممكن في النص تلاقي table من دول تلاقي null برضو لان ما لقلوش match بس انا مش عارف طبعا لقي دلوقتي لكن هنشوف امتى اول ما نعمل expand فتعال نفتح هنا ندوس على ده ونقول expand كمان full name وش use original column دي ودوس على ok زي ما انت شايف كده لو عملت دلوقتي filter هتلاقي في شوية null لو اخترت null هتلاقي دي الاسامي اللي كانت موجودة في art بس ومش موجودة في math والعكس بالعكس لو اخترت كله في column بتاع math وروحت على art واخترت null هتلاقي هنا العكس بالعكس الناس اللي كانت موجودة في class بتاع math ومش موجودة في class art طب تعال عشان نميز بينهم نعمل rename سريع اول حاجة طبعا نشيل الفلتر ممكن ام اشيل كما عملت من هنا ممكن اروح على يمين خالص على applied steps ومن red x اللي جنب filter draws دي اشيل انت كده اوكي اقدر دلوقتي اعمل حاجة زريفة جدا اغير اسامي columns انا هسمي ده art عشان ما حصلش لخبطة ده اللي جاي من art وبعد كده ده اللي جاي من math دلوقتي انا محتاج column واحد بس يكون في الاسامي مع بعض طيب ازاي هعمل كده بسيطة جدا ممكن اعمل add custom column هروح على add column وهروح على add custom column هيفتح لي custom column window المرة دي بقى هسمي الكلum ده هسمي full name وحاجة اقول لو سمحت انا عايزك تجيبلي الناس اللي في art لكن لو لقيت null هاتلي اسامي الناس اللي موجودة في math هعمل كده ازاي هعمل كده بif statement سريعة فحقول if وهعمل space خد بالك ان power query case sensitive فلما اكتب if لازم تبقى small فحقول equals if وعمل space وحروح على available columns و double click على art وبعد كده not equal اللي هما اكبر من واصغر من عكس بعد كده not equal null اقدر اكتب null من غير اي حاجة لان null دي value بيفهمها على طول power query فلو ده ما يسويش null هقول then هكتب ها برضو بأداية مفيش القامة زي بتاعة الexcel بأداية هقول then اختار art يعني لو الكونديشن ده ما تحققش هاتلي لو سمحت الراجل الموجود في math هقف على math ممكن ندوس على insert او double click هتروح هناك تعالي اراها مع بعض تاني عشان نفهمها بقوله لو بصيت على art وما لقيتش في null ممكن تروح تجيب لي الاسم الموجود في art لو لقيت في null ممكن لو سمحت تجيب لي الاسم الموجود في math وبالتالي انا كده هقدر اجيب في column ده list بكل الاسامي مع بعض هدوس على ok زي ما انت شايف انشأ لي column جديد اعتقد لو فتحته مش هتلاقي في null خالص خلينا نعمل cancel وخلينا نغير type بتاعه ونخلي text في الحالة دي انا مش محتاج the first two columns اللي هم art و math ممكن اختار هم هم الاثنين اسيلكت الاثنين مع بعض وعمل right click وقال remove columns او اختار اللي انا محتاجه بس اللي هو full name وright click وقال remove other columns الكويري بتاعت حرك الوقتي جاهزة ممكن تروح على home وتعمل close and load close and load to هيفتح لي import data window انا عايز ها في table بس عايز ها في existing worksheet وهروح على e4 وادوس على ok زي ما حراك شايف الكويري هيحصل لها loading وهيت carry table في الاسامي كلها مع بعض زي ما حراك شايف 285 row مع نحن الاسامي اللي واخد الكورسين مع بعض هما 285 اسم طبعا لو عملت اي تعديل في table ده او في table ده هيسمع بشكل تلقائي مغارد ما تعمل refresh في table الجديد طيب تعال نكمل عايزين الناس اللي واخد art بس خلاص عرفناها سهلة هروح على data هروح على get data هروح على combine queries هروح على merge هيفتح merge window هاختار نفس الكلام اول table هو art الtable التاني هيكون math وعايز اشوف الناس اللي موجودة في math بس الناس اللي موجودة في math بس عندك joint kind left outer هو default انا المرة هاختار حاجة اسمها left anti ومكتوب جنب زي روز only in first اول ما هاختار هايطلب منك انك محتاج تعمل join على which column هو column وحيد فهاختاره هنا وهاختاره هنا نفس الكلام قالك في 263 match من 275 match اول ما هدوس على اوكي هيفتح لي power query editor وحيدي اسم ال query بشكل تلقائي وحيسميها merge one برضو الحالة دي حرك لو سمحت انا محتاج اغير اسمها وحسميها art only ودوس على enter وزي ما انت شايف جاب لي الاسامي اللي موجودة في art وجاب لي table لو بصيت على table دايما هتلاقي null كل لما تختار table ده هتلاقي null معنى كده ايه معنى كان هو استبعد الناس اللي مفيش قصادها null لان انا قلته lift anti فجاب لي بس الاسامي اللي موجودة في art فقط انا في الحالة دي مش محتاج الكلوم التاني اللي في tables ده هقول remove خلاص كده انا جاهز مش محتاج اعمل اي حاجة تانية هروح على close close unload to هيفتح import data window هقول table existing worksheet هيروح على g 4 وادوس على ok query جديدة اسمها art only وزي ما انت شايف 12 row يعني دي الناس اللي واخد art بس ما اخدتش math تعال نعمل العكس بتاعها على طول نفس الكلام data get data combine queries اختار merge هيفتح الmerge window art هو table التاني اسمه math المرة دي هاختار right anti ده عكس left anti يعني هيجيب لي الناس rose only في second table يعني هيجيب لي الناس اللي موجودة اختاره الكلام عشان يبدأ يعمل الماتش نفس الكلام 260 من 270 دوس على ok هيفتح power query editor وحيسمي query merge one برضو لانا كل مرة بغير فهو بيروح على default ويسميها merge one خلينا اديها اسم ليه المرة دي هسميها math only ودوس على enter زي ما انت شايف جاب لك nulls اللي موجودة هنا وعليمين math جاب لك table لو وقف تا جنب كده جاب لك list الناس اللي موجودة في math وقصاد هنال موجودة في art في الحالة دي محتاج اعمل expand وحاختار بس full name وشيل use original column name as prefix دوس على ok full name الاولان دي مش محتاجينها خلينا نعمل remove columns وممكن ارجع اعمل rename وخليها full name بدل full name dot one ودوس على enter حرك جاهز close and load close and load 2 هيفتح لي import data window في table existing worksheet i4 دوس على ok add list العكسية بيحصل loading 10 rows عندك 10 اسامي موجودين في math ولكن مش موجودين في art طيب عايزين الانترسكشن الناس اللي واخدين الاثنين مع بعض وده اخر merge هنعمله روح على data get data combine queries merge الmerge window فتحت اول table art الtable التاني math اختار full name واختار full name المرة الjoin kind هنختار حاجة اسمها inner only matching rows هتختار حضرتك وحتدوس على ok power queridator هتلاقي وريد بردو اسمها merge one لازم نديها اسم لمعنى انا هسميها art and math وenter ولو عملت scroll لغاية الاخر خالص هتلاقي 263 اسم اللي انت كل مرة بيطلع لك يقولك في 263 match جاب لك على الشمال 263 اسم المatching 263 اسم زيهم بالزبط من الtable التاني لو حركوا افت هنا هتلاقي دايما مش محتاج غير الليستة الاولية على الشمال حعف على math دا وحرك ممكن تعمله remove انت كده سيادت جاهز وعندك الاسامي اللي موجودة هنا وهنا close and load close and load to table and existing work sheet and k4 ودوس على ok query جديدة هيحصل لها loading زي ما حرك شايف 263 row اعتقد انت كده جبت كل الاحتمالات عندك جدولين قدرت تعمل مقارنة كاملة بينهم بالكامل جبت الحاجات المشتركة ما بين الاتنين جبت الحاجات اللي موجودة في جدول واحد ومش موجودة في التاني وعملت العكس بالعكس وجبت الاسامي اللي موجودة في الجدولين مع بعض واستخدمت full outer left anti right anti inner اعتقد مفيدة جدا عشان تعمل الكم ده بشكل يدوي على excel اعتقد فيها معادلات كتير وفي لو كب كتير وحاجات زي كده ولكن الpower query سهلة كمان dynamic لو حصل اي تغيير ممكن تعمل بس refresh وحتلاقي البروست كلها اتعاملت بشكل تلقائي لو عايز تسمع حكاية المرج من اولها ممكن تتفرج على فيديو PQB09 هتلاقي اتكلم على merge ولكن اتكلم على انواع معينة من left outer يعني اتكلم عن left outer المرة 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 السلام وارك اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحيي البنات على الأكسل مبادئ Power Query او PQB الفيديو PQB11 بتكلم على تحويل البيانات لسه بنتكلم على merge هنتكلم لنهاردة زي نحل مشكلة التكرار اللي ممكن تنشأ لما نعمل عملية merge او دمج اثنين query مع بعض احنا شفنا قبل كده في فيديو PQB09 شفنا لما نعمل استبدال VLOOKUP باستخدام merge قولنا ان احنا لازم نستخدم join kind اسمه lift outer وقلنا في الحالة دي هنكون محتاجين يكون عندنا جدولين او اتنين query الجدول الاول بنسميه الجدول البيانات او المعاملات او بالانجليزي transaction table والجدول التاني بنسميه جدول البحث او جدول look up table فالنهاردة عايزين نشوف ايه فافرد ان حصل تكرار في جدول البحث عايزين نعرف ايه اللي حيحصل لما نعمل merge جوه power query عشان نستبدل او نعمل عملية ال vlookup باستخدام power query ايه اللي ممكن يحصل لو عندي تكرار في جدول البحث هنشوف كمان ازاي ممكن نعالج المشكلة اللي هتحصل من داخل power query او من خارج power query في المثال العملي المعلان النهاردة مثال بسيط زي ما انت شايف قدامي الجدولين زي ما اتفقنا الجدول القوانين على الشمال لو روحت على table design هتلاقي اسمه sales وده زي ما اتفقنا ده جدول البيانات او جدول المعلومات او او موجود في حوالي 19 سطر بجدول صغير اجمالي بتاع ال الربنيو اللي موجود فيه 600 زي ما انت شايف على الشمال field channel id رقم او code بتاع channel وعلى يمين مبلغ revenue اللي جاي على كل channel طبعا فيه تكرارات موجودة هنا لكن على اليمين موجود جدول البحث او look up table ولو رحت على table design هتلاقي اسم channel هتلاقي عندي 4 channel واسم كل channel موجود قدامها وين مطلوب مني نعمل نفس الربورت ده ولكن اجيب اسامي channel بدل ما هي موجودة بالاكواد اجيب اسامي channel طبعا ده مثال بسيط عملنا واحد اصعب منه في الفيديو بتاع pqb09 لما تكلمنا على merge في الاول خالص هتشوف اللينك الوقتي موجود فوق ممكن ترجع الفيديو لو انت عايز وتبدأ رحلة merge من اولها تعال بسرعة نعمل الlook up ده او نعمل merge ده بسرعة عشان بعد كده نشوف لو حصل تكرار في الجدول البحث ايه اللي هيحصل في الناتج النهائي اللي هيطلع من عملية merge دي عشان ابدأ الشغري بتاعي محتاج اروح على power query وانا واقف على اي سال جوه التابل الاولاني هروح على data على الشمال منطقة get transform data اللي فيها power query هستخدم الزوار ده عشان اتريجر power query editor اول ما حدوس عليه power query editor هيفتح من power query editor هتلاقي في النص preview بتاع الديتا بتاعك وعلى اليمين هتلاقي اسم ال query inherited من اسم او متاخد من اسم table اسمها sales مفيش مشكلة وهتلاقي two steps اول واحدة source والتانية اعمل change type ادر الواحده يتعرف على data type المطلوب في two columns بتاعي اعتقد انا كده جاهز ممكن اعمل close and load close and load two هيفتح لي import data dialog box هاختار منه only create a connection مش محتاج اعمل اي حاجة بالquery دلوقتي نفس اللي عملتو في القويري الاوانية محتاج اعمله في القويري التانية هروح على data get and transform هستعمل نفس الايكن هيفتح لي ثاني power query editor نفس الكلام القويري اسمها channel متاخد من اسم table عندي preview بتاعي والواحد وعرف data type بتاع two columns نفس اللي عملتو بالضبط close and load close and load two هتختار only create a connection وتدوس على ok كده بقى عندك two tables اللي عندنا اتكرت بهم اتنين query والاثنين connection only تعال نروح نعمل المرج بسرعة هتدبل click على query بتاع sales عشان يفتح حالي مرة تانية وانا واقف جواها من home ribbon هروح على merge queries هختار merge queries من جواها هيفتح الmerge query dialog box الجدول الاولاني هو sales وانا اختارت merge وانا واقف عليه الجدول التاني هيكون channel اكيد look up اللي بينهم هيكون channel id هختار من فوق وهختار من تحت لوحد وعمل estimation selection لقى 19 match موجود من 19 rose الموجودين زي ما انت شايف default left outer هده انا عايزه بالزبط هدوس على ok هكري column جديد وهيسمي channel وحلاقي انت شايف جاب لي record بالكامل زي ما شفناها قبل كده انا طبعا مش محتاج كلمة table محتاج اجيب data نفسها محتاج اعمل expand هروح على الزوارين الموجودين هنا او الساهمين الموجودين هنا هدوس عليهم هيدين options تاعة expand متنساش تشيل use original column name as prefix مش محتاج ها كمان مش عايز channel id انا عايز بس name ال channel id موجودة عندي هدوس على ok هيفتح لي column جديد اسمه channel name انا مش محتاج channel id انا محتاج name revenue فممكن انا مختار channel name ادوس على control واختار revenue واعمل right click وقال remove other columns كده الواحد هو عمل ترتيب وكمان شل column الزيادة هو ده المنظر النهائي اللي انا محتاجه دلوقتي ممكن اختار close and load او ممكن حتى اقفل من فوق من هنا انا هاختار close and load هيقفل هالي زي ما انت شايف الكويري موجودة هنا ولكن دلوقتي انا محتاج اغير option بتاع load بتاعها عشان تظهر دي في مكان ما هنا فممكن اقف على i1 واجي هنا على اليمين على queries table existing worksheet i1 وادوس على ok هتلاقي table creation وعملي loading واد المنظر نفذ الlookup اللي كنا عايزين نعمله نعمل تشاك على total وانا واقف جوا table design ممكن اختار total row واداني 600 اعتقد انا تمام تمام طفين المشكلة ناخد مثلا نروح على الlookup table وناخد حاجة retail اللي 4001 retail دي تعال نعمل لها copy ناخد copy كده ونجي نعمل paste تحت اللي حيحصل هتلاقي التابل بيتمدد وحلاقي عندي التابل دلوقتي في تكرار اللي هو بتاع retail بقى موجود مرتين تعال كمان نقرر الwhole sale اخد اخد وحط ها تحت بقى عندي تكرار حصل هنا حاجة لا ما حصلش حاجة لاني محتاج اعمل refresh اقف على التابل ده وعمل right click وقوله refresh ايه اللي حصل هتلاقي التابل كبر وهتلاقي total زاد وحتلاقي مثلا تعال نشوف حاجة زي retail اللي هي 4001 انا كان عندي كم record هنا كان عندي 4 records بس للريتيل تعال بص retail طلع هنا كم مرة retail طلع هنا 8 مرات الضعف بالزبط ليه لانه متكرر مرتين طب تعال نفتح query editor ونشوف ايه اللي حصل من جوه query editor هقف على sales وعمل double click هيفتح لي power query editor ده المنظر النهائي زي ما موجود في duplication بعد ما كانوا 19 row زي ما انت شايف بقوا 28 row طب ايه اللي حصل تعال نرجع ورا عند merge queries عشان نفهم ايه اللي حصل ده كان الشكل القديم تعال بص لما بيقف عند retail table ده اللي كان في الاول record واحد بقى طالع فيه 2 record فلما حضرك بتروح على الخطوة اللي بعديها وتعمل expand بياخد 2 records دول ويعملهم expand مرتين فال13 ونص دي هتتكرر مرتين وده اللي هيحصل فعلا بص كده 13 ونص بقت متكررة مرتين ارجع على الخطوة اللي قابليها نفس الكلام السطر اللي بعدي 22 ونص اوقف هتلاقي 2 records اسمهم retail روح تاني على الخطوة اللي وراها هتلاقي retail هنا متكرر 25 ونص متكرر مرتين وهكذا لكل retail ونفس الكلام بالنسبة لل wholesale طب ازاي ممكن اعالج المشكلة دي تعال نقفل القويري عندك طريقتين يا اما حضرتك تقف على الـ الـ الاصلي اللي انت جايلك فيه الـ واتشيل منه duplicates وهذه سهلة جدا هاختار الـ الـ وارح على table design وهلاقي حاجة اسمها من tools وحاجة اسمها remove duplicates طبعا ده شيء سهل جدا مفهوش اي مشكلة المشكلة هتحصل امتى ان انت كل مرة عايز تعمل نفس العملية دي محتاج تروح تعمل remove duplicates ليه لان انت خد بالك الامر في الحقيقة table زي بيحصل لها maintenance منسئل لك table ده او جدول البحث بيحصل maintenance كل شوية بتضيف record وتشيل منه record بتزود حاجة بتنظف في حاجة فبالتاني عرضة يبقى في تكترات فكل مرة حضرتك عايز تعمل القصة دي محتاج تعمل remove duplicates طب ايه الحل البديل الحل البديل ان اروح على sales query ثاني اروح على sales query ثاني اروح على power query ايضا بصفة عامة انا اعمل double click على sales query من على الشمال خالص هنا اختار channel وزي ما انت شايف هتلاقيها تبعا ده preview قديم لان انا محتاج اعمل refresh preview عشان يجيب لي اهو ادي التكارات اللي كانت حصلة وان اشيل duplicates من هنا لو عملت كده نختار two columns مع بعض لازم اختار two columns مع بعض ومن هم هروح على reduce rows وعلى remove rows وهلاقي حاجة اسمها remove duplicates لو عملت كده حضرتك شايل الاثنين row الزيادة دلوقتي اقدر اقفل وبدل ما اقول discord هقول keep يعني save the changes انا عملتها هتلاقي power query right click refresh عمل لها loading ثاني رجع ثاني وده 600 بتاعتك مظبوطة مهما غيرت هنا وعملت تكرارات هنا تعال حتى ناخد دول كمان ونعمل لهم تكرار وتعال هنا وقف right click وقال refresh مفيش مشكلة خالص مهما عملت تكرار هنا هو الواحد وفهم انه قبل ما يعمل عملية merge هيروح بشكل نظيف وشكل مظبوط اعتقد مهمة جدا لكي تكون فاهم لانناس كثير جدا تعمل بالمرج بعد كده يجب الابو مش مظبوط ما بيبقاش فاهم ايه مهم قوي انك تبقى واخد بالك وتفهم ايه اللي بيحصل وازاي المشاكل ده بيتم وازاي ممكن تعالج المشاكل اللي بتيجي منه المرة الجاية هنكمل برضو نتكلم على مرج ولكن هنستعمل مرج ك ريبليسمينت للصم اف بدل ما نعمله ريبليسمينت لللوك اوب لا هنخلي ريبليسمينت للصم اف بتاعة الاسل السلام واركاتو اهلا بيكم في فيديو جديد من سيساة تحيير البيانات على الاسل مبادئ Power Query او PQB الفيديو ده PQB12 لسه متكلم على تحويل البيانات بتكلم على Merge يمكن ده الفيديو الرابع اللي لسه متكلم فيه عن Merge بدأنا فيه من PQB09 و 10 11 و 12 المرة دي هنشوف ازاي ممكن نستخدم Merge عشان نستبدل SomeF قبل كده شوفنا ازاي ممكن نستخدم Merge عشان نريبليس الفيديو كاب و شوفنا كمان ازاي ممكن نعمل comparison و اتكلم كمان ازاي ممكن نقارن بين جدولين و نشوف ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا و ايه الحقيقة المشتركة و هكذا و شوفنا كمان في المرة اللي فاتت المشكلة التكرار لما استعمل Joint Type Left Outer لو عندي تكرار في Look Up Table ممكن يعمل لي مشاكل النهاردة هنشوف ازاي ممكن استخدم Power Query وتحديدا Merge عشان اعمل حاجة شبه Sum If اللي انا بستعملها في الExcel العادي و هنشوف انا ممكن استخدم حاجة اسمها Aggregate و انا بعمل Merge بدل استخدم Expand انتو عارفين زرور الExpand اللي احنا بندوس عليه بعد مستخدم Merge ممكن استخدم حاجة Option اسمها Aggregate بدل Expand عشان يديني نفس Effect او نفس functionality بتاعت Sum If و نستخدم Function Sum عشان نقدر نجمع قيم رقمية مع بعض و نطلع SubTotals ازاي لتطلع بالزبط من Sum If في المثال العملي النهاردة عندي جدولين الجدول الاولاني في مبيعات اليومية بتاعت 25 product زي ما انت شايف على الشمال في product ID و بعد كده في date و بعد quantity price revenue sales الجدول الثاني الصغار العليمين ده في بس الاكواد بتاعت الproducts واسامي الproducts زي ما انت شايف هم بس 25 product هم دول الاكوادهم موجودة هنا طبعا الجدول الاولاني هو Fact Table أو Transaction Table ولو نزلت تحت اكتر من 69 الف line زي ما قولنا بنسميه جدول المعاملات أو Fact Table أو Transaction Table وده بنسميه جدول البحث أو Look Up Table زي ما اتفقنا قبل كده المطلوب ان انا استعمل حاجة شبه الـ Sum If واروح اجيب المعلومات اللي موجودة بتاعت السيلز هنا let's say quantity و revenue واعمل لهم summary باسامي المنتجات 25 منتج وعايز اعمل الكلام ده باستخدام Power Query فطبعا احنا قلنا الشغل مع Table بيكون مريح في Power Query وقلنا قبل كده كمان الافضل اكون مدي اسامي لها معنى لتابل لو رحت على Table Design انا قرأدي مدي Sales 2019 للتابل الاولاني والتابل التاني اسمه Products خلينا ندخل اول تابل جوه Power Query هنروح على Data Ribbon لك from Table او Range انا طبعا واقف جوه Table فلو دست عليها على طول هيتريجر Power Query Editor وحيودي الـ Table ده جوه Power Query وحيخلق بيها Query على طول وحيكون اسم الـ Query متاخد مباشرة من اسم Table زي ما هنشوف دلوقتي حالا الاسم 2019 نفس الاسم اللي موجود بالزبط في Table ودي الـ Data موجودة عندك في النص هنا ولو قفت هنا على Upgrade Steps هتلاقي كان فيه Steps اللي هي Source لما راح جاب الـ Data على طول من Table وبعد كده عمل Change Type حاول لوحده يكتشف الـ Data Types اللي موجودة جوه الـ Table بتاعي تعال نعمل عليها تشيك سريع قبل ما نكمل شغل 1 2 3 دي معناها زي ما انت شايف معناها Whole Number which is fine بالنسبة لـ Product ID بعد كده Date بس فيه Time انا مش محتاج الـ Time ممكن لو دست على طول من هنا ممكن اختار Date من غير Time بيسألك عايز تريبليس ولا تدعم الـ New Step طبعا اريبليس احسن عشان ما زودش الـ Steps هنا في حاجة مالهاش معنى Quantity 1-2 3 كلام جميل 1-2 دي معناها Decimal نفس الكلام في Revenue Decimal وDecimal اعتقد مناسب للPrice وRevenue التابل جاهز ممكن اعمل Close and Load Close and Load To انا مش محتاج الـ Data دلوقتي في حتة خليني بس Only Create a Connection فمعنى كده ان فيه Query اتخلقت اسمها Sales 2019 وموجودة في Background هاقدر استعملها نفس اللي عملته في التابل اللي اولي هعمله في التابل التاني المرة دي خلينا استعمل Keyboard هتفتح Power Query Editor وحضيف Query جديدة وهيكون اسمها متاخد من اسم Table فهتجد اسمها Products وAdd the Data بتاعتك موجودة في النص او Preview لل Data بتاعتك موجود هنا وTwo Applied Steps نفس اللي حصل ما عندي مشاكل 1-2-3 Good for Product ID وABC دي معناها Text كويسة جدا بالنسبة لل Product Name Close and Load Close and Load To نفس اللي عملنا هيفتح Import Data Dialog بوكس هاختار Only Create A Connection وحدوس على أوكي حلاء equity ثانية موجودة هنا دلوقتي هنجل ممكن بقى نبدأ في موضوع Merge ونرى قصة Sum F والكامل اللي كنا تكلمنا عنه طيب دلوقتي انا المرة اللي فاتت لو حد رجع تاني الفيديو PQB 09 او حتى الفيديو اللي فات على طول Double Click واعمل Edit وابدأ اعمل لكي أعمل Look Up استخدم Join Type اللي اسمه Lift Outer لكي أعمل Look Up المرة دي بقى انا هاختار Dimension Table او جدول البحث اللي هو جدول الصغير ده هاختار القويري بتاعته اسمها products دي وعمل عليها Double Click وحفتح زي ما انت شايف كده حضرتك وحنشوف هنعمل ازاي عملية السم يبقى انا لو عايز استبدل Look Up بمرج هروح اختار الترانزاكشن تيبل او جدول المعاملات او جدول العمليات لكن لو انا عايز اعمل replacement للسم اف زي ما قلنا هروح اختار الجدول الصغير اللي هو الجدول البحث اللي فيه مثلا هنا بالنسبة لنا موجود فيه المنتجات طيب هنعمل الكلام ازاي نفس الطريقة بالزبط هروح اعمل مرج هراك لو عايز تتفرج على الفيديوهات السابقة هتلاقي فوق الوقتي اللينك PQB09 ممكن ترجع له اول ما هيختفي هيظهر على طول PQB10 وراهم على طول PQB11 ممكن ترجع لأي واحد فيهم بيحكي قصة المرج من اولها تعال نشوف من الوقتي ازاي هنستخدم واختار Merge Queries هيفتح Merge Query Dialog Box وطالما انا مختارها وانا واقف على Products فby default هتلاقي في Merge Query Dialog Box النص الفؤاني هطيلك في Preview للتابل بتاع Products او القويري اللي اسمها Products ومحتاج اختار التابل التاني من تحت من Dropbox اللي موجودة هنا دي في الحال طبعا دي هتكون Sales 2019 محتاج اقول فين الفيلد او اللي هيعمل عليه المرج او هيعمل عليه الماتشنج عشان ينفذ المرج هختار طبعا Product ID هو المشترك ما بين الجدولين هختاره من فوقه تحت هنا بيعمل ماتشز قال لك والله في 25 ماتش يعني الخمسة وعشرين ايدي اللي موجودين هنا لات لهم ماتش كلهم ليهم ماتش موجود في Sales 2019 Table خد بالك انا مختار Joint Kind Left Outer وزي ما اتفقنا بقيت Joint Types زي ما انت شايف موجودة في موجودة تحت لكن انا هختار Left Outer لو عايز تعرف ازاي نستخدم البقائيين ارجع لفيديو PQB10 هتلاقي شرح لكل Joint Types التانيين او Joint Kinds التانيين طيب تعال الوقت احنا جاهزين ممكن نعمل اوكي وزي ما انت شايف حضرتك هيفتح لي column جديد واسمه Sales 2019 جابه منين ده اسم الtyble التاني sales 2019 لزقه لك هنا هوا هطيلك sales 2019 وزي ما انت شايف حط table 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 لو اخترت الtyble ده من على يمين هتلاقي اي حرك هتلاقي كل الماتش اللي لقاها راح الماتش بتاعة 2002 موجودة في الtyble اللي موجود هنا ده طب دلوقتي انا لو عملت expand زي ما بعمل عادي الtyble العادي اللي بعمله زي ما عملنا في المرج اللي عملنا قبل كده في في video pqb09 ايه اللي هيحصل هتلاقي الtyble ده كبر جدا وكل سطر من دول بقى مكان وعدد السطور اللي موجودين هنا والtyble طبعا هيكبر جدا هيبقى دي الtyble التاني بس مش ده انا عايز اعمله طب هعمل ايه عشان اعمل قصص sum f دي برضو هعمل expand هدوس هنا على نفس ساهمين دول العكس بعض وهيفتح نفس dialog box بس بدل ما بقى واقف على expand زي ما انت هدوس على aggregate ونفس تنسى اشي use original column name as prefix وبعين بص بقى دا لك انت حركة عايز ايه بالزبط انا محتاج اعمل aggregation زي ما قلنا للquanty فهعلم على quantity price لو جمعت ومش هديك حاجة لها معنا فمش عايزين ه بس ممكن اجمع كمان revenue في كمان column بتاع date ممكن انا مش محتاج ها برضو وممكن تعمل sum ل product id دي كل aggregation المتاحة اللي حركة ممكن تعملها فانا اخترت عايز sum of quantity والsum of revenue وحادوس على اوكي هتلاقيه بينشئ الاثنين column جداد والcolum دي فيها aggregation اللي حركة تربطها منه طبعا نسبيا اخدت وقت اكتر من merge العادي والتاني اسمه sum of revenue محتاج ازبط type بتاع data لان طالما كاتب abc تحت 123 دي معناها ان هو مش محدد بالضبط data type فمحتاج ازبطه الاولاني انا ممكن اخلي whole number لان زي ما انت عارف quantity ما فيه decimals الثاني ممكن اخلي decimals number لان طبعا revenues بيكون فيها decimals انا عندي اسم المنتج والquantity والsales ممكن اقف عليه وادوس على remove اعتقد كده جاهز ادي كل applied steps هنا merge query وراها aggregate كنا كنا بنشوف مكان هنا step يسمى expand الماضي شفنا اسمها aggregate بعد change type واخر حاجة لما شلنا column طبعا لو عايز تعرف الموقف قبل اي واحدة فيهم ممكن ترجع تختار الخطوة اللي انا جاهز close and load ما عنديش اختيار غير close and load بس لان انا عملتها load قبل كده فهتطر اقفل اعمل close and load وبعدين عشان اغير load option حي على زي ما قولنا product مش sales احنا عملنا التغيير في product اعمل عليها right click وقول له load to هيفتح لي import dialog box ويسأل ني عايز اعمل load فين المرة انا هاختار سيأخذ table جديد زي ما انت شايف add table بالزبط اللي هو look up table 25 line وفيه aggregation اللي احنا كنا عايزينه جاب لي quantity وجاب لي revenue او sales اعتقد مفيد طبعا مفيد جدا لما يكون عدد الديتا ضخم خد بالك ان كل دايناميك يعني انت لو زودت الديتا تحت او غيرت في الديتا ده لو عملت بس refresh هنا سيجيب معاك كل الديتا حتى لو زودت في look up table حتى لو زودت حاجات حيقدر برضو يعمل لها absorption هنا وهتلاقي ها impacted فطبعا اعتقد جميل لما تكون الديتا كبيرة وال some if ممكن يتقل لك الجهاز بتاعك ويتقل لك الexcel sheet بتاعتك السلام وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد من سسل تحييل البيانات على الexcel مبارئ power query او pqb الفيديو ده pqb 13 بنتكلم على ازاي ممكن تعمل بحث ثنائي الابعاد باستخدام power query كمان جوه الفيديو ده كمان هنشوف ازاي ممكن نعمل نفس البحث ده باستخدام معادلات وطالما هنتكلم على power query وحاجة بالمعادلات فممكن تقول الفيديو مقسوم الى قسمين يعني ايه اصلا كلمة ده عشان كده مسمينه ثنائي الابعاد وطبعا هنشوف ازاي ممكن نعمل ده بالمعادلات الاول وده هيكون باستخدام دلة فيلو كاب مع دلة match وبعد كده هنشوف ازاي ممكن نعمل نفس اللي عمل باستخدام power query هنستخدم merge وبرضو يمكن المرة الرابعة جوه السلسلة دي بنشوف merge مع joint kind اسمه lift outer في المثال العاملي اللي عندنا النهاردة زي ما انت شايف عندنا الجدولين الجدول اللي على الشمال موجود في بيانات المبيعات او المعاملات اليومية المبيعات اليومية لشهر يناير في سنة 2019 ولو بصيت بسرعة كده حواري 980 line او 980 row وزي ما انت شايف اول column موجود في التاريخ الكلام التاني موجود في اسم المنتج هما دول بالزبط حوالي اربع منتجات كلهم انواع من انواع الدرجات او البسكريتات وعندك بعد كده الالوان في حوالي خمس الوان كل لون يعني ممكن اللون يتكرر مع اكتر من منتج وممكن المنتج يبري اكتر من لون وبعد كده في الكمية المباعة مطلوب ان اروح اجيب الجدول الثاني موجود في اسامي المنتجات في الصفوف وفي الاعمدة في الالوان وفي التقاطع ما بين الصفوف والاعمدة هتلاقي السعر لكل منتج باللون بتاعه فمسلا اخد المونتن بايك هتلاقي الابد والاسود ليهم سعر بس الالوان المختلفة كل لون لي سعر نفس الكلام بالنسبة النص الاولاني سنتحدث فيه دلوقتي حالا كيف اعمل البحث جدول عن طريق المعادلات وبعد النص الثاني سنرى كيف نعملها عن طريق ال power query طبعا من اشهر معادلات البحث هي معادلة VeloCup ونستعملها فعلا علشان نستطيع نوصل للي احنا احنا فتعال ناخد اول line عايزين ندور على mountain bike جوه الجدول ونروح نجيب السعر اللي قصدها عشان نعمل كده هنقف على sell بتاعة اللي فيها price اللي هي E2 وندوس على equal عشان نبدأ نكتب المعادلة وتعال نعمل zoom عشان نقدر نشوف ونكتب مع بعض المعادلة انا محتاج اسمها VeloCup لو كتابت V و L هلقيا اول click عليها حيبدأ معايا خطوة بخطوة يساعدني عشان اكتب المعادلة فاول حاجة look up value فين value اللي عايز اعمل عليها search بالنسبة لنا هتكون mountain bikes اللي هي موجودة في sell B 2 هختار ها على طول وبعدين comma اعمل وراها comma عشان انقل الخطوة اللي بعديها بيقول لك عايز table array فين table اللي انا عايز ادور جواه بالنسبة لي هو table التاني بالكامل هختاره بالماوس كله على بعض وكده وبعدين ما تنساش تدوس على F4 ليه تعمل F4 عشان يحط لك dollar sign زي ما انت شايف هنا حط dollar sign قبل كل قبل عنوين الخلية اللي في اول range وفي اخر range علشان معنى كده ندائب absolute reference معنى كل ما نقل اعمل copy في cell ثانية arrange يفضل ثابت وما يتحرك معايا وبعد كده اعمل comma وبعدين سيسأل اعايز column index احنا عارفين طبعا سيسألك عايز تاخد value اللي في column 1 2 3 4 احنا عندنا column 1 اللي هو column الاولاني ولكن بالنظر الكار هنا هو موجود red فدورنا هنا ستجد red column 1 2 3 4 في column 4 فممكن اكتب بأيدي 4 وبعد كده سيسألك اذا كان عايز الكلام لك يكون approximation او exact match ممكن اكتب false او اضبل click عليها من هنا على طول واقفل القوس بتاعي ودوس enter طبعا الvalue رجعت لي مظبوط 220 هي بالزبط ادي mountain bike انا اعجز mountain bike هنا mountain bike واصاد red 220 فالvalue مظبوطة لكن ما تنساش ان انت كاتب رقم 4 دي بأيديك ولو جريت المعادلة دي لتحت سل مثلا road bikes blue ستجد برضو جابت لك الvalue بتاعت red يعني road bike صح بس جابت انا عايز blue اللي هي 320 مش 330 طب ازاي بقى حل الاشكالية دي حطر استعمل function تانية اللي هي match تعال نمسح المعادلة اللي في التاني صف ونكتب match مع بعض ونشوف ازاي هنستعملها وبعد ندخل اتنين جوا بعض فبرضو هدوس على equal وبعدين اكتب match اول ما هكتب mat مثلا هتلاقي ممكن ادوس على tab فهيكتب هلك يكمل هلك ويفتح لك قوس كمان فالمرضي انا عايز ادور على blue انا خلصنا look up على اسم product عايز اجرب بقى color فاختار مثلا المرة دي blue فالlook up value في الحالة دي هي blue look up array بالنسبة لي المرة دي اخد بالك match ما ينفعش احط ملتي dimension array ما ينفعش اعمل كده الماتش اما هي single array يعني اما اختار صف واحد او اختار عمود واحد في الحالة بتاعتي انا اختار صف واحد وصف ده هو الصف اللي في الهيدرز اول ما هختار صف الهيدرز هتلاقي كتب لك الرينج بتاع من h1 ل m1 وما تنساش لو سمحت ال F4 عشان نخلي الريفرنس بتاعنا absolute reference هيحطي dollar sign قبل كل حاجة علشان بعد كده لما اعمل copy ما يتحرك الرينج بتاعي وبعد كده هعمل كوبا وعايز يقول لك الماتش طيب انا برضو هختار zero يعني exact match ممكن اضبلك عليها كتب zero وحقفل القوص وادوس انتر شوف اللي هيرجعلك رجعلك رقم خمسة لما راح بص على blue رجعي رقم خمسة تعال نعد من اول column 1 2 3 4 5 يعني ماتش قريتلي انا روح دورتلك في العناوين كلها في العناوين بتاعت الheaders ولقيت لك blue اللي حرك عايزها رقم ها رقم خمسة معنى كده ايه معنى كان لو خدت رقم الكلر جوه الheaders وحثها جوه الveylookup حيقدر يعرف الكلر ده انه واحد ويرجع نتيجة مظبوطة طيب تعال بقى ناخد copy من المعادلة دي زي ما هي كده نعمل لها copy ونطلع بيها فوق في المعادلة بتاعت الveylookup لو تفتكر اربعة اذا كنت عملها دي كنت مختارها بيدي هنرجع نختارها نعلم عليها زي ما انت شايف ونعمل ctrl v فالماتش كده بقت جوه بس ما تنساش ان احنا ايه لازم نطلع من نغير c3 اللي موجودة هنا دي نخليها c2 عشان يبقى اثنين واخدين نفس الخط مع بعض وكده حضرتك لو دست enter هتلاقي برضو جاب وراح دور اصد mountain bike ولقاها 220 مضبوط تعال ناخد copy واحدة كمان تحت جاب 320 320 اللي هي road bikes ادي road bikes واختار blue لقصدها اللي هي موجودة في column 5 فراح جاب لك 320 وهكذا لو سحبت المعادلة لغاية الاخر هتلاقي الدنيا ماشي معاك مضبوط double click هاي copy لغاية الاخر وبعد نقف على sell revenue ونقل equal quantity مضروبة في price وبعد enter واختار sell ثاني وممكن المرة بدل ما اعمل double click لو عايز اشتغل بالkeyboard هنزل تحت خالص وبعد اقف على sell الفاضية اللي في اخر واحدة في column وادوس على shift وcontrol مع بعض وادوس سهم الفوق وبعد كده d اعمال copy لغاية الاخر كده حضرتك القسم الاول done عرفنا ازاي نقدر نعمل multi dimension search او نعمل بحس سنائي الابعاد جوه جدول زي ما انت شايف بالشكل ده علشان نوصل منه لقيمة معينة ونقدر نحسب ال revenue بالطريقة دي طيب تعال نكمل تاني في نفس المثال لكن المرة دي انا واخد copy من ديتا نفس الجدولين بالزبط او اخد منهم copy لكن حطهم في table format لكي نعمل على power query بشكل automatic وكمان مديهم اسامي فانا واقف على اي سال في ال table الاولاني روحت على table design هتلاقي على الشمال اسمه sales t او sales transaction وروحت على الجدول الثاني هتلاقي انا مسميه price list فانت كده الجدول اللي في الاسعار عشان ادخله جوه القويري هتروح على data ribbon من على الشمال get and transform هدوس على ايكون الظريف اللي بقدر يدخل tables جوه power query هيفتح power query editor على اليمين زي ما انت شايف اسم table price list واخده من اسم query واخده من اسم table واول حاجة source زي ما تعودنا بيجيب نعمل شك بسرعة اللي هو عمله ABC products يعني text ومشكلة والcolors كلها اعتبر اللي تحتيها 123 يعني whole number وده بالنسبة لي برضو تمام ما فيش مشكلة طيب انا عايز اعمل ايه انا عايز اغير شكل table ده مش عايز ويبقى بالشكل ده معنى ايه اغير شكله اللي انت شايف قدامك قلنا من الجداول اسمه cross tabler معناه ايه معناه ان في بيانات في الcolumns وفي بيانات تانية موجودة في الroze وان الvalue موجودة في التقاطع ما بين الاثنين يعني الwhite يعمل تقاطع مع road bikes يديك 300 الrad يعمل تقاطع مع mountain bikes يديك 220 وقالنا ده ضريف جدا لما كنت بعمل report ولكن وانا بعمل data analysis مش هو احسن طريقة ممكن تساعدني وطبعا power query هي data analysis tool ومش من الحاجات الظريفة ان انا اشتغل على data بالشكل ده فمحتاج اغير شكل ال data محتاج ارجعها تاني تبقى tabler form او محتاج ارجعها تاني للشكل الطبيعي بتاع الro data طب ازاي اعمل كده هعمل كده عن طريق حاجة اسمها unpivot طيب الاقي فين unpivot دي احرك وانت واقف على transform وانت في power query لو رحت على transform هتلاقي حاجة اسمها unpivot في الحتة بتاعت any column دي هتلاقي حاجة اسمها unpivot طب انا اعيز unpivot كل دول اعيز اعمل لهم unpivot لكل دول او ممكن اختار اول column وقف عليه ومن unpivot ده اختار على اختار السهم اضع لك كل products وحط لك كل الالوان وحط لك كل values وده اللي انا محتاجه بالظبط وتطوع وده اسمين للcolum جيدة اللي ظهرت اول column اداله attribute فانا هداب الكل وغير اسمه وسمي color ودوس enter و value ممكن اسميها price لان احنا متكلم على prices فممكن اسميها price وكده الاحمر سعر كذا والازرق والاخضر وهكذا لبقيت انواع البايكس او بقيت انواع المنتجات كده القيري جاهزة ممكن اعمل لها close and load هروح على home close and load close and load to هيقفل power query editor وهيفتح لي import data window او import data dialog box هاختار only create connection ودوس على ok هيفتح لك queries and connection pane وهتلاقي عندك one query اسمها price list وكتب لك connection only تعال نعمل نفس الكلام في الجدول transactions نفس الكلام وانا واقف على data ribbon هروح على get and transform وحروح على get data او اسهل اروح على ايقون from table or range هدوس عليه هيعمل نفس الكلام هيفتح لي power query editor على اليمين اسم table متاخد من اسم table وتحت ايه برضو فيه اثنين steps الاولانية source والتانية change type تعال نعمل check سريع على change type اللي هو عمله abc بالنسبة لcolor البرودكت مفيش مشكلة one to three على quantity مفيش مشكلة هنا date and time انا محتاج بس date ممكن ادوس عليها وادوس على date بدل date and time هايسألك اذا كنت عايز خطوة جديدة او 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 افضل عشان بتوفر عدد steps اللي موجودة هنا اسهل بكتير واسرع في التنفيذ طيب انا كده جاهز اقدر بعد كده حضرتك اعمل عملية المرج زي ما اتفقنا هنعمل المرج وحنا بتاعنا قلنا lift outer وده حيساعدني ان انا اقدر اجيب المعلومة اللي انا عايزها من الجدول التاني وانا واقف على home ribbon جوه power query editor هروح على حتة combine وحروح فوق على merge queries وادوس عليها هيفتح merge query direct box في النص الفؤاني الtable اللي انا وقف عليه already اللي هو sales t وعملي preview صغير ادي انه اسامي columns اللي موجودة date product color quantity النص اللي تحت هاختار فيه الtable الثاني اللي هو price list اول خطوة عشان ننفذ المرج محتاج اختار الاعمدة خد بالك المرة هي مش one criteria يعني النهاردة انا عايز يدور على النوع product اللي هو موجود هنا وموجود هنا وكمان يدور على color المرة دي هعملها ازاي هاختار عمودين مع بعض بممتهى البساطة الموضوع سهل جدا وسهل جدا في power query هاختار الاول product وبعدين وانا دايس على control هاختار color وبص معايا كده كويس هتلاقي كتاب لك one and two نفس اللي عملته بنفس الترتيب لازم اعمله في النص اللي تحت هاختار product وبعدين هدائس على control هيكتب two بقى هنا one two وهنا one two لازم اراعي الترتيب لاني لو عكست مش هيفهم خالص انا عايز اعمل ايه لو بص تحت هتلاقي ان هو لكل 989 line اللي موجودين في query دي وزي ما انت شايف join kind ده default اللي هو left outer انا كده جاهز ممكن ادوس على ok هتلاقي عمل لك column جديد وزي ما اتفقنا ال column ده بيبقى جوا tables ولو افت على يمين عشان اعمل preview للتابل هتلاقي الماتش اللي هو لقاه اللي موجود في التابل التاني فقال لك ان الماونتن بايكس اللي لونها red زي ما اخترت هنا كده بالظبط ادي two criteria اهم price بتاع 220 اختار اي واحد هتلاقي نفس الكلام touring bikes اللي لونها red 850 وهكذا عايز ا expand الديتا دي من الزرار لفوق على اليمين ساهمين مش بصين لبعض هدوس عليه هيفتح لي expand options انا كل اللي محتاج ال price هن select select all ادوس على ok 1000 مبروك حركة price لوقتي بموجود جوه table واد كمان اضرب ال type بتاعه بشكل مظبوط فضلي ان انا اضرب الرقمين دول في بعض علشان احسب على طول revenue او sales هعملها ازاي هختار الكولوم الاولاني وبعدين ادوس على control واختار الكولوم التاني هروح على add column ribbon من فوق من header واختار ملتبلاي ستجد الوحده automatic انشأ column جديد ملتبليكيشن وبقى هو عبارة عن حاصل ضرب price مضروب في quantity وادلك على طول النتيجة النهائية طبعا ملتبليكيشن ده default هو احسن اغيره double click عليه وممكن ساعتها اسمي revenue وادوس enter كده حضرتك جاهز عملت العملية كلها عملت power query editor بدلالة خاصيتين او بدلالة اتنين criteria على table بتاع search اللي موجود اللي في prices كده انا جاهز ممكن ارجع تاني على home ومن home close and load close and load to هيقفل power query editor وهيفتح لي import data dialog box المرة انا عايز في table مفيش مشكلة اختاره في existing work sheet وتعال نختار حاجة او لتكن مثلا m1 وندوس على ok هتلاقي automatic بي carry table جديد وبيعمل loading للquery بتاعتك وبيحط لك النتيجة النهائية اللي حضرتك عايزها ادي الجدول بتاعك اللي كان موجود على الشمال مكانش فيه price ولا كان في revenue دلوقتي اصبح في price واصبح في revenue اعتقد دي مفيدة جدا كيسز كتير جدا وانت بتعمل merge بتلاقي انت محتاج تاخد كذا criteria خد بالك احنا عملناها على two criteria لغاية 3-4-5-10 criteria power query ما عندوش مشكلة هيمشي على نفس الطريقة وحيقدر يوصل للنتيجة اللي حداتك عايزها في search بتاعك السلام عليكم واركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحية المنت على Excel مبادئ power query او PQB الفيديو ده PQB14 هنتفرج على function في power query اسمها excel.currentworkbook هنستخدمها عشان نعمل الاستخراج للبيانات من جداول جوه نفس الexcel workbook اللي حنشتغل عليه كمان هنشوف حاجة مهمة قوي اسمها group buy عشان نعمل تلخيص للبيانات شوية شبه اللي ممكن pivot table يعمله ولكن بتعامل من جوه power query نفسها من المهارات او الموضوعات المهمة قوي لازم تبع عارفها وانت بتشتغل power query طيب في المثال بتاع النهاردة حيبقى عندنا تلت جداول تحتوي على بيانات المبيعات لتات اسابيع من شهر يناير يعني كل اسبوع موجود في جدول مستقل وايه المطلوب اول حاجة مطلوب نجمع البيانات كلها في جدول واحد عندي تلت جداول عايز احطهم كلهم تحت بعض عشان يبقى جدول واحد باستخدام power query وديه شبه حاجة اخدناها قبل اسمها append او اضافة او الحق بالعربي شفناها في فيديو pqb08 لكن المرة هنعملها بتكنيك مختلف من غير ما نعمل append هنحط الجداول تحت بعض على طول باستخدام excel.current workbook من غير ما نعمل append او اضافة مطلوب اننا هنختار البيانات المطلوبة التقرير بس طبعا في الاخر هنعمل تقرير فمطلوب اننا اختار جدول كبير اختار بس columns او الاعمدة اللي فيها البيانات اللي انا عايز استخدمها بس واستبعد البيانات اللي انا مش محتاجها علشان التقرير في الاخر هيبقى تقرير مختصر فهستبعد البيانات اللي انا مش محتاجها بعد كده احنا شوفنا قبل كده اننا ممكن اعمل تغيير لنوع البيانات نوع البيانات المقصود به اذا كان تكست ولا نوميريك او نومبرز او ديتز الكلام ده كنت بعمله مانيول يعني باختار column وابدأ اغير فيه عايز اشوف في الوقت لو حبيت اعمل الكلام بشكل اوتوماتيكي اخير الالإكسل يسكان الجدول بتاعي كله وهو يقرر او يساعدني ازاي اقرر نوع الديتا ازاي يكون مزبوط الحاجة اللي بعد كده هنستخدم بقى group باي عشان نلخص البيانات ونطلع بس تقرير مختصر بتقرير تفصيلي وهنتكلم على concept بتاعه لما نشرحها واخر حاجة هنعمل داشبورد صغير عشان نعرض البيانات او التقرير بتاعنا حيبع عبارة عن slicer مع اتنين charts تقرير صغير او داشبورد صغير وفي الاخر خالص هنشوف لما نضيف الاسبوع الرابع والاسبوع الخامس البيانات بتاع الاسبوع الرابع والاسبوع الخامس ازاي الداشبورد ده هيحصل له تحديس تلقائي مجرد بس one refresh و هيحصل week 3 والجدول موجود فيه date رقم الاسبوع نوع المنتج والكاتيجري والشانل وفيها net sales وفيها discount والsales value طبعا انا في النهاية مش محتاج اعمل تقرير عن كل الحاجات دي انا احتاج في الاخر net sales والquantity وكمان الكاتيجري وطبعا date وزي ما انت شايف جدول مستقلة محتاج اخذ الحاجات دي قبل ان نكمل اريد بسرعة الشكل المنتج النهائي احيب اعمل ازاي زي ما انت شايف ده شكل ال dashboard حاجة كده سريعة جدا وصغيرة في daily شكل graph 38 يوم بتوع شهر يناير اكثر 28 يوم وزي ما انت شايف هنا category بتختار category من slicer بيجيب لك على طول quantity بتاعت بيكس وهنا net sales بتاعت الشكل daily وطبعا ده الجدول الخارج من query اللي في البيانات اللي محتاج ها بس وفي data summarize زي ما انت شايف قصة كلها بتاع 120 line او حاجة عكس اللي موجود في table التاني اللي موجود عندنا زي ما انت شايف انت لو بصيت على كل اسبوع هتلاقي في بيانات كل columns تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي انا انا حطت ال data في table format فلو رحت على table design وانا واقف حالي مديره حتى اسم january 17 week 1 وهكزل بقية tables لو تفتكر لما كنا بنحاول نطلع table 1 على query كنا بنروح على data ومن data على get and transform وبنستخدم الايكن ده اللي هو from table orange دعونا ندوس عليه ونشوف هو اصلا بيعمل الايكن ده لو دوسنا عليه هيفتح power query ونركز على المكتوب على يمين هنا هتلاقي two steps الاولانية اسمها source والتانية change type دعونا نشيل change type انا مش عايزها دلوقتي وتعال نركز على source هنقف على source وتعال نرجع ثاني ونروح نبص على formula bar زي ما انتشاف هتلاقي مكتوب excel current workbook هي دي function اللي انا بتكلم عنها كمان هنا هتلاقي اسم table اللي انت اخترت وانت بتفتح power query عن طريق الايكن اللي بياخد direct من table فزي ما انتشاف ما تديك اسم table وكمان هنا في parameter زيادة فتح 2 square bracket وكتب لك content فكما بيقول لك انا عايز من current excel workbook من excel current workbook دي بتروح تجيب لك current workbook وتروح تختار table اللي اسم january 17 week 1 وتجيب لك content اللي جوا ده اللي حصل بالزبط اهو وده شكل الدني طب لو جيت انا دخلت على formula bar دي وبالماوس كده بالكرسر وبدأت اعمل backspace وامسح كل اللي مكتوب فوق ده معادة excel current workbook ودست على enter ايه اللي حيحصل هتلاقي حية غريبة شوية هتلاقي انه جاب لك التلاتة tables كلهم مع بعض جاب لك table one واسمه والtable واسمه والtable واسمه وبالشكل ده اقدر يجيب لك كل content اللي جوا ال excel workbook اللي انت شغال منها طبعا لو قفت في الحتة الفاضية جوا ال cell ال table هنا هتلاقي preview لتابل بتاعك موجود تحت ادي table الاولاني تقف في الحتة الفاضية جانب ال table التاني هتلاقي preview لتابل اللي بعد وهكذا طب افرد انت عايز تعمل الكلام ده من الاول مش عايز تستخدم icon وبعد كده تروح تمسح بتاع ده بادك ما تكت تعمل من البداية تعال نجرب نعملها انا اقفل ال editor دلوقتي وبدل ما اقول له keep او اقول له load او الكلام ده هقوله discard او معناها don't save او ignore اللي انا عملته كله فهيقفل power query editor ويرجعني تاني تعال نرجع تاني على data ribbon ونروح المرادة على get data ولمرادة هقوله from other sources وهختار حاجة اسمها blank query ودي اول مرة نجرب نعملها مع بعض هيلانش باردو power query editor بس مش هجيب اي حاجة خالص هجيب لك صفحة بيضة تماما وزي ما انت شايف default query 1 طبعا ده بالنسبة لي ما ينفعش تعال اول حاجة ادي اسم ال query فخلينا مثلا ندي له اسم نخليها daily sales وندوس enter فكده خلاص ال query الفاضي بقى اسمها daily sales وعندك اول step اسمها source بس هنا blank فاضي خالص مافيش اي حاجة اي حاجة ابدأ مثل ال excel formula bar ابدأ باقل ونضع ال function الى excel current workbook وكما اتفقنا ان ال excel is case sensitive actually power query case sensitive يعني لو انا اكتب اكتبها بالزبط الحروف capital ومعنى ان E اكتب 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 اخطر excel current workbook اول حاجة ممكن ادوس عليها واكتبها بعض ال versions هتلمش بيكتب معك فمحتاج تكتبها كلها لكن لازم تراعي ان capital و small و بعد كده ال dot هتحط ال dot كما هي current و بعد كده هتلاقي كلمة workbook بدأ بال capital فهتكتب workbook انت كده تمام جاهز ممكن تدوس انتر انتر محتاج تفتح قوس و تقفله علشان يبقى انت كده كتابت ال function مضبوطة كما هي مطلوبة من ال syntax و هدوس انتر هيعمل نفس المنظر اللي شفناه قبل كده جابلك ال tables كلها و ادي اساميها طبعا ال names في مرهاتهم ماشيكون لها استخدام معي ولكن دلوقتي انا محتاجها في حاجة طيب نحاول نستبق الاحداث كده و نفكر احنا خلطنا قدام هنعمل ايه بعد ما نخلص كل الترانسفورميشن وتجميع data مع بعض و كل حاجة احنا هنخرج ال data دي على table خد بالك لما بعمل close and load وبعدين اقوله close and load 2 وبعد كده اختار table هيحصل ايه في الاخر حيطلع لي table على ال excel workbook و هيبقى اسمه dairy sales فمعناك كده ان انا لما اجي تاني اعمل رفرش للكويري دي هرجع هنا ايه لقي table جديد باسمه dairy sales طبعا ممكن يعملك مشكلة لو دخل معاك في الترانسفورميشن اللي هيحصل احتمالي يعملك مشكلة فمحتاج من الاول اقوله لو سمحت لو لقيت table اسمه dairy sales ما تاخدوش معك فعشان كده انا هستخدم ال names دي دلوقتي و هعمل منها حاجة هعمل filter out لتابل اسمه dairy sales هو مش موجود دلوقتي حالا ولكن بعد ما اعمل load هيظهر و ممكن يعملك مشكلة فخليني اروح على ال properties هنا اسم ال query وده الاسم اللي هيطلع به ال table بعد كده ctrl c عشان اخد منها copy وبعد كده اروح على ال column ده وادوس على السهم اللي فوق عشان استخدم الفلتر و هقول له text filter و اقول له اختار does not equal هيفتح لي ال window بتاعة ال filter او التكست filter و هيا عند does not equal و اصدها كده هو اعمل paste control v عشان اپاست فكده كده اي table اسم موديلي sales و هدوس على اوكي خد بالك هنا ما حصلش اي تغيير لان هو اصلا ما كانتش موجود ولكن دي خطوة استباقية عشان بعد كده لما نعمل load لتابل هيرجع هنا يظهر اسم طيب دلوقتي انا عايز بقى ديتا دي و اخليم كلهم تحت بعض زي ما اتفقنا هنستعمل الزورين العكس بعض اللي موجودين جوه ال content ولكن قبل ما اعمل كده انا خلاص دلوقتي الخطوة دي مش محتاج الاسامي اللي هي January 1 او January 17 week 1 و 2 و 3 مش محتاجها فا اختار و اعمل remove وبعد كده اعمل expand عن طريق السهمين دول اللي موجودين في ال header و زي ما انتشايف عندي columns كتيرة جدا و هنتفقنا نحن مش محتاجين كل ده فهاختار بس الحاجة اللي انا محتاجها فاول حاجة هعملها هنشك على select all columns انا محتاج date فهعمل تشك عليه محتاج ال quantity و محتاج ال net sales و محتاج اقسم بالcategory مش محتاج بقى ال channel وال segment و الكم ده كله دلوقتي محتاج بس تقسيمة بالcategory و الوقتي ممكن ادوس على اوكي و زي ما انتشايف هيعمل لك expand لل data بتاعتك بالشكل الظريف ده وبسرع جدا و كل خطوة خدناها اول واحدة السورس بعد كده الفلتر مع كده ماشان ال column وال expand اللي عملناه كله متسجل اقدر ارجع delete اللي انا مش محتاجه او اعيد ترتبهم لو انا محتاج طيب دلوقتي زي ما انتشايف بص على هيدرس تحت ال column لو بصيت كده وركزت هتلاقي كل columns واخده نفس data type اللي هو ABC123 معناها any معناها ال excel أو power query و دلوقتي انا محتاج اخش اعمل ده بشكل manual ده اللي كنا بنعمله قبل كده ولكن خد بالك ان ده بالنسبة لي ممكن ياخد شوية وقت او مجهود فانا محتاج حاجة تسهل علي الدنيا شوية فممكن اروح على transform وهلاقي حاجة اسمها detect data type انا لو اخترتها هو الواحده هيبدأ يختار يعدي على column column ويشوف data type والواحده يحط data type المطلوب لكل column من دول حسب ال data اللي موجودة في الكلام نفسه طبعا لازم اعمل كده وانا مختار كل الكلام يعني لو اخترت واحده بس وعملت اخترت من data type هيشتغل على واحده لكن لو اخترت كل الكلام يعني اختار اول واحد واخر واحد وادوس على shift واختار الاواني والاخراني واقول له detect data type لوحده هيشتغل وزي ما انت شايف اول واحده خلاها date بس هو اعملها data time فدي ممكن انا اغيرها بقى manual هو الواحده وعمل data time انا اريدها date بس فهرجع اختارها واقول له date بس وحيسألك عايز تريبليس ولا عايز خطوة جديدة هلولا لو سمحت اعمل ريبليس بالنسبة للكاتيجري هو الواحده وعارف ان هو ABC فمفيش مشكلة يعني ده تاكست مفيش مشكلة one to three ده معناها whole number مفيش مشكلة one dot two ده معناها decimal number لنت sales وبرده مفيش مشكلة طب خد بالك انت بس بس كده على هيدلز هتلاقي content dot date content dot category وهكذا طبعا ده بالنسبة لي مش مطلوب انا غالبا وانا بعمل expand نسيت اعمل خطوة مهمة ان انا اعمل unchecked select the prefix الاسم الاساسي طب عايز ارجع اعدل الكلام ده ممكن ارجع تانية لخطوة expand هتلاقي فيه عجلة كده او هتلاقي ويل كده على اليمين لو دوست عليها هقدر اعدل في الخطوة دي هيفتح لي تاني بوس default column name prefix ده انا كان مفروض اعمل unchecked عليه في الاول انا نسيت اعمل كده فانا بس كل محتاج اعمله اختار content دي وعمل backspace امسحها بس واقول له اوكي هيعدل في الخطوة دي وهتلاقي ان الهيدرز كلها خلاص اتشلم انها كلمة content اللي كانت موجودة في الاول فانتك كده بقيت اوكي اعتقد احنا كده لو رجعنا بقى على الخطوة اللي وراها طبعا عملت مشكلة لانه اشتغل على اسامي columns غلط فمعلش محتاجين نعيدها تاني هدلت وهارجع تاني اختار columns كلها وعمل auto detect اللي موجودة في transform وارجع تاني على date واختار date مش محتاج date and time اعتقد حضرتك كده replace اعتقد حرك جاهز ممكن تعمل load لتابل ويبقى انت كده خلاص عملت كلها تحت اعتقد كده لو بسيت على number of rows هتلاقي 999 plus يعني ده فوق ال الف row تعال كده لما نعمل close and load ونشوف الدنيا هيبقى شكلها يعمل ازاي فهدوس على close and load close and load to ويقفل power query editor ويفتح لي import data window اللي انت اشتغلت بها قبل كده انا ما عايزها في table كما اتفقنا وعايز برضو new workbook مفيش مشكلة اقدر ادوس على okay هيفتح لي اكسل sheet جديدة كما انت شايف sheet 3 وطلع لي table جديد اسمه daily sales او query جديد اسمه daily sales ولو قفت هنا هتلاقي اسم table كما اتفقنا احنا ممكن ناخد copy من اسم ال table ونروح على sheet 3 دي double click ctrl v فكده نمدي اسم مظبوط لل excel sheet وزي ما انت شايف 4022 row لتات اسابيع من sales طبعا ده مش اللي انا عايزه بالزبط انا محتاج اعمل تلخيص اكتر من كده محتاج اعمل summarization اكتر من كده قبل ما نروح على خطوة summarization دي انا عايز اوريك بقى دلوقتي لما ايجي اشتغل على query مرة تانية ايه اللي حصل تعال نروح على ال query من ال query and connection pane دي ونعمل double click علشان نفتحها تاني من power query editor ولكنت بتقولك في الاول ان انا محتاج افلتر out table اللي اسمه daily sales تعال نشوفه دلوقتي من جوه power query editor شكله عامل ازاي لو روحت تاني على الخطوة بتاعة source وعملت refresh preview هلايب عندي table زيادة اسمه daily sales لو قفت عليه ده table بتاع ال output الخطوة اللي وراها filter rows هتلاقيت shell اللي هو ده انا عملته لان في معادة زيادة اسمه ممكن جدا يحصل تداخل في ال data دي كلها مع بعض لان خطوة expand هتاخد معها كل ال tables فممكن طبعا يحصل مشكلة وطبعا ده حاجة انا مش محتاجة انها تحصل وبالتالي الافضل ان انا كنت اعمل الخطوة دي طبعا ده ده بال practice هتلاقي الحاجات دي بتظهر معاك وتاني نفسك بتاخدها بشكل تلقائي وانت شغال طيب تعال نرجع بقى ايه نشوف ازاي ممكن نعمل تلخيص هنقفل ال query تاني وتعالى قبل ما نعمل ال group by هقولك بالزبط هو انا المطلوب اعمل ايه او ايه المطلوب من ال group by دي فتعالى بص عندي هنا هوا في ال table ده الوضع عامل ازاي اللي موجود في ال power point زي ما انت شايف هنا انا عندي اربع سطور بس اول سطرين اسموهم للكاتيجوري بتاع الاكسسوريز وبعد كده سطرين الكاتيجوري بتاع البايكس وهتلاقي ال date متكرر يعني هنا كل ال dates يوم واحد واحد طب انا محتاج السيلز بتاعت الاكسسوريز لواحده والسيلز بتاعت البايكس لوحده في ال table تاني هنا ال quantity اتنين و اتنين بالنسبة للأكسسوريز والسيلز 15.7 15.5 و 17.8 فانا محتاج اجمع دول مع بعض واجمع دول مع بعض وطلع line 1 زي موجود هنا وسميه اكسسوريز فزي ما انت شايف يبقى مبيعات يوم واحد واحد للأكسسوريز عبارة اربعة والخيمة بتاعت 30.3 بالنسبة للبايكس برضو بعت 2 transactions theta quantity و theta quantity لما تجمعهم يبقوا 6 وادي 336 و 656 لما تجمعهم يدوك 996.1 فده المطلوب ده بالزبط ان انا محتاج اعمله عن طريق ال group buy ان انا لما يكون فيه تكرارات من نفس ال date و نفس الكاتيجوري اجمعهم مع بعض واعمل عملية جمع للquantity و net sales طبعا ده بالزبط زي ال sum if اللي موجودة في الاكسل العادي ونفس اللي بيعمله برضو ال pivot table في الاكسل العادي ولكن انا محتاج اعملها المراتي من جوة power query زي ما انت شايف انا عندي data كتير وطبعا processing data كتير على الاكسل ممكن يبقى مشكلة 4000 lines still اللي انا اشتراها لهم مش حكاية لكن تخيل انا اجمع مبيعات السنة كلها وانا عندي حوالي شهر واحد عامل اقل من شهر عامل 5000 او 4000 line تخيل المبيعات مثلا 5-6 سنين و 4 ده ممكن تبقى عاملها ازاي تفاصيل كتير اوي فمش محتاج انا اخدها كلها على الاكسل فممكن عن طريق power query ان انا اصغر ال data دي واخد بس اللي انا محتاجه واعمل منه ال report بتاعي طيب تعال نرجع تاني ال power query نروح تاني على الاكسل ونروح double click علشان نفتح ال power query editor ونشوف موضوع ال group by ده هيتعمل ازاي ال group by موجودة في مكانين في ال options بتاعت او المينيو بتاعت ال power query موجود في home هتلاقي في النص كده وموجودة برضو في transform هتلاقي اول واحدة على الشمال طيب خد بالك انت ممكن ما تختارش احياء خالص وتعمل group by هيفتح لك زي ما انت شايف الويندو دي فاضية خالص انت وقف على category فهو يعني الواحده قال لك group by category ودى لك او option واحد لو دست على advanced هتلاقي بيقولك add grouping بيديك يعني screen معقدة اكتر شوية من الاولانية basic دي بيديك one grouping وone column تحمل في ال operation او calculation طيب اسهل ما اعمل كده انا ممكن اعمل cancel وانا اخد بالك انا عايز احتفظ بال date وعايز احتفظ بالcategory يعني عايز اجمع dates اللي شبه بعض وعايز اجمع categories اللي شبه بعض وبعد كده الجمع والطرح هيبقى في the two tables اعمل التجميع في the two columns يعني هنا العناوين او headers او data وهنا الارقام هنا data وهنا values فممكن اختار two columns ودوس group by فهو الواحده هتلاقيه حطي لك date والcategory ممكن تadd grouping لو انت عايز او تشيل واحدة منهم هنا هوا ممكن اشيل date او ممكن اشيل date او ممكن اشيل date او ممكن اشيل date او ممكن اشيل date فلما تختارهم وتقولوا group by فهو by default هيتدي لك الاثنين دول موجودين فوق معنى كده ان انا عايز اكيب date وعايز اخلي dates موجودة وعايز اكيب category موجودة طيب بعد كده عايز اجمع ايه التجميع زي ما اتفقنا في the two columns دول اول واحد هيبقى اسمه ايه اسمه ها اخليه زي القديم اسميه باردو quantity لانه كأنه هيشيل لك ال column ده ويحط مكانه column جديد فاسمه ايه جديد انا هاخليه نفس الاسم اللي هو باردو quantity طب ايه الوبراشن؟ اريد اعمل count لا اكيد مش count ممكن تعمل average ممكن تعمل min او max طبعا في حالتنا محتاجين اعمل sum يعني كلما تلاقي date متكرر جمعه مع بعض اعمل grouping كلما تلاقي category متكرر اعمل grouping وتروح على value وتعمل عملية جمع تجمع column اللي اسمه ايه column اللي اسمه quantity بس كده لا محتاج واحد تاني فحقوله add aggregation التاني هيبقى اسمه ايه باردو net sales مش هغير الاسم خليه زي ما هو net sales و نفس الحكاية ال operation هتعمل ايه؟ اعمل جمع و هتجمع ايه بالزبط؟ هجمع net sales لو دوست على اوكي هتلاقيه بسرعة جدا الفوق ال الف line اللي كانت تسعة تسعة تسة لو تفتكر واحنا بصين من شوية كان هنا مكتوب 999 plus او فوق ال الف line النهاردة لا بقى و ايه 84 رو بس و حصل عملية التجميع اللي احنا عايزينها كده حضراتك جاهز كل محتاجه انك تقفل ال power query editor و المراتي بدل ما تقوله ديسكارد كيب لواحده هيقفل ال power query editor و هيبدأ يعمل ال reloading و هتلاقي عدد سطور بقى 84 بدل ما كان 4000 و كده بقى عندك اهو summarization اللي احنا كنا عايزينها فاضل بس اننا هنعمل charts او نعمل ال dashboard الموضوع سهل انا هختار dates كلها و هدوس على control و اختار quantity برضو ال column كله و هروح على insert و من insert هختار charts و من charts ممكن اختار lines بلاش columns هنختار lines ف هيرسم حاجه شكلها غريب ليه بقى شكلها غريب لانه ما زال فيه تكرار يعني يخد بالك اليوم متكرر بس متكرر مرة واحدة لكل category فمعنا كده محتاج اعمل filtration على حاجه لوحدها عشان الجراف ده يبقى ليه معنا طب بس قبل ما اعمل filtration هنا فيه حاجه مهم جدا محتاج اعملها ف هقف على chart خلينا نقفل دي عشان نادي نفسينا مساحة شوية و هعمل right click و هقوله format chart area و هروح على اليمين هنا خالص الحتة اللي هي المربع ده اللي هو في الاخر خالص ده و هاختار من properties هاختار حاجه اسمها don't move or size with sales وبعد كده اقدر اعمل filtration تعال نختار حاجه زي بايكس كده شكل التشارت بقى شكله معقول جدا بقى بيتكلم على المبيعات بتاعة البايكس الديلي تات اسابيع هول عندنا لغاية من يوم واحد اليوم واحد و عشرين و شكل التشارت معقول لو اختارت حاجه تانية و ليكن مثلا الاكسسوريز مكان البايكس فهيديك برده هيغير و هيديك شكل برده طيب انا طبعا عشان انا عايز داش بورد فمش معقول كل مرة هروح على الجدول وعمل filtration فتعال نعمل unfilter للكلام ده كله و نعمل حاجه شكلها لطيف فهنا واقف هنا هروح على table design و هختار insert slicer و هقول له عايز slicer على category و هدوس على اوكي هيدك slicer زريف قوي ممكن نجيبه على يمين هنا كده و اختار بقى منه بايكس components clothing زي ما انت عايز و هيدى لك اللي انت عايزه على طول طيب تعالى بقى الوقت نعمل شوية changes في التشارت احنا قلنا ده بتكلم على quantity فالتايتل ممكن اعمل double click و اكتب quantity الgrade lines انا ما بحبهاش ف هقف عليها و اعمل delete ممكن اختار ال line ده و اجي هنا اقول له smooth line ف هتلاقي الكسرات ده بقى شكلها احسن شوية و ممكن اللون ده وليكن مثلا تعاني اختار حاجه يبقى شكلها غري كده خفيف ف هنروح على format او ممكن زي ما احنا هنا في options اختار line اختار مثلا ال grey ده ويبقى quantity معمولة باللون الرمادي طيب ممكن برضو التشارت كده عريض قوي مش محتاج كل العرض ده ممكن اصغاره شوية اطلع به كده فوق وبعدين لو انا مختار التشارت لو دست على alt وبعدين اختارته بالماوس كده اقدر ألزقه في ال corners بحيث انه يبقى ماشي مع الجرد و برضو انا بعمل sizing اقدر ألزقه زي ما انت شايف كده يلزق فيبقى ايه ماشي مع الجرد بالزبط اعتقد كده معقول ممكن نيجي بقى ال slicer ده ونختاره كده ونلزقه هو كمان في الجرد طبعا اللبني مع الرمادي مش حلو فممكن نروح على slicer options اختار الرماديات ده شكلها زريف ممكن اعمل برضو right click و اقول slicer settings و ممكن اشيل ال header مش محتاجه و اصغر كده شوية فكده اه برضو شكله معقول حبة ممكن نزود height 0.6 ممكن نزود حتة كمان كده لطيف ممكن برضو اختار alt فكده هو ممكن اختار و اختار و هذه ال quantity تمام اعتقد انا كده ممكن بقى اخد copy تانية من التشارت ctrl c و افتح تي و اقوله ctrl v اعمل لك copy تانية مشابهة ليها بالزبط بس المرة دي بقى اخليه point على net sales فانا اختار الرسمة نفسها بدل ما اختار كونت كده اخده على الجنب فكده بقى باصس على net sales و طبعا محتاجة غير التشارت و اخليه التشارت و اخليه net sales و كده تمام طيب السلايسر بس كبره عشان يبقى ماشي مع ال 2 و انا دايس alt عشان يلزق ممكن ارجع height تاني كده تمام كده تمام فزي ما انتا شايف او حرك بس ممكن اغير بقى ايه ال color ده اخليه الاحمر عشان يبقى شبه اللي كنا عمليه هناك فممكن من هنا على طول من ال format data series اختار ال الوان ده و من ال line ده اختار ايه اختار الاحمر الغامق فبقى عندي حرك زي ما انتا شايف ممكن بعد كده اشيل عشان شكل ال report بشكل ورطيف فارجع بعد كده من هنا من view اشيل ال grade lines اعتقد كده شبه اللي ارى تقول لكم في الاول قريب جدا التاني بس كده كده اختار بايكس اختار 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 وزي ما انتا شايف ادي ادرو ديتا و ادي افرد بعد كده جالي ديتا جديدة هذا اللي احنا هنعمله بالزبط تعالى جالي بقى فايل جديد دي النهاردة وفي اسبوعين جداد اللي هو ويك فور ويك فايف مفيش اي مشكلة مجرد ما انا هحطه في نفس ال excel workbook هيحصل update automatic تعالى نشوف كده حاوله move or copy مجرد ومجرد وودي احنا في ويقال انضاء الاخر وتاله واخد الفايل اهو move or copy و create copy وروح ودي على t3 move to end ووك بعد 5 أسبوع week 1 و2 و 5 نقف هنا كل ما يحتاجه اقف على الـ Query و اقف على الـ Refresh يمكن الـ Refresh من الـ Tablet نفسه و اختار الـ Refresh كما ترى الـ Automatic Added 31 يوم ستجد الـ Tablet طويل و 124 line بدل ما كان 80 و كما ترى لغاية يوم 31 الـ Data حتى نذهب على الـ Query و ادت عشان نفتح الـ Power Query ستجد الـ Refresh و ستجد الـ Refresh ستجد الـ 5 أسابيع و الـ Daily Sales الخطوة اللي وراها و مختفز بالـ 5 أسابيع اي حاجة حتدخلها زيادة حيحصل نفس الكلام و مش محتاجه اعمل حاجة هنا ممكن نقفل ده اعتقد مهم انك تبقى فاهم ايه اللي بيحصل في Excel.CountWorkbook مهم جدا تبقى فاهم Group Buy مهم جدا تبقى فاهم ازاي ان تتحرك وتشتغل Automatic وبتزيد فيها Data لما بعمل Update للـ Table اللي هو اصلا مبني على Query اللي بيحصل على Update Automatic عن طريق Excel.CountWorkbook السلام عليكم السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحليل بانات على الـ Excel مبادئ Power Query أو PQB هذا الفيديو PQB15 سنرى كيف يمكن نقوم بعمل فلتر ديناميكي باستخدام Power Query في المسال العمل اليوم عندي Data المبيعات من سلسلة 2017 موجودة في جدو و دي عبارة عن مية وسبعين الف من الـ Data عندي الربع الثالث والربع الرابع و كل واحد فيهم تقريبا حوالي مية وسبعين الف لين زي ما احنا شوفنا مطلوب مطلوب ان اجيب شيت زي دي و اعمل Filter اجيب Subset من الـ Tables دي كلها زي ما انت شاف هك دول كلهم حوالي أربعين لين لو روحت هنا حلائي ده الـ Date اللي اخترته هنا هو هو اللي ظهر لي هنا و كمان الـ Category اللي اخترته من الـ Dropdown هنا اختار الكثير اللي انا عايزه و ادوس Refresh اجيب حصل update للـ Data دي و جاب لي Subset و طبعا السامري اللي موجودها ده هيتغير تلقائيا كل ده باستخدام الـ Power Query عشان نعمل الكلام ده في الـ Power Query محتاجين نشوف حبة حاجات اولها مثلا ازاي استخدم Excel.CurrentWorkbook لاستخراج البيانات و احنا اشتغلنا المرة الفاتة عليها و شفناها في فيديو PQB14 كمان ازاي اعمل Duplicate Query و دي مهمة اوي هنشوف هنستخدمها كزا مرة و ازاي ممكن سهل عليك حاجات كتير اوي ازاي انسخ الكويري اعمل منها Duplicate هنشوف كمان ازاي ممكن استخدم الكويري عشان اعمل Dynamic Unique List من Table معين او من Field معين او من Column معين هنشوف كمان ازاي ممكن استخدم Unique List اللي اطلع من Power Query دي عشان احطها في Validation Data Validation و اطلع منها قائمة منسادة لأستخدمها في الفلتر او طلع منها Dropdown استخدمها في الفلتر هنشوف ازاي ممكن اخد Table صغير واحوله الى قيمة منفردة او Single Value باستخدام الكويري عن طريق حاجة اسمها Drill Down هنشوف كمان ازاي ممكن اخد Data المنفردة دي او القيمة المنفردة دي او Single Value واستخدمها ك Input جوه Power Query علشان اقدر استخدمها جوه الفلتر استخدمها كارتيريا للفلتر هنشوف ازاي لما تيجي معلومات جديدة بيحصل تحديث تلقائي لان احنا استخدمنا في الاول Excel Account Workbook في اي تابل جديد هيخش هيحصل فيه نفس الخطوات اللي اتعمد في التابل زي قبل كده وبالتالي هيحصل تحديث تلقائي لما حط بيانات جديدة وهنشوف مع بعض كمان ازاي ممكن نسجل ماكرو بسيط وزود زرار واربطه بالماكرو زي زرار الرفرش اللي احنا شفناه في الExcel فايل اللي شفناه مع بعض زي ما حاك شايف ده الفايل اللي شفناه لسه من دقائق وشوفنا فيه ان انا عندي مية وسبعين الف لاين موجود فيه مبيعات الرابع الثاني من سنة 2017 مطلوب ان انا ابدأ ادخلها جوة Power Query دلوقتي على طول طالما هي تابل ممكن على طول نروح نبعتها على طول على Power Query هروح على Data Ribbon مكان Power Query في Excel 365 اول ما حدوس عليه هيفتح Power Query Editor على اليمين هلاقي اسم تابل خليني اغيره وهسميه حاجة زي Filtered Report تعالى كمان هلاقي اول حاجة Source لو قفت على خطوة Source وروحت على Formula Bar هتلاقي استعمل Excel.CurrentWorkbook زي ما حراك شايف بالشكل ده النهارده بادئ بTable 1 بس بتاع Quarter 2 بعد كده هجيلي Quarter 3 و Quarter 4 فانا عايز اخد كل الData كل Tables مهما كانت فبالتالي ممكن اعمل Delete بعد Excel.CurrentWorkbook ممكن اعمل Delete من اول هنا لكل اللي موجود بعد كده Backspace ودوس Enter حاجة جاب لي لستة بكل Tables اللي موجودة في الworkbook ده وطالما هو Table 1 فاللستة عبارة عن Line 1 او عبارة عن Record 1 وده منطقي بعد كده لما زود Tables ودوسر هلاقي بعد كده العدد ده بيزيد 2.4 وكذا بدلوقتي حراكي بقى في خطوة بقى كاسمة change type لو روحت وقفت عليها طبعا هتلاقي الدنيا بايزة خالص لان طبعا كانت موجودة على الشكل القديم بتاع source فتحانت باللوقتي بايزة ممكن ادلتها على طول مش محتاجينها وكمان بعد كده حراكي باعد كده كزي ما قلنا احنا ممكن نضيف Tables بس انا مش عايزه ياخد إلا بس الـ Tables اللي قولها كلمة Sales يعني مثلا هنا ده هيطلع في الآخر الـ Query دي هتخرج في الآخر على شكل Table باسمه Filtered Report واحتاج أزود كمان 2 أو 3 Tables جوه نفس الـ Excel Sheet فأنا مش عايز ياخد معايا أي Table إلا لما يكون يبدأ بكلمة Sales عشان ما يحصلش أي لخبطة في الشهر اللي هنعمله فبالتالي هنعمل خطوة استباقية وحنروح على الفلتر اللي موجود هنا وحنقول له لو سمحت أنا عايزك تعملي هنا Text Filter وحنقول له Begin With يعني ما تختارش أي حاجة إلا أما تبدأ بكلمة معينة ف Begin With وحكتب كلمة Sales وبعدين هاختار من هنا هقول له OK خد بالك هنا مش هيحصل أي حاجة يعني الخطوة دي ملاش أي تأثير إلا أن بعد كده لما تيجي Table جديدة لو لقى Table ما يفوش كلمة Sales في الأول فمش هيخده معايا ودال مطلوب لأنه بعد كده كل Table اللي هدخلها عشان يحصل عليها Automation هتكون بدقة بكلمة Sales فكده خلاص حضرتك أنا جاهز عملت أول تاني خطوة هي بقت Filtered Rows أنا مش محتاج بعد كده الاسم خلاص أنا محتاج بس ال Content اللي هو Table لو قفت هنا ال Content ده هو Data الفعلية زي ما انت شايف موجودة هنا لكن أنا مش محتاج الاسم اللي موجود برا فانا واقف على Content دي ممكن أعمل Right Click وقول له Remove Other Columns وبعد كده من السهمين العكس بعض انت شايفهم فوق دول لو دست عليهم هعمل Expand فأول حاجة لا تنساش Uncheck Use Original Column Name As Prefix وهي أنا محتاج كل ال Data اللي موجودة جوه فحدوس على OK هذه زي ما انت شايف ال Table بتاعك كله بقى موجود هنا دلوقتي أنا محتاج أزبط Data Types هروح على Transform شوفناها المرة اللي فاتت حقوقي Take Data Type هيروح لوحده يبدأ يشوف يزبط Data Type أعتقد كله تمام ده Date & Time ممكن أغيره أخليه Date بس مش محتاجة Time في حاجة فاضل حاجة واحدة بس خد بالك ان انا عايز ده يكون بعد كده ال Filtered Report بتاعي انا عايز بعد كده اختار الفلتر بتاعي من ال Excel او اخد ال Input بتاع الفلتر من ال Excel ولكن مبدئيا تعالى نعمل فلتر عادي خالص من جوه ال Query علشان نجاهز نفسنا ان احنا نجيب بعد كده معلومة الفلتر دي من جوه ال Excel نفسه هاعمل كده ازاي؟ خلينا انا محتاج اول حاجة filter على date فتعال اقف على date واختار اي حاجة هاختار وليكن 1 April وادوس اوكي فكده عمل لي filter على 1 April وتعا نروح على ال Category وتعا نختار مثلا ال Accessories اول واحدة انا اختارت بشكل عشوائي مش مهم الاختيار بتاعي اي filter وخلاص بس عملت filter على 2 columns وزي ما انت شايفة هاو عمل لي filter draws ولو بصيت تاني على formula bar هتلاقي كتب power query formula اسمها table.select rows دي اللي بتعمل الفلتر وبعدين راح قال لك انا عايز date يساوي date بتاع 1.4.2017 2017.4.1 وقال كمان عايز category يساوي Accessories لو انا عرفت اجيب حاجة dynamic من ال Excel وحطها هنا مكان حتة بتاعت ال date واجيب حاجة dynamic ال category برضو من ال Excel فايل اللي انا شغال عليه وحطها هنا مكان ال Accessories وكلما غير الاختيار بتاعي يحصل لها تغير هقدر اعمل filter بشكل ديناميكي طيب لحد ما نعرف نعمل دي خلاص ال query دي جاهزة ممكن اعمل لها loading في الوقت الحالي هروح على home close and load close and load 2 من ال import data هاقول لو سمحت عايزه في table existing worksheet روح على output top corner ودوس على اوكي طيب دلوقتي احنا قلنا نحط ال input بتاعت ال filters دي تكون جاية من ال Excel فايل نفسه فانا محتاج هنا مثلا table صغير يكون الهيدر بتاعه اسمه date علشان اكتب ال date تحت حاليا 1.4.2017 ادي ال date الموجود دلوقتي ومحتاج كمان table صغير اكتب هنا في category وهاختار category اللي هو اللي موجود حاليا اللي هو ال accessories ممكن اخد منها copy وحطها هنا على طول دلوقتي انا عايز ابدأ اقول ال power query لو سمحت بدل ما تاخد الفلتر اللي انا عمله بقداية ده انا عايز اتروح تاخد ال input من المنطقتين دول زي ما اتفقنا عشان ادخل اي حاجة جوا ال query الافضل نحولها الاول ل table format فادي اول data set وانا واقف اي حتة فيها هقول له control T هدوس على اوكي فتعالا مثلا دين سميها date input وادوس على enter ممكن اروح على data وروح على نفس الايكون اللي نحن نستعمله بتاع from table or range اسم ال query جاية من اسم table وزي ما انت شايف فيه source وفي change type عملها بشكل automatic change type هو اختارها لك عمل لك date و time زي ما اتفقنا انا مش محتاج غير date فممكن اشيل time هاختار من ال corner هنا من الايكون اللي في ال corner ده واقل له عايز date واقل له replace current زي ما انت شايف حراك بقى عندك 1 ابريل 2017 انا عايز اعمل حاجة صريفة جدا عايز اخلي ال table ده عبارة عن single value فيها بس ابريل 2017 1 ابريل 2017 ازاي ممكن اعمل كده لو عملت ايه اللي هيحصل حلاق ال query كلها اختفى منها number of rows واختفى منها ال column وحلاق ال query الموجود عندي single value اللي هي واحد ابريل 2017 وبالتالي اقدر اخد دي لو انا خدت اسم ال query دي وعملت لها control c وروحت على filter report هنا وروحت على الحتة بتاعة date اللي موجودة هنا احنا فاكنا لما شفناها في formula bar وقلت له each date equals وبعدين حطين هنا هاش ومعادلة عشان يطلع date من الارقام اللي اخترتها لو علمت عليها كلها وعملت control v وجبت اسم ال query اللي انا لسه عملها دوقتي حالا اسمها date input هو بعد كده خلاص فهم ان انت محتاج تعمل filter حسب ال query اللي موجودة هناك وطالما ال query اللي موجودة هناك ال input بتاعها جاي من ال excel يبقى لما هغير في ال table اللي موجود في ال excel واعمل refresh حيروح ال واحد وكمان يغير الفلتر اللي موجود هنا طب دلوقتي انا محتاج اعمل close and load close and load to فهعمل بس load لل date input انا محتاج بس اكتبها في اي حتة محتاج بس اقول له ايه only create a connection وادوس على اوكي تعال بقى كان نغير ان نجرب التاريخ مع بعض طور مثلا اثنين ابريل وادوس enter وتعالة هنا اعمل right click وقول له refresh ادي التاريخ عندك حركة عطول بقى اثنين ابريل والفلتر شغال معك كويس نفس اللي عملناه في ال date نقدر نعمله بسرعة كمان في ال category ctrl t my table has header دوس على اوكي المرة دي سميها category input ودوس enter هنروح على data الايكون الزريف بتاعنا عشان نروح ال power query مش محتاج ال change type delete right click drill خد copy من اسم ال query اسمها category input ctrl c روح على filtered report وتعالة تاني في الفومولا bar وروح بقى قدام category ويعلم على accessories اللي كانت هارد كود دي بتوين اثنين كوت وحط مكانها category input query على بعضها ودوس enter close and load to only create a connection ودوس على اوكي نغير accessories نخليها bikes وندوس enter وright click وrefresh هتلاقي عندك على tool bikes والتاريخ الجديد الفلتر بتاعك شغال بشكل ممتاز جدا فضل لي حاجتين بسرعة اول حاجة محتاج اعمل dynamic list علشان اطلع اساميل categories اعمل هنا drop down عن طريق data validation واي category جديد اشوفه كمان محتاج انا اعمل validation لل date عايز اعرف start date حيبقى فين وال end date فين عشان محتاج ادخل date غلط وهنا كمان عايز drop down عشان محتاج ادخل اسم بتاعك تجري بشكل غلط طيب هنعمل الكلام ده ازاي خلينا نروح على filtered report query right click والمراضي هقول له duplicate حاجة اول مرة نشوفها اول ما هقول duplicate هيفتح لي على طول power query editor ولو فتحت على يمين هنا حلاقي filtered report دي بقت موجودة مرتين مرة الاسم الاصلي بتاعها اهو ومرة هطها لك بين قصين نزود لك يعني two زي بتعمل copy لاي فايل يكون اسمه موجود قبل كده تعال نغيره هنا على طول ونسميه category list وندوز enter تعال نرجع شوية للهيستري بتاع الكوين دي بدقين بال source no change بعد كده عملت filtered rose لو تفتكر قلت له شلي اي حاجة فاكرا ما عملناها مع بعض في الاول اهو فعلا بيعمل كده بيشيل اي حاجة معادة اللي بادئ بسيلز بعد كده قلت له شلي الاسم مش محتاجه بعد كده قلت له expand انا من اول expand وانا محتاج اغير لو دوست على الويل الموجودة هنا هقدر اغير في expand انا مش محتاج كل الديتا دي محتاج بس الكاتيجوري هدوس على اوكي بعد كده change هلقيها بازت خيانا اعمل لها delete كمان مش محتاج الفلتر هعمله delete هو كمان بس هنا ممكن انا اخطار الديتا تايب بتاعتي على طول خليه ABC بس او ما يساوي تكست وهروح على remove rose هنا واقوله لو سمحت remove duplicates فبقى عندي بس الاربع كاتيجوري الموجودين الكويري جاهزة ممكن على طول عملها close close and load to من input dialog box هاختار table existing worksheet روح على resources على top corner ودوس على اوكي كويري جديدة فيها اربعة روز حصل لها loading مبدئيا انا محتاج اعرف اسم ال table الموجود هناك واسم الفيلد اللي موجود فيه ال list انا عارف ان اسمه category list زي ما انت شايف هنا اهو فلو قفت هنا قلت له equal وكتبت كلمة category هتلاقي الواحد وقدالك حبة option منها ال option بتاع ال tables اللي موجودة دلوقتي فمنهم مثلا الكاتيجوري list ال table الموجود لو دوست tab هكتب لك اسمه افتح square bracket هيفتح لك اسامي ال columns الموجودة فيه انا عايز منه category اعمل tab وقفل ودوس enter فطبعا انا شغال على office 365 فعمل spell لوحده لو عايز تفهم spell ازاي بيشتغل عملنا فيديو عن الموضوع ده اللينك بتاعه موجود فوق دلوقتي ممكن ترجع له وتفهم الكلام ازاي بيحصل في office 365 انا مش محتاج اللي انا عملته ده لكن انا محتاج العنوان اللي موجود فوق الموجود في الفورمولا اللي فوق الفورمولا بار زي ما انت شايف فحقف عليه وعمل له selection وقول له control c وبعد كده حضرتك ممكن تروح على data validation من data ribbon وتقول له انا عايز اعمل validation وعايز اقول له لو سمحت محتاج list وعايز السورس بتاعها هيكون المعادلة اللي انا كنت احطى فوق اللي هي بتشاور على table اللي اسمه category list وعلى field اللي اسمه category جوه التابل ده لو دوست اوكي زي ما انت شايف عمل error مش هيوافق فحادوس اوكي ومحتاج اعمل تركاس وغيره هنا هقول له equal وهحطها ما بين indirect formula لو جربت تعمل validation directly على table دائما نحامل معاك المشكلة دي فعشان كده الworkaround اللي هنا بنعمله نحن نحطها جوه معادلة indirect وهي افتح قوس وخد بالك لازم تعمل كمان double code لازم تديها له كtext لانه indirect محتاجة text وهي حادوس على اوكي خد بالك انا عملت ال validation هنا مفيش مشكلة ممكن اقول له copy واعمل right click واقول له paste special و paste special برضو وهتلاقي هنا حاجة ما اعتقدش ناس كلها عارفاها حاجة اسمها paste validation لو قلت له اوكي هتلاقي ال validation ظهر معاك هنا على طول دلوقتي دي خلاص انا مش محتاجها delete فخلاص كده بقى عندي ال validation في مكانه الصح ممكن اختار اي حاجة من هنا واقدر اغير وعمل refresh كل حاجة هتشتغل معاك بشكل ظريف طيب محتاج كمان ان انا اعمل limits لل dates دي محتاج اعرف start date و end date ويكون بشكل برضو ديناميكي تعال ناخد ال category list دي المرة دي ونعمل لها duplicate مرة تانية افتح على يمين هتلاقي عندك اثنين category list انا محتاج اغير اسمها خليني اسمي دي start date تعال نرجع وارا شوية عند expand لو تفتكري انا كنت اعمل expand بس للكاتيجوري المرة دي هروح تانية خش على expand وهغير selection بتاعي بعد ما كان كاتيجوري هتخليه date ودوس على ok change type اللي بعديها طبعا هتضرب function لان مافيش حاجة اسمها الكولم اللي اسمه category اختفى ف change type معمول عليه هكيد هيبقى غلط delete remove duplicates انا مش بحتاجها delete خليني اغير type اخليه date فاضل حاجة بس واحدة صغيرة عايز الكويري كلها تطلع لي value واحدة بس هي عبارة عن start date بتاع التابل ده اللي عبارة عن column واحد مافي وجهة date هعمل الكلام ده ازاي هروح على transform هروح على حاجة اسمها dates هاختار حاجة اسمها earliest هتلاقي لوحده حول لك الكويري كلها الى single value اسمها 1st of April 2017 ولو بصيت هنا هعمل الكلام ده عن طريق معادلة اسمها list.min طب لو عايز اجيب ال end date right click وقاله duplicate مش لازم اطلع بره ممكن اعملها من هنا اعمل لكويري تانية اسمها start date تعالى نغير اسمها المرة دي ونخليها end date وده المكان هو نفس الخطوات مش هاخر فيها اي حاجة وده المكان مختار list.min انا ممكن اختار list.max باللوجك كده طالما فيه min اكيد في max وادوس على enter هتلاقي date بقى 30 june 2017 فكده بقى عندي اتنين كويري واحدة فيها start date واحدة فيها end date اعتقد انت جاهز ممكن تروح على home close and load close and load to كده وهيعمل load الاتنين كويري مع بعض ما عنديش option في الحاجة غريب ان انا ياما احط الاتنين كل واحدة في new worksheet ياما ممكن اعمل حاجة تانية ظريفة اقوله only create a connection وبعد كده اقف على اول واحدة واقوله right click load to مرة دي ممكن اقوله table existing worksheet حطها في column c ودوس على ok نفس الكلام في التانية دلوقتي يبقى عندك table في start date و table في end date لو روحت على output ممكن هنا ارجع اعمل validation على ال cell دي عن طريق two cells اللي عندي فهروح على data واقوله لو سمحت اعملي validation المرة دي انا عايز date مش مسموح اي حاجة غير date between start date هروح على resources واختار ال start date وبعد كده ال end date اختار ال end date من resources ودوس على اوكي 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 تعال بقى نعمل سمري صغير لل data اول حاجة انا محتاج اخد ال revenue اشوف ال revenue equals وهعمل sum اول ما هكتب fil table اللي اسمه filtered report ممكن ادوس لتحت واعمل tab هفتح square bracket انا عايز اجمع sales value موجودة اهي اخترتها بالماوس وبعدين عملت tab واقفل square bracket ونقفل sum نفس الكلام في quantity ال average price هقسم ال revenue على quantity هينديك ال average price تعال نعمل شوية formatting سريع كده السمري بتاعك بقى جاهز الفلتر بتاعك بقى جاهز وال validation معمول فاضل حاجة واحدة بس مش معقول كل ما غير حاطنا نروح هنا اعمل right click وقال له لو سمحت اعمل refresh انا عايز هنا احط buttons وغير يعملين القصة دي automatic هعمل كده ازاي عن طريق اني اعمل record لمكرو سريع عشان record macro موجود في اماكن كتير تعال نروح على developer روح على الشمال من عند code هنا قل له record macro هيفتح لك ال window دي يسمي المكرو اللي انت عايزه انا هسميه refresh ومش محتاج له short key زي ما هو كده انا بس هسيبه في نفس ال workbook اللي انا واقف عليه وحدوس على اوكي وحبدأ على طول record المكرو كل ما انا محتاج اعمله اروح على data ومن data اقول له refresh all وادوس عليها ممكن دلوقتي اعمل stop لل recording المكرو بتاعك بقى جاهز تعال ان برضو من developer نروح على insert تعال نختار button ده ونحطه هنا كده مثلا وبيسألك عايز تassign عليه انه مكرو بالزبط فانا هاختار له المكرو اللي لسه عام دلوقتي اسمه refresh وادوس على اوكي اسمه button 17 لو عملت right click ممكن اقول له format control ممكن اختار font اكبر شوية من انا مختاره ممكن اكبر الفونت اخليه مثلا 16 وادوس على اوكي اعتقد كده شكله معقول edit text تعال نكتب حاجه عليه زي refresh كده حراك جاهز تعال نعمل تجربة سريعة ممكن تختار دلوقتي clothing تعال نختار يوم تاني وليكن اتنين مايو 2017 هتدوس على refresh ادي ال query على اليمين وعلى الشمال التابل حصل له update ادي التاريخ الجديد اللي انت حراك مختاره هنا وادي الكاتيجري اللي حراك مختاره وطبعا السامري المعمول هنا حصل له update مش كده بس حراك انا عندي ال data بتاعت sales quarter 3 و quarter 4 موجودين في excel تعال نختار مثلا quarter 3 move or copy create copy وطبعا نوديه على الفي احنا شغالين عليه وفي نهاية التابل ده تعال نزود كاتيجري جديد انا هسميه triple x ومنتج جديد وليكن triple y وطبعا ده في نفس التاريخ ده تعال نحط price 10 و quantity 100 وبالتالي revenue هيبقى 1000 تعال نروح على output ونعمل refresh واحدة الاول عشان يupdate طبعا list بتاعتي بتاعتي resources وبالتالي يupdate categories هنا لو اخترت هنا category اسمه xx تعال نختار اليوم بتاعه اللي هو كان 30 9 2017 refresh مرة ادي record لحاك لسه بداخلها دلوقتي جاءت لك على طول عن طريق الفلتر الديناميك اللي احنا عملناه مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحيط البيانات على الاكسل مبادئ Power Query أو PQB فيديو رقم 16 والاخير من هذه السلسلة النهاردة فيديو خفيف هنشوف ازاي نمانج الكويري ازاي نتحكم في الكويري هنبص على ثلاث حاجات duplicate وreference وappend قبل كده احنا شوفنا duplicate في الفيديو اللي فات وشوفنا قبل كده برضو append لكن النهاردة هنشوف امتى استخدم append امتى استخدم duplicate وامتى استخدم reference وامتى مزايا كل واحدة فيهم قصاد التانية وازاي اقدر اتحكم في الكويري عن طريق الثلاث حاجات دول نروح على excel ونشوف الامثلة النهاردة الجدول ده فيه مبيعات 2016 زي ما انت شايف 1 2 3 4 5 اعمدة فيها date وموجودة في حوالي 69000 ده مش الفايل الوحيد اللي معنا احنا معنا كمان فايلين زي ده بالزبط لو رحنا على الفولدر ده هتلاقي عندنا مبيعات 2016 2017 2018 مطلوب انه نجيب المبيعات دي عن طريق power query هنروح على new workbook اكسل لها فاضية خالص ونبدأ نعمل ريبورتات على الثلاث سنين دول ونشوف ازاي ممكن نستخدم احيانا duplicate واحيانا reference واحيانا تاني append عشان نخدم اهداف مختلفة واحنا شغالين على الكويري excel sheet فاضية تماما زي ما حراك شايف وعايزين نروح نجيب مبيعات 2016 من الفولدر اللي كنا شايفينه مع بعض خلاص احنا حافظين هنروح على data ribbon على الشمال get and transform get data from file from workbook عندي path بتاع الفولدر اروح اقفه ctrl v و enter دولة تلاتة وركبوكس بتاعنا عايزين 2016 هنعلم عليه ونقول له import فتح لي النافيجيتر ادي الوكبوك بتاعي عندي شيت واحدة اعلم عليها ده شكل الديتا اللي موجودة جواها transform عشان نفتح part query editor على اليمين اسم الكويري متاخد من اسم الشيت شيت 1 اعتقد اسم مش كويس ممكن نغيره خليه اسميها all sales preview موجود قدامنا اربع خطوات اول واحدة source استخدم excel.workbook لو بصيت على formula bar استخدم function excel.workbook وراح جاب file.content وراح جاب الادرس اللي احنا عدناهنه في الاول مجفع عن الworkbook زي ما انت شايف الخطوة اللي بعدها اختارنا الديتا اللي جوا الworksheet الخطوة اللي بعدها اعمل promotion للهادر زي ما انت شايف كل ده automatic بعد كده change type بص بسرعة date text 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 وبعدين 1.2 دي معناها decimal اعتقد كله تمام الكويري دي مش محتاجة اي transformation ممكن على طول اعمل منها report close and load close and load 2 من الimport data window pivot table report عشان اعمل pivot table على طول existing work sheet موجود في A1 مفيش مشكلة دوس على اوكي حصل loading الكويري و ادي pivot table الكاريت تعال بصورة انديل اسم هقف فوق خالص على الشمال عشان انا قريدي على pivot table analyze هروح على الشمال و اديل اسم all sales ممكن اخد منها copy ودوس enter وانزل تحت خالص sheet 1 ctrl v و enter يلا نعمل report سريع جدا category في rows هحط date في columns اديني grouping بالشهور بس انا عايز بالسنة right click هنقول له group طبعا كل الكلام ده شرحنا قبل كده في series ال pivot table ممكن ترجع لها لو عايز ال link موجود دلوقتي فوق وهتلاقيه موجود في ال end screen ال years عندي سنة 1 2016 هات sales revenue وضعه في values وبعدين اختار sell right click number format currency zero decimal places اوكي ال report بتاع حضارات جاهز طب انا عايز ابوص بقى على 2017 نفس اللي عملتو ده بالزبط بس انا عايز 2017 اعمل ايه منتقى البساطة مش محتاج اعمل اي حاجه هروح اقف على all sales و اعمل double click عليها عشان تفتح من جوة power creator لو روحت التاني على source خطوة باعت السورس على يمين زي ما هيك شايف كده اروح على السورس هتلاقي على يمين كده في عجلة لو دوست على العجلة ده هيفتح لي تاني السيتنجز بتاعت السورس و هيقدر اعمل براوز مرة تانية و اروح اختار الفايل بتاعي فلو عملت براوز من هنا مفيش اي مشكلة خالص فتح لي تاني الفولدر عندي 16 و 17 و 18 خليني اختار 2017 و ادوس على import و ادوس على اوكي تعال نروح بقى الخطوة الاخيرة بص هنا التواريخ كلها بقت 2017 انت كده باصص على 2017 مش مطلوب منك اكتر من ان انت تعمل close وتقول له keep power creatory هيقفل و هيحصل reloading للكويري زي ما انت شايف بترجع تعد تاني بقى عندك 38000 رو بتاعي 2017 و الوقت ديتا بتاعي 2017 موجودة قدام حضرتك في منتهى البساطة رحت و عملت edit للكويري فيه طريقة تانية double click تعال نروح نشوفها ممكن نعملها ازاي هارجع تاني على خطوة السورس و مش محتاج بقى اعمل هذه السيتنجز بص كده معي على formula bar وهتلاقي الادرس كله مكتوب حضرتك هنا انا جوا نفس الفولدر ده وبعد كده sales 2017.xlsx very carefree هخليها 2016 مكان 2017 و وحدة enter تعال نشوف بقى اخر خطوة الدنيا بقى فيها ايه راجع التاني 2016 فهد عندك طريقتين ياما اتت من السورس من formula bar من اول خطوة ياما اعمل العجلة ده لو انت خايف وتروح تعمل براوز من اول وجديد لو قفلت وقلت له keep تاني هيحصل reloading وتاني حلقي هنا دلوقتي لو حراك عايز تحط سنتين جنب بعض هنا بقى ممكن نستعمل دوبليكيت عملناها قبل كده روح على اول سيلز دي رايت كليك وقل له الدوبليكيت ممكن تعملها على طول من هنا تختار دوبليكيت او دابل كليك وتفتح وتقول له ادت من باور كويري ادتر لو فتحت كويريز اللي على الشمال دي هتلاقي الكويري بتاعتك رايت كليك ممكن تعمل بردو دوبليكيت او لو روحت على الهوم حاجة اسمها مانج هتلاقي حاجة اسمها دوبليكيت وفيه كمان ريفرنس تعالى نبدأ بالدوبليكيت وبعد كان نشوف ريفرنس لازمتها ايه عملنا دوبليكيت ادى لك كويري تانية بنفس الاسم بالزبط كل اللي هعمله ان انا هغير بقى اسمها خلاص مبقيتش اسمها اقول سيلز النهاردة انا عايز اجيب 2017 هسميها سيلز 2017 وادوس انتر وارجع على خطوة سورس وبعد كده من سورس لو روحت عملت اللي عملته قبل كده وخلتها 17 مفيش مشكلة بقى عندك كويري تانية فيها 2017 زي ما حراك شايف فاضل بقى احط الاثنين تحت بعض تعلمناها قبل كده في فيديو بي كيو بي 08 تعلمنا نعمل append ممكن ترجع للفيديو اللينك موجود دلوقتي تعالى نروح على all sales ونعمل append بسرعة وانا واقف على اخر خطوة هروح على الهوم ريبن نفس الكلام هروح على حاجة اسمها combine واختار append queries اول ما هدوس عليها هيفتح لي ويندوز وغرر تحت الappend سيسألني عايز 2 tables ولا اكتر المرة دي عايز بس 2 tables مفيش مشكلة انا قد واقف على all sales عايز معي 2017 او all sales the current انا عايز معي 2017 هاختاره وحدوس على اوكي بقى عندك 2016 و2017 تحت بعض دلوقتي ممكن تعمل close and load close and load 2 واخد بالك احنا احنا عاملين load all sales دلوقتي بسألك عايز تلود فين 2017 مش بحتاجة وديها في حتة محتاجة بس تبقى connection only فمن import data window هقول له only create connection ودوس على اوكي دي هيحصل لها only connection لكن هنا هيحصل reloading لانه في ديتا جديدة وهو حس بيها وهو بيقفل فهيبدأ يشتغل بقى عندك مية سبعة وتلاتين الف رو نبقى عندك 2016 و2017 جنب بعض اعتقد محتاج اعمل ترتيب لـ column label فتعالا نعملها sort oldest to newest 2016 وراها 2017 ما عندكش اي مشكلة فشوفنا duplicate ازاي عرفنا نعمل copy عملنا كنفس الخطوات هي هي اللي اتعملت في الاولانية وبعين حطينا اتنين تحت بعض وقلنا احنا كده تمام طيب افرد بقى حراكة دلوقتي محتاج تعمل شكل تاني للريبورت محتاج تماشي الكويري في شكل تاني خالص ولكن مثلا ببص على تقرير لبيع الدرجات بس وتقرير ده بشكل مثلا شهري فمش محتاج ان انا امشي في السكة دي عايز امشي في سكة تانية خالص ساعتها بقى ممكن اشتغل على reference سوف نشوف ممكن ان نعمل كده ازاي double click على all sales علشان نفتح تاني من على الشمال هفتح عندي all sales right click والمرة اقول له reference او نفس الكلام من manage ممكن اقول له reference اخد copy تانية من الكويري وسمىها all sales to لكن بص بقى مفيش steps ولو روحت على formula bar اعمل ايه قالك equal all sales يعني حركات لي كل اللي موجود في all sales كأنه بيشاور على all sales ومعنى كده لو عملت النهاردة اي change على all sales هيرفلكت برضو في copy اللي اسمها all sales to طب دي هنسميها ايه دي خلينا اسميها بايكس report تعال نبدأ مع بعض ال transformation المطلوب علشان نعمل بايكس report اول حاجة انا محتاج يكون monthly report فالديت ده ممكن احوله بدل ما هو موجود بالايام اخليه موجود بدلالة بس نهاية الشهر يعني كل يوم كل شهر يمثل به اخر يوم فيه فبالتالي ممكن بعد كده اعمل تجميع يبدأ بان شايف تواريخ اناه لو فتحت الفلتر 1 jane 2 jane 3 jane وهكذا لا هخليم كلهم 31 jane فمعنى كده ان انا ممكن اعمل بالتاريخ ده ويبدأ ممثل لشهر يناير اعمل كده ازاي وانا مختار الكلوم اللي اسمه date هروح على transform ribbon على يمين خالص حلقة اسمها date هقوله من حاجة اسمها month هقوله لو سمحت عايز end of month لو دست عليها هتلاقي كل التواريخ بقيت 31 jane لو فتحت الفلتر طبعا دير preview بس على jane لو تروا حتى load more هتلاقي 31 jane 29 فبراير وهكذا 16 و 17 كل شهر ممثل بتاريخ واحد بس هو تاريخ نهاية الشهر انت كده اوكي ازاي انا هريبورت بس على بايكس زي ما اتفقنا فممكن اعمل فلتر على البيكس هاختار بس البيكس من الفلتر مش محتاج اعمل اي حاجة تانية مش محتاج كمان ممكن اختار الاثنين واعمل لهم remove اروح على home بقى عندي date والproduct و sales value فاضل اعمل grouping عشان اصغر شوية عدد اختار date وهختار product احنا عملنا grouping مع بعض قبل كده لو رحنا على transform ribbon اختار uh from اصغر شوية موجودة على الشمال او من الهم رابن موجودة في النص فممكن اتنين زي بعض ما اخبره group by الموجودة في home حيث اختار date والproduct مفيش مشكلة هيعمل جروبنج بدلالة الـDate وبعد كده الـProduct محتاج الـColumn الجديد اللي هيظهر مكان السيلز فاليو يبقى اسمه ايه انا برضو عايز اسميه سيلز فاليو والـOperation اللي هعملها هتكون سم يعمل لي عمليه التجميع والتجميع ده هيكون على السيلز ريفنيو كأن بالضبط بقوله لو سمحت انا عايز تشلي السيلز ريفنيو وتعمل تجميع الـValues اللي جواه بدلالة الـDate والـProduct وتحطهري في كولوم جديد اسمه Sales Value انا هدوس اوكي خطوة جديد اسمها Grouped Rows وزي ما انت شايف بقى عندي كولوم جديد اسمه Sales Value ولو بصيت هنا هلاقي بس 96 روز بعد اما كان فيه اكتر من 170 او 180 ألف رو دلوقتي بقى بس حوالي 96 رو فاضل خطوة واحدة بس انا عايز تكون موجودة بالعرض وتحتيها الـValues وتكون بس الشهور موجودة في الـRows معنا كده عايز اعمل Pivot انا قد تعلمت قبل كده اعمل Unpivot المراد وانت شوف ازاي اعمل Pivot للديتا دي فتعال واحنا واقفين على Product نروح على Transform من Transform احلاقي حاجة اسمها Pivot Column زي ما انت شايف موجودة في أي كولوم دي قل له Pivot لما هدوس عليها هيسألك سؤال واحد بس هيقول لك فين الـValues انت خلاص حركة عرفت انا هنعمل Pivot لده وانا هتصرف في الباقي بس انت اقول لي فين الارقام عشان اعمل عملية الـCalculation بتاعتي بشكل مزبوط فالـValue Column حركة موجود في Sales Value ده انا هقوله بالضبط وقل له اوكي بص معانا اللي هيحصل هنلاقي الـPivot بالعرض ما هكشاف وتحتيها الـValues بشكل رائع والـDates بقى عندي بس 24 شهر ههم من 1 الـ24 ده كل الـTable اللي بتمثل الشهور بتاعت السنتين اللي فيهم الـData خلاص بقى سامن الـReport جاهز ممكن اعمله Load على Table على Tool هروح على Home Close & Load من الـImport Data هتروح على New Worksheet وتقل له Table وتقل له OK هيفتح شيت جديدة الـTable بتاعك بقى موجود طبعا هنا ممكن اعمل Number Formatting لو ده اخترت له حاجة تمثل الشهر وليكن MMM-YY هاو جان 2016 كأن ده بيدي لك الشهر على طول مكان date وممكن نعمل هنا Number Formatting سريع ده ماشي في سكة وده ماشي في سكة تانية خالص ومع ذلك الـ2 هيفضلوا في نقطة ارتباط موجودة بينهم وده اللي احنا عايزين نوريه في الحركة اللي هنعملها للوقتي حالا ولكن حركة جاء لك خلاص مبيعات 2018 وعايزين نجيب 2018 على All Sales لكي يزيد فيه سنة اضافية طب هاعمل كده ازاي هاكتار Sales 2017 وعمل Right Click وقاله لو سمحت عملي Duplicate هاغير الاسم اول خطوة هاخليه 2018 ودوس Enter اروح على Settings بالراحة و بالهداوة هاتروح على Formula Bar 2017 بس غير خليها 2018 ها متأكدين ان الفايل موجود هناك وشفناها مع بعض بعينينا فمفيش مشكلة بص كده على اخر خطوة عشان تأكد ان مفيش Errors لا تمام ادي 2018 نروح تاني على All Sales ومتعال على خطوة Append Query ونعمل لها Change دوس عليها كده حضرتك هيفتحي تاني ال Append Window ويسألك تاني انت عايز 2 Tables او 3 Tables فجاب لي كل ال Tables على الشمال كل ال Queries على الشمال وكل اللي اعملهم Append قبل كده على يمين فانا كان عندي All Sales اللي كان فيها 2016 مع 2017 هايزين نديهم 2018 هاخترها و اقول له Add و اقول له لو سمحت انا كده تمام Close and Load, Close and Load To All Sales already loaded قبل كده لكن انا هنا بعمل Loading 2018 محتاج اقول له يعمل لها Loading فيين بالزبط من Import Data هايحصل Loading تاني لAll Sales وبقى عندي 2018 موجودة في ال Report انا غيرت في All Sales و انا اعمل Reference على Bikes Report من All Sales في بينهم Reference لو رحت على Bikes وعلى تابل الضريف ده وعملت Right Click وقلت Refresh دلوقتي عندك 36 row و لو منزلت تحت هتلاقي بيانات 2018 ظهرت عندك كما انت شايف فمعناك كده عشان انا عملت Reference ما بين All Sales و Bikes اي change بيحصل في All Sales بيسمع في Bikes لو كنت عملتها Duplicate زي Sales 2017 و 2018 مكانش هيقدر يعمل بمجرد ان انا Update All Sales ما تنساش تعمل اشتراك في القناة لو لسه مشتركتش وتعمل لايك للفيديو لو عجبك وتسيب لي تعليق عشان نستفيد من تعليقاتكو واشوفكو في السلسلة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته